اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا ومرحبا بكم جسبر تولموند با بيا جسبر تولموند يوم بون سنتي جسبر راكم في صحة جيدة جسبر راكم سعداء راكم مهنيين نتمنى والخير لكل الناس نحن لسنا اشرار انا شخصيا تكلم على نفسي ماذا بيا ما نكرهش الناس 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 الاذكية الناس المثقفين الناس المفكرين الناس العظماء يقدر يكون انسان بسيط لكن بمجرد ما يفكر تفكير سليم انا نشوف هذا الانسان عظيم انا شخصيا نعبر على افكاري على كل حال الانسان العظيم هو الانسان اللي يتأمل واللي يفكر اللي يخدم عقله اللي يشوف الظلم مهما يكون ولو يكون جايما عند الاله الظلم هذا يا الانسان الذكي يفرق ما بين الحق وما بين الباطل الانسان الجميل هو الانسان اللي يوقف مع الضعفاء يوقف مع الانسان الضعيف المسكين الانسان اللي قاسي الانسان اللي يعاني في هذه الحياة الانسان اللي يمرض مسكين ويدخل للمستشفى ويعاني عاني عاني حتى يتلفظ آخر أنفاسه ويموت ويفنى إذن لا بد نقف مع الإنسان الإنسانية تدعونا باش نقف مع الإنسان وباش نفكر في مصالح الإنسان لأن الإنسان اللي يجري على مصالح الإله هذا الإنسان غبي لماذا؟ لأنه من المفروض الإله ليس بحاجة باش نعاونوه ولا باش نبنيولو بيت ولا باش نعطيولو الدراهم ولا باش نروح ونعاونوه ونسجدولو ونركعولو من المفروض الإله ليس بحاجة للإنسان بل الإنسان باش يعاونو الإنسان يحتاج للمساعدة الإنسان يحتاج للمدرسة الإنسان باش يتعلم ويحتاج للمستشفى باش يعالج ويحتاج للقمح باش يأكل الخبز ويحتاج للفارينة ويحتاج للزيت ويحتاج للسكر ويحتاج بيت جميل باش يعيش فيه حياة كريمة هذا هو الإنسان الذي يعيش معنا يعيش معنا المعاناة يتقاسم معنا اللحظات الجميلة الإنسان من المفروض نقدسه الإنسان ونفكره في مصالح الإنسان الإنسان هذا يقدر يكون يمانا يقدر يكون بابانا يقدر يكون خونا جارنا أحبيبنا وليد حمتنا هذا هو الإنسان من المفروض اللي نفكره فيه ونفكره في المصلحة نتعو بينما هناك أفكار ساذجة هناك ناس يفكرون تفكير ساذج تفكير ما فيه احتفايدة وعلمهن من اللي كنا صغار هذا التفكير هو العناية بالإله الاعتناء بالإله أننا نعطيوله وقتنا ونعطيوله جهدنا ونعطيوله دراهمنا ونعطيوله كل حياتنا ولازمنا نحبوه ولازمنا نعشقوه فيه والأوامر تاعه ولازمنا نطبقوها بحذافيرها وما لازمنا نعصيوه ولازمنا نطيعوه حتى ولو كانت الأوامر تاعه يعني ظرنا وتظر الأمهات تاعنا وتظر المستقبل تاعنا والضر الاقتصاد تعنا علمونا رجال الدين باش نقدسوا هذا الاله مهما تكون الاوامر تتعو حتى لو امرنا باش نكرهوا الناس لازمنا نطيعوه حتى لو امرنا باش نقتلوا الناس اللي ما يأمنوش به لازمنا نطيعوه حتى ولو امرنا باش نجوعوا ونعطشوا ونتمرمدوا لازمنا نطيعوه بينما الطاعة من التطوع كلمة الطاعة جاي من التطوع والانسان المتطوع هو الانسان اللي يروح بالرغبة انتاعو ما يروحش وهو مكره تقول لي طاعة الله وطاعة الرسول بينما الرسول هذا مات عنده 14 قرن من لي مات وفنا ورجع تراب واصحابه اللي كانوا معه ماته ورجعوا تراب والانبياء هذو كموسى ويوسف ويعقوب وإسحاق وابراهيم الناس ماتوا ولحد اليوم ما زلنا نقدسوا فيهم ونديروا في طباياحهم إبراهيم إبراهيم هذا يا نام منه ما نام روحه يذبح في وليده وغد من ذاك حكمه وليده وداه وربطه وجده بش يذبحه يعني قصة عجيبة يعني من المفروض الأب ما يديرش في وليده هكا قال لك أن الإله طلب مني باش نذبح وليدي باش نبرهن للإله باللي أنا نطيعه كي تشوف أنت للقصة هذه أنت ولي تقول هذا الإله ما يعرفش المستقبل وما يعرفش وش كان في قلب إبراهيم ويعني يعني يرعب فيه ويرهب فيه ويقول له ذبح لي وليدك وهذا الطفل الصغير سواء كان إسحاق ولا أسماعيل الطفل الصغير يشوف في بابه يربط فيه باش يذبحه يعني يعني جريمة في حق الإنسان الضعيف مسكين الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم المستقبل قاعد يلعب به هذا الإله ويلعب له بالمشاعر تاعه ويقهر فيه ويزعج فيه ويرهب فيه ويخوف فيه باش يبيله باللي يحبه يا كنت إله من المفروض تعلم الغيب وتعلم مشكين في القلوب وعلى بالك علاش تدير في هذه التجربة هذه وتقهر في الإنسان هذا على كل حال إذا كانت القصة صحيحة وهذا العمل الوحشي هذا يا يقعد حتى الـ 2024 سنة إبراهيم عادة إبراهيم أنه كان يذبح وليده وربي يجب له كبش ولي يذبح الكبش ونحن نديره كما هو لحد اليوم ونصرفه في الملايين ونوسخه في الأماكن العامة بالدمومات والهيدورة والمصارن والفوحة وهذه الأمور المقرفة التي خرجها من هذا الدين العجيب بالرغم من أنه متوحش وبالرغم من أنه فيه أفعال شينة وأفعال غير جميلة وأفعال يعني القلب بتاع الإنسان يشمئز منها لكن لازمك تطيع ولازمك تتبع هذا المصار تاع هذه الأديان المتوحشة ولازمك تطبق ولازمك تدير والطيع علاش باش غدوان تديوك للجنة باش تجري مور النساء وباش تاكل الحم الطير وباش تروح ترعاف الوديان تاع الخمر وتاع الماء ونتاع كذا وكذا إلى متى نعلم ولادنا على الأقل على الأقل كما المسيحيين اللي يعلموا ولادهم على بابا نوال يعلموهم بابا نوال هذا ياب اللي يلبس هذه اللبسة الحمراء وعنده لحياة بيضة ويجي في فلا نوال في ليلة الخمسة وعشرين ديسمبر ويجي بالهدايا والكادوات للأطفال لما يكونوا الأطفال صغار يكذبوا عليهم والديهم عند المسيحيين في أوروبا ويقولوا لهم بابا نوال بس عنا لي يكبروا ولادهم ويقولوا لهم الحقيقة تعيا والدير أنا كنا غير نتمسخروا وكنا نكذبوا عليكم بارسكو كنتوا صغار وحكينا لكم على هذا بابا نوال ويجي في الحقيقة ما كش منه خرافة وانا نتمنى في البلاد الإسلامية يديروا نفس الشيء من المفروض نحكيه لوليدنا الحكايات هذه ونحكيه له على الرب وعلى الأنبياء وعلى كذا كيكون صغير يعني باش يعيش في الخرافة لأن الطفولة تحب الخيال وتحب القصص الخرافية وكذا لكن لما يبلغ وليدنا السن الخمسطاش والسطاش والسبعتاش من المفروض نقولوا له الحقيقة قال يا والدير أنا كنا غير نقسروا معك نترك كنت في مرحلة الطفولة كنت ما تعرفش واحنا يا كنا يعني نونسوا فيك بهذا الحكايات وبهذا الخرافة وباش تقعد ترانكيل باش ما تقبحش وباش تخاف من هذا الإله وباش يعني باش تقعد ترانكيل باش ما تكسرناش غير يصرنا بزف لازمنا نخوفوك شوية بالحكايات الخرافية وبالإله والأنبياء وناقة صالح وباللي النبي محمد ركب فوق بغلى عندها جنحتين وطلع بيها حتى الرب وربي قالوا تصليوا خمسين صلاة ثم بعد النبي محمد كيجاهاب وتتلاقى مع النبي موسى قالوا يا ودي أرجع لي أقول له يرون جيك شوية في السومة خمسين صلاة بزف عليهم وعاود أطلع نقس له ربعين زاد عاود أهبط زاد قالوا يا ودي زاد أطلع قلو ينقس لك شوية في السومة زاد عاود أطلع وبقى ينقصي كنا لك هذا الحكاية توليدي باش تقعد ترانكيل وباش نمتعوك بهذا القصص هذا ما كان أوليدنا ذركة راي عندك 17 ولا 18 سنة خلاص ذركة توي أدولت وتجد روحك للحياة الحياة المهنية العملية العلمية وتجد روحك باش تتكل على روحك ما تتكلش على الله يا وديدي برسك الله راهو ما يبعث والو رانا جربناه عينا نعيطه راهو ما يسمع لحتى واحد يا وديدي هاي لك الحياة قدامك روح تعلم رياضيات تعلم فيزياء تعلم الكيميا إلاك حاب تولي طبيب روح أقرأ على الطب إلاك حاب تكون انجينيور في كاش في كاش سبيسياليتي روح تعلم إلا راك حاب تخدم مصة روح تعلم البناء إلاك حاب تكون أرشيتكت روح تعلمنا أرشيتكتور خير عندك له شوا في هذه الحياة والعناية والرعاية عندك الرعاية والعناية تع والديك برك هذاك هو ما ربك والديك هو ما ليعتنيو بك حتى تكبر بس هذه تعال الإله يبقى أنت تبقى مرمي في القهوة ما بين المقهى والمسجد وتظن أنه الإله راهو معاك ويحبك ويموت عليك ويعشق فيك وراهو نهار كامل ويخمم فيك وكذا يا وليدي رانا جربناها الإله مع لبلوب حتى واحد راهي يا ويحو اللي تجي فيها الضربة تدير أكسيدون في الطريق تموت انتا ومرتك وولادك ومام البيبي هذاك اللي في عمره ستة شهر ويموت الرب راو ما يرحم حتى واحد رانا جربناها وشفناها بللي ما كانش الرحمة رجال الدين كيحبوا يريكي بيري والناس يقولوا لهم حكمة لا يعلموها إلا الله كيفها الإله يعني يشوف أطفال يموتوا ويبقى يتفرج قال لك حكمة لا يعلموها إلا الله شوف أوليدنا راجل الدين المهنة الوحيدة انتاعو هي الدين والمسجد هو المصنع التاعو اللي دخل به دراهم لو كانوا يقولوا لي وما روحوش للمسجد الدولة تغلق المسجد هذاك وهذاك الإمام يحاوزوه وما يسيبش خدمة نهار كامل هو يعيط ويبكي ويبكي في الناس علاش باش الناس ميروحوش عليه باش المسجد يبقى معمر خطرة اللي فاتت سمعنا وحد الإمام نهار اللي بدأت لكوب دافريك ولا لكوب جيسيبا وشمال لكوب بتاع فوتبال طلع فوق المنبر وقالهم والله لي وحشة والله إنها وحشة علا باسكو الموصليين نقصوا وهو شعر بالوحشة توحشهم طلع فوق المنبر بدي يقولهم والله إني أشعر بوحشة علاك تشعر بالوحشة يا وحد الباندي باسكو راحولك لك ليون راحولك الناس راحول الصد باش يتفرجوا الماتش خلاوك دانك التايات تشعر بالوحشة تفوا دانك الإمام مايحابش يقعد وحده لازم يعيط لك عرب عالصباح ويزيد اللي هو بارلور باش تنوض باش تروح عندو باش يقعد يخطب عليك باش يقعد يحكيلك في الحكاية تتاعو والله هكاية باش مايقعدش وحده وللأسف الشديد يعني لأسف الشديد الطبقة المثقفة في البلاد خلاو الساحة فارغة حتى حتى ولوا رعاع القوم يخطبون في الناس ويحكيوا لهم نام بورتكوا ويكلخوا للناس ما هو دور المثقف اللي يقرأ وراح للتعليم العالي وقرأ التاريخ والفلسفة وقرأ الجغرافيا وقرأ العلوم وقرأ على الأديان ما هو دور المثقف حنا عندنا ما عندو حتى دور خايف على الله بيتعو هنينين هنك كيجحا تخطي راسو المثقف للأكاديمي في الجزائر أنا أهدر على بلادي نشهد عليها هنينين هنك ما يهدر ما يدخل روحه وما أوله ما تسمعش حسه ولد فاميليا مكبر الفم المزموم ما تدخلو ذبانه زادولوا هذا المثل الشعبي عليه باش قام يحلش فمه عليه والفيلة تاعو راي في اللاب والفواتير تاعو راي في اللاب دونك ما لازمش يدخل روحه هي الواطن تاعو صرف عليه الملايين باش كونوا باش يكون إنسان مثقف هو لي يتكلم هو لي يتكلم في الناس ويوعي الناس ويخضر مع الناس ويقول للناس الحقيقة ونورمال مو هو الادفرسار انتع هذا المشعويذين رجال الدين اللي رام يخطبوا في الناس في كل مكان رجال الدين ما يحبسوش يخطبوا في المسجد كي يخرجوا للشارع يدعوا الناس للدين كيروح يقضي عند الجزار يدعي عليه الكريدي حتى العشرين مليون 30 مليون نورمال بس كل مجتمع يخضع الرجل الدين كيروح للجزار يقضي يحكي له ذاني شوية دين كيركب في الطاكسي يحكي للطاكسي يور الدين ما يحبسش من نشر الأفكار تاو بينما المثقف حشاكم بس كل يوم عندي الجرأة باش ننتقد المثقف الأبله الأحمق المغفل اللي يخاف على الشهريات ما يتكلمش ما يشاركش في بناء الوطن تاو بينشر الوعي ما يهدرش ما يكتبش كتب اللي يدير فيها الأفكار تاو ويعارض الأفكار الظلامية نتاع رجل الدين وما يشارك في والو هنين هنك داري طنوبيلتي ولادي خدمتي وحسوا ما تسمعوش وليد فاميليا كينيابا هذا المثقف زعمال الأكاديمي الجزائري اللي صرفت عليه الدولة ملايين وكبراتو باش يخرج الفم المزموم ما تدخله ذبانا هلا هو خايف على فمو ما تدخله الذبانا دونك وش يدير يبلع فمو بارسكو ما تدريش انسي جامي الدعوة ما يشمليحة هذو مش عارات تاو المثقف الأكاديمي الجزائري انسي جامي الدعوة ما يشمليحة وبولح يا وعرين وحنا مسلمين وحنا الدين التعنا هذا المثقف الأكاديمي انا قصرت معهم يهضروا معي بهذا المنطق تسيبوا دكتور ديطا وانا يام محاوز من القرية انا يالترمينا لانا ما عنديش ما بالباك ونتناقش معهم نضيفو هكا نديرلو تاست نشوف الدعوة ورا يواصلة نرميلو هكا صنداج نقصر معهم معلولي معلولي يتكبر شوية فهمتي يخرج ريش وكتاف وكعلى بالك دكتور يبدأ يهضر لازمك تخشع عالتايا على هي نلعبها بهلول ما نعرف والو نقصر معهم ونسمع على المستوى نسمع ايبا يهضر على الإسلام يبدأ يهضر لي على الإسلام وبرللي احنا مسلمين والدين تعنا والدين توعنا واحنا يا مسلمين وربي سبحانه ويوم القيامة والإنسان لازم يخدم القبر لازم يخدم القبر ونراني يشوف يا حيالات شكوبي وعلى الدكتور الجزائري وعلى البروفيسور الجزائري كيف هو قاع وليت عندهم عقلية دينية قاع عندهم عقلية دينية واخدم يا صغري الكبري واخدم يا كبري القبري قال هالي واحد مثقف يعني يعني يقرر في الجامعة وقاع قال لي خدم يا كبري القبري قلت له يسمى تذركك تخدم القبر قلت له لازم قال لازم لازم لانسان يموت لا يدي معهواله والدنيا هذي فانية ولازم الانسان لا يدي معه كيف يحاسبه ربه وعلى الاقل كيف يسيب كيف لا يجاوب ربه بقيت نشوف فيه ربه بقيت نشوف فيه نشوف فيه عرفت باللي باللي ما لازم نحبسه ما لازم نسكته لازم ننشر الافكار النييرة برس كالعقل تاع البروفيسور تاعنا والعقل تاع الطبيب تاعنا رهم عمرين بافكار الافكار الدينية هذي لازم لها افكار وحد اخرى تنشر في المجتمع باش المجتمع كاش ما يبدا يفكر شوية وكاش ما يبدا يخمم على الواطن ويخمم على الاجيال الجاية برس كالناس قارلا يتفكر في القبر والشوجاع الاقرع ومنكر وناكر صدقوني انا جو كوميونيك عذيك لاصوسيتي بسواء نقصر مع الكوردونيين نقصر مع القهواجي نقصر مع النجار مع الجزار مع الحفاف نقصر مع طبقة المجتمع اسمحوا لي الافكار الدينية غزاة هذي الشعب وراه يعني منظر منظر تشفق عليه جيد لابان على هذا الشعب هذا كيفاش البدو منتع الحجاز قدروا يستعمروا شعب عظيم كما الشعب الجزائري كيفاش قدروا يدخلوا له في عقله وكيفاش قدروا يبدلوا له الهمة اللي كان عايشها على كل حال اللي حب يعرف التاريخ تاع الجزائر والتاريخ تاع الرجال تاحا ما عليه غير يسمع الشعبي تصيب التاريخ تاع بلادك في الشعبي تصيب التاريخ تاع بلادك في المالوف في الغناء القبيلي في الحوزي في النيلي في الترقي في السينيما في الافلام في المصرح روح اسمع جير جيراسيك بلاد انت محمد فلاق يحكي لك ليستوار التاريخ تع بلادك يا جزائري راهي في الفن الفن هو اللي عبر هو وسيلة من وسائل التعبير على التاريخ وعلى العادات والتقاليد وعلى الهمة اللي كانت عند هذا الشعب الشعب راه تبدل وراه يقول لك الخرية حاشاكم سمحوا لي على التعبير هذا يا هذا هو التعبير الواحد اللي عندي خرية في كاغط راهو ولا ما يسواش تروح تديرين كونسلتاسيون عند طبيب يهضر لك على الدين تقصر مع أرشيتاكت يهضر لك على الدين تقصر مع بروفيسور يقري في الجامعة يهضر لك على الدين والناس قع خايفة من العذاب وخايفة من الجهنم وخايفة من الجهنم يعني تشوف انترنت تصب لي انترنت مفتوح وفيه قاع الكلام وفيه قاع الكتب وفيه قاع يعني الأمور اللي تخلي هذا الشعب يتعلم ويعرف بسرعة يعني يعني بالصح كيفاش كيفاش الشعب هذا في عشرين سنة تبدلت الشخصية انتاعه علاش تبدلت الشخصية انتاعه في مدة قياسية كيفاش تقدر تأثر على شعب في عمره آلاف سنين في عشرين سنة برك قدروا يبدلوا ثقافة هذا الشعب حاجة مستحيلة عبالك حاجة مستحيلة المهم البارح رح تنشري الحليب مع صباح حليب شكارة بينصير عليها الصلاة والسلام جويها ستة ونصتة عصباح انا تمشى نتمشى سميشى بلودة زقزاقة العصافي رقع من البعيد نشوف في هذو كل اللي باليير اللي جوي باليي واللي يتروطوها رقع البرويتات تاعو هذي كل مدورة هذي كفيها الرود التحي يمشي فيها معاه سيبوه مقاري البرويتات تاعو وعندو واحدة السجرة هكا كبيرة وحاكم شاطال الشاطال هذك اللي علقو فيه الحويج تاعو البوالوج هذك اللي جي طويل هكا ويبان جديد هكا رماوه الناس حطوه وقفوه عند الصجرة هذيك وعند الشكاير تاعو بوبال نشوف فيهم من البعيد رافدو يخزر فيه يخزر فيه عجبو حبي يديه واناني نتمشى بشوية رايح باش نفوت قدامو سميشت واناني نشوف فيه واناني نتمشى وانبعدو اجدار له حكمه في النص التاعو بدأ يدور فيها نفيل طاج استادر قاسمينه على زوج ومدار له نفيل طاج استادر تقدر تنحي مواتيه وتقعد لامواتيه لتحتانية فتحو وبدأ يخبي فيه داخل السجرة داخل الكرش تاع السجرة بس كل السجرة جاية فارغة لداخل بدأ يخبي فيه استيكا خباه انا كنت مازال ملحكت له شبيان ومبعد حكم البرويتا تاعو خباه هذا الشاطال وافونسا بالبرويتا تاعو انا يفتع عليه فتع السجرة ومبعد درت خزرت فيه نسيب وحبس الشاريطة تاعو ورجع جبدو من السجرة بزوج يدين دارو في الجون تاعو وكسروا كسر لدو مواتيه وعاود رجعو داخل السجرة لماذا كسرتو تمش يخبيتو هو خباه باش يرجعلو امباد باش يديه بينه اقا راح شوية وعاود ارجع كسروا وانا جوب سيرف انا عندي الملاحظة والتأمل والتحاليل ناناليزي معه راسي فهمت الجزيري مايحبش يخلي موراه الخير معنتها راح بالبرويتا تاعو وبعد ضرب فيها تخميمة انتعكش واحد يجي يديه موراه تفوا تعب بلا ربي ماكم تدينو صحيح عاود رجع ليه كسروا نقول لكم بزوج يديه دايلو في الجنو تعو ترطاق كسر المواتي اللولى والمواتي الزوجة عاود عاود معنتها بلا ربي ما راكم تدينو صحيح معنتها الجزيري لما تداش الحاجة وماقدرش يديها لازمو ينحيها لازمو يكسرها لازمو يخربها وبعد بديت نفهم علاش الاماكن العمومية تعنا مشي شبه علاش الخير ما كانش علاش الجزيري ميخليش موراه حاجة شبه علاش برسكو سواء يديها هو يستمتع بها سينو ميخليه الوحد آخر وهذه تقدروا ترماركوها في بزاف حاجات لازمكم تتعلم وتلاحظوا المواطنين في المعاملات التحم والتصرف التحم تكتبو كتابات زكارة صوفيا يعطيك الصحة عقلية الزكارة تعبرا ربي ما قديها زكارة يقول لك زكارة تعبرا ربي ما قديها منين جات هذه الثقافة منين جات جات من الأسرة لأن الأب يهضر بالزكارة والأم تهضر بالزكارة علاش نقول لكم الأب والأم في الجزائر سيدي بوندي سيدي فوايو سيدي كلوشار نورمال ما يتزوجوش ما همش تعزواج هما سيفري يقدروا يمارسوا الجينس في الفرش لا لا الحق الله يبارك بالصح باش يوليوا عندهم دي زنفان ويربيوا لك هذو لزنفان ما فيهاش ما غير سيبالابان هذو تزوجو على جال الكبت الجينسي برك هذو ما تزوجوش باش يربيوا لك الأطفال ويعرفوا قيمة الأطفال وما معنى الأطفال وتربية الأطفال التربية التربية ما يعرفوش يربيوا أنا علش قلت لكم من المفروض الدولة الجزائرية تبني أماكن للدعارة أو لازم الدعارة تكون كائنة في الجزائر ما تقول لش حرام لازم هذا الأب والأم ما يتزوجوش لازم هو يروح للدعارة ينحي الكبت الجنسي يتاعو وعشية يرجع لدارهم ما يتزوج نتارك حب تمارس الجنس تروح للدعارة تخلص تدخل ما راكش واجد للزواج سمح لي انتايا ما لازمكش ترجع أب انتا ما نديرش فيك ثقة ما تقدرش تربيلي الأطفال انتا ما راكش باش ترجع أب انتايا نكاح انتايا تنكاح برك هذاكوش تعرف تدير المراكيف كيف ما كيش انتيا ما راكيش باش ترجع الأم انتيا خاطيك الأمومة ما راكيش مدراسة انتيا كوري نورمال ما راح يتمارسي الجنس في بيوت الدعارة تلبي الرغبة الجنسية تاعك وتولي لداركم تحبس هنا وشرب الدواء تاعك باش ما تولديش باش ما تدريش فاضيحة لبابك ويمك تحبس هنا الهضراء ما راكوش باش ترجع أباء أمهات انتو ما نكاحين كينتا كينتي نورمال ما راح يتمارس النكاح ولا ما يش حب نقول الكلمة هذيك بارسكوحنا عدنا في الجزائر ستري سنسيبل العائلات يسمعوا كلمة كما هذي بصحب العربية يجوز النكاح ما راكوش انتا أبوه وأموه سمحولي أنتم لستم مؤهلين باش تكونوا أباء وأمهات راكو مصنعتونا كو دي بوندي كو دي كلوشاغ كو دي فوايو في الشارع الجزائري من في عمره خمسين سنة يرتكب حماقات ويرتكب جرائم شاطال ما راح موش شاطال شاطال ليعلقوا فيه الحويج كسرو تعبرا ربما بتدوها صحيح بون ذاك لو كان يجيك شو واحد يقول لي هذي ستوني ستوار تافها وعطينا آن آخر سيجي تفوها كين بزاف ناس هكا يقدروش يفهموا بللي هذال أمور صغيرة سيد زندس تعبر لك على المستوى الثقافي تعم مجتمع هي حاجة تافها بالنسبة لإنسان ما عندوش دقة الملاحظة بسعالوا كانت جيبا بسيكولوج ولا تجيبا بسيكياتر ولا تجيب المختصين كيشوفوا تصرف كما هذا يقدر يقول لك هذا المجتمع هاولك كيفاش داير وهي لك تربية تاعو وهاولك بابه يما كفا دايرين وهاولك جده جدته كيفاش داير يعطي لك المنباعة تاعو قل لي من تصاحب أقول لك من أنت قل لي على كسرت الشاطال نقول لك أنت أشكون وبابك كيفا داير ويما كيفا داير سيتين فامي دو كلوشار الأم كلوشار والأب كلوشار هذا ما كان وشنهما اللي سيوجي وشنهما المواضيع اللي يحكي عليها الأب الجزيري والأم الجزيرية وشنهما وشنهما المواضيع اللي يقصروا يقصروا عليها في طابلة لعشاء ولأنا ثاني كنت صغير وكان بابا ويم ما نقعده في طابلة لعشاء احنا ساكتين وما يهضروا على وش يهضروا يهضروا على عمتي عمتي هي المجرم الكبير خد بابا وكي يبدأ وقتاش يما تبرونشي مع بابا النهار بابا يبدأ يحكي لها على أخته يبدأ يكريتيكي في أخته يما تروح تجيب الديسار تقعد تفحج وتصهر مع بابا للصباح بس عالو كان بابا يبدأ يهدر على أن سيجي ستوريك ولا يهدر على السياسة ولا يما تنعز ترقل 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 تبدأ تشخر بس عالغريج بدلها على أخته ياذك سيجي كي العسل يما تنطجري تروح تجيب الديسار والكاوكاو وتساميه وتبدأ ايه شات ايه قلت لك اخي قلت لك بالكلبة ما تسواش وراكم قاعد جربتوا هذا الشي مع مع لي زيبوز تاوعكم مع النساء تاوعكم يلاك حب مرتك تنتبه لك وتقسر معاك لصباح ما مغدوة صباح تخدمه تطلع معاك النهار تبدلها على أختك قولي أختي ما تسواش تجيب معاك صباح وتدى وتجيب وتقسر معاك وتقوته وتصدقك تلي تحبك مرتك تلي تموت عليك واذا يقسروا والدينا يقسروا على الله فامي يجبدوا الخط بابا والأصيرتو كونتي بابا يما تشارك تشارك بيان في السيجي كونتي تعبابا أخواتات ولا أخاوت ولا طابلات العشاء تنور ويما تبدأ تحكي وإحنا صغار نسمعه حتى تقولي ننكره عمتنا ومام يماك تقولك تقولك عمتك اللي يعطيك العماء تحب عمتك يعطيك العماء تقولك لازم تكره عمتك علاج فاسكو يما تكره خطبابا ك gun التربية الجازائرية فيالأسرة الجازائرية ومع �3 واحد الاسرة عندنا واحد اللي كلوشار واحد اللي فوايو انا اهضركم على بابا ويما وانا اهضر على احتى واحد على بلدك يجيو المؤمنون وقضى ربك ان لا تعبود الا اياه بالوالدين احسانا شاف بابز وانا من الاية تاعك هذي وما تدخلش روحك في بابا ويما اوكي انا انا اهضر على ظاهرة وكاين اللي هضر بالعاطفة الشكوبية اللي كتع بابك ويماك رباوك وكبروك وانت تهضر فيهم ما تقودش روحك وما تدخلش روحك هذا بابا ويما نهضر على اليوم كما نحب ايبا بابا ويما سدي فوايو بابا بابا ويما سدي كلوشار واذيك الهضرات تاع احنا متربيين واحنا ولاد القاع والباع واحنا يا انا بابا اعظم انسان وانا ايما اعظم انسان بركونا من الله فاصفية انا اعظم انسان روحك بالتغوية ايول انسان وانانات احنا بابا وانا احنا هحد احنا مهم ايما كانت متروجة وما تكتبش حمارا اوانا حمار نهالي تعلموا من كريتيكي لوتو كريتك نهالي تقول على روحك باللي انا حمار ما اقريتش هذا النهار تولي عندك الجرأة باش تغير من عقليتك نهار لتخلي ولدك يقول لك بابا بركمة تقود عليها هذا النهار معنى تهارا ننجحنا النهار الطفل ينوضل بابا يقول له بكمة بركمة تتمس خربية هذا النهار نقدرون قلوب اللي يطلع علينا النهار بس كو هذا الطاعة هذه اللي اعطاها الدين الإسلامي للوالدين الدين الإسلامي راهو عفس على الأطفال الدين الإسلامي قدس الوالدين ومعطاش تقديس للأطفال وقعدوا الأطفال مساكن من باب الخوف يقدسوا في والديهم ووالديهم داروا عليهم شواكر بلع فمك بلع رب فمك كينكونوا احنا الكبارنا هاضرون تاب بلع فمك ما تهدرش وخرجنا قعم بلعين فامنا الدين الإسلامي وش دار جا قدس الوالدين التقديس يروح للأطفال لاش بس كل أطفال هم القصر هم المساكين بينما الأب والأم كبار سديزاد دلت عندهم القوة وعندهم الدراهم وعندهم تولي بوفوار نورمال مو الدين الإسلامي يتكلم على الأطفال الضعاف القصر ويعلم الوالدين باش يطيعوا ولادهم وش معنى تطيعوا ولادك معنى تطيعوا حق الكلام حق التعبير تعطيلوا حق المناقشة تفهموا كي يطرح لك السؤال تعطيلوا حرية الاختيار سواء في الدين ولا اختيار المهنة ولا اختيار الزوجة ولا اختيار الزوج هذه الطاعة نتع الوالدين لولدهم من المفروض هذه هي إلا تايا تحكم الأطفال القصر مساكن تحتم عليهم باش يطيعوا والدهم ولو كانوا ظالمين الوالدين راك تصنعنا في مستنقع ماشي في مجتمع ولا بروفوشنية هي المجتمع الجزائري وخرجوا للشارع وتفرجوا اللي يقول لي العكس هذا إنسان معمير بصار يا معمير بصار وراك قاعد تكذب على روحك وراك تقدس في والديك برسكو معمير بصار هذا وش نقدره نقول على هذا الموضوع نتع الوالدين ونتع الأطفال وكان بزاف جزائريين رباه ولادهم كان بزاف جزائريين متربيين أب عن جد وعرفوا يا ربي ولادهم وخرجوا ولادهم كما يقول المسلمين ما شاء الله متربيين يعرفوا يا هدروا أذكياء يقدر يقول لك يوري لك الحق ويوري لك الباطل بكل أدب علش بسكو والديهم يحترموهم النهار نتعلمو نحترمو ولادنا هذك النهار يطلع علينا النهار مادامك تحقر في ولادك من باب هذيك الآيات عوقى ضربوك بلا ربوك غير يولي ويضربوك ولادك يولي ويسبوك ويرميوك في دار العجازة النهار اللي يكبروا وتولي عندهم القوة ولادك يوريوا القسامك الحقراتاك اللي حقرتهم كي كانوا صغار وش نزيد وش نزيد كانوا عندي طي فاتت بعثوا لي ميصاج سقسوني على على لا بوليس واحد حبي يدخل لا بوليس وقال لي انت يا كنت في لا بوليس وش رأيك في لا بوليس يا وليدي انا يا في الحقيقة دخلت لا بوليس في الستة وتسعين وخرجت في الدمي لطروة الفين وثلاثة ما عندي واحد وعشرين سنة من اللي خرجت من لا بوليس وانت يا كحب تدخل لا بوليس لا بوليس اليوم كيفاش راهي والله ما على بالي اسكورهم يمدوا السكنة لا بوليس ما على باليش كيفاش راهي حالتهم ما نش عارف اسكوا طوروا شوية من السوسيال في لا بوليس جون سيبا مي انايا كيفاش كنت عايش في لا بوليس الله اللي يفرجك في لا بوليس نحضر لك على ستة وتسعين سبعة وتسعين ثمانية وتسعين تسعى وتسعين الفين في وقت الارهاب سيفري هذا الوقت كان كاين الارهاب سحنا نحكي لك شوية وكيفاش كنا نخدمو كنا نخدمو كنا نخدمو الترواويت الترواويت هذي تخدم اليوم تخدم من الوحدة تالعشية الابريميدي حتى السبعة تالعشية وبعد تروح ترقود تجي غدوة الصباح على السبعة تأصبح تكمل على الوحدة الابريميدي ست سويا ومبعد تروح تدي لسيست من الوحدة وترجع على السبعة تالعشية باش تجيب السبعة تأصبح تضرب ثناشن ساعة وانتا بيت برا كنت في الجلفة الميتاسيون الجلفة الجلفة تعارفوا البرد التاحة اللي هي ضاب العليا وفوت ثم يا عامين الله اللي يشوف فيها قصديرها تحديد تدخل داخلها فوق الحيط ووراك ثم يا لصباح من السبعة العشية لسبعة عصباح حبي يقول من السبعة العشية من اللي يبدأ يصب البرد حتى لسبعة عصباح يبكي من البرد يبكي يبكي ابا بدأ يبكي من البرد عباكم وش درت له درته في عبوني درته في عبوني وبدت ندفي فيه هو يبكي يبكي من البرد رجله ماتوا يديه ماتوا وانا دير له نشفالها يديه في فمي وننسف ومخبيين تحت البالكون تعباطيما كنا في سيتي بوليس نعسوها في الجلفة جديدة يسمعوا فيها تاعة الجلفة سيتي بوليس تاعة الجلفة جديدة مقابلها كان كاين الفراغ وجبل يا ربي بنوي لا ياثم ولا أوبيطال قدام الأفوار تاعة الجلفة لكم تسمعوا فيها سيتي بوليس فيها غير ربع باطيمات برك رحنا تخبينا تحت البالكون تاعة ريتشوسي ستدير الحيط تاعة البالكون قريب للأرض بنا تمعت 40 سنتيمتر تخبينا ثم تحت ودرت وفي حجره صدقوني وعبوني وبدأت نسخن فيه لن يموت لا بوست بوليس لا مدفاقة لا ولو من السبعة العشية لسبعة عصباح رغمي سينياليو رغمي سينياليو آه مكو باور لايف أجب لي البوزل آه البوزل آه سيكليكي سيلفو بلاي سيغلي كخان باش ما يطفي وناش لايف ويطفي وناش لاشان سينياليو وني الخطرالي فاتد طفاولي سات فيديو سات فيديو طفاوهم لي وتيك توك يهدد فيه باش يغلق الكون كبسو كبسو سيلفو بلاي كبسو واحد النهار بتنا شاف سورتي دويلاية تعل الجلفة دارنا المادري الحطب المادري اللي يبنيو بياه ولي بوليسي اللي كانوا يخدموا فلا سيتي بوليس هذية تلمو البرد مساكن كنا نطلعوا نهبطوا المادري باش نشعلوه باش نشعلوا النار باش ندفاو راحوا هذوك السكان هذوك اشكاو لشاف سورتي دويلاية قالوا لولي بوليسي التواكم رام يسرقونا المادري رام كملونا المادري واش يدير هو دار ريونيو دار هنه في الريفكتوار رام جاوش كاولي الناس وكذا ونزيد نحكم واحد هبط مادرية راني ندير لو كونسي وماش عرف ريفوكاسي وماش عرف هددنا دو جور أبري دالتي في لسيتي دو بوليس راح تانو صحبي لبسنا وانحنا نشفى لها كانوا جماعة لا سيتي بوليس هدو ما نعرفهم من بعيد علش باسكو تصيبو سمين تلمون لبسة يلبس خمس تري كوات وست فيستات وهذي القشابيات تعلق الجلفة عشرين واحدة واحدة في الجلفة المهم تصيبو سمين علش باسكو باين بلا ورايح لا سيتي معروف جماعة بلا سيتي وكانين دوتر باست باست وماذا باست باست البرد جاء دالتنا وصاحبي لبسنا حتى شبعنا وقصرنا على السيوجين المادري لا يجبنا نخلطه في المادري لأن الناس لأن يجبو يجبو لفنا يجبو اتنسيون جاء الافيار وطلعونا وضعونا بلا سيتي وانحنا ورايح باست باست البرد يقصص في الجلفة احنا كنا في زمان شتى نوفمبر ولا ديسمبر ولا البرد حتى لم يموت يموت لا تشعر بسبوعين يديك ورجليك السبعة وضربنا السبعة ثمانية تسعة داخل وخارج رفض ودور الثمانية التسعة العشرة الحداش الثناش تعليل الشعب يسكنوا فلاسيتي رقدوا خلاص وبدأت هنا وصاحبين تشوفوا نهبطوا مدريا لا لا نهبطوا مدريا تلموا البرد تفاهمنا باش نهبطوا طلعت هنا للقاريطة وبدأت نتمشى لحيط الحيط ومهبط روحي باش ميشوفني لحقت الضالة السيدة وضعوا المادري ثم مستفن كان كاين المادري الصغير هذا يشعل لم يكن رقيق الصغير لقد كبير دورت واحدة طاحت الكبير الطويل فيها طروة ماتر دورت واحدة طاحت تهبط مالقاريطة ديناها جيتة واحدة الكوانا اشعلناها ورانا ثمة ذكية مطناش لسبعة عصبح تكون خلاصة وما لازمش تقعد لابروف شعلناها شعلت انا ندفاو ندفاو حسب تبدأ تتطفى اظن حتى بارسكو يومين ما قبل صبت شتا يسمى الحطب تشمخ مراها ضربت شوية المادرية نشفت واء مشمخ متلتل ارواح انتاو كمل ذيك المادرية فوتناها ليلة كامبلي انا وصاحبي نكملوا في المادرية مشي نسخنوا ودار يدك في جيبك وقعد تسخن لا لا ولا تعدنا خدمة وحد اخرى لازم تكمل المادرية لمشمخة شعل وخليها تشعل وحكم على الحيط شعل خليها تشعل وحكم على الحيط باش نفتفتوها يعني وبعد يجي صاحبي برجله ويزربع يرفد هذا الفحم ويدي يزربعه بعيد شوف بتنا خدامين مع رب المادرية ذيك لصباح الدخاخن الدخاخن وحنا وليناك حولة برعة الدخان والفحم المهم مطلناش تعليل للسبعة انت على الصباح مع التالي قعدها مورسو فيه واحد 30 سنتيمتر كاري فيه 30 سنتيمتر طول وهي فيها 15 سنتيمتر ولا 20 سنتيمتر حكمتها أنا قلت له باركاتها يجي على الروليف يعودوا يكشفونا واشن ندير خبيتها تحت حواجي ويا فايحة بريحت الدخان وريحت النار خبيتها تحت الفيستة الداخل وشدها بيدي دائري يدي في الجيب وشدها مديت سلاح الصاحبي اللي جاء على الروليف خرجتنا وصاحبي كي جاو صاحبنا قلوا نوش بي يكون مديرينا هكا مااشي يقولنا لهم ما كاش مكاين والو وحنا شوف نيوفنا معمرين بالفحم فمنا عينينا وجنا شعرنا يدينا كل كلاب خرجنا للطريق خرجنا من لا سيتي حبسنا تاكسي وعباك بوليسي كيكل لابس لاتوني كي حبس تاكسي تاكسي يحبس حبسنا تاكسي تاكسي ركبنا كانوا دي جا راكبين ثلاثة عيباد ركبنا من لور كل كلاب الريحة دخون خارجا منا والشافر يشوف فينا من ريتروفيزر وحد التبه ديلا المهم اللي حقنا وين ركبون دوردوار انه مية تبشر رجوع علش ما نسيت هذى الحكاية الحكاية دي فيها دوز استوار ما نساهمش طول حياتي باش تسمع يا وليدي قبل ما تدخل تنقاجي في هذ الخدمة لازمك تعرف قبل حاجات باش تروح تنقاجي في هذك النهار كيدخل الناس سبعة عصباح مية تبشر الماكلة ما كاش دراهم ما كاش ايبا والعشاء ما تعشيتش باش تعشيت على السبعة ونصة عصباح تعشيت بالدواء تعشيت بالدواء صدق او لا تصدق طالع في الدروج لدوردوار حلية الطاقة نصيب طرفة خبز نص خبزة مشي يابسة حجرة كيشغل ناشفة 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 مية لو كان تكسرها ما تكسرش كيشغل زعمة تتقطع راح تلار موار احنا نرقدو ستة في شمبرة واحدة لازار موار هذوك تعال حديد هذوك افتحت لازار موار قابلتني هذك اللي ناكلوها في الكنستيباسيون لانزويل روحوا لجوجل حوسوا على الانزويل هذك اللي لقو تحى فرمبواز تعرفوا الانزويل تحى الكنستيباسيون الحمرة هذك كونفيوتير تعفريز حليت ذاك الخبز درت لداخل لانزويل و بعد جبت باطن تاع ايبسة هذك اللي فيها لقو تشينا حكمت كاس تعما ورميت فيها حبان تاع ايبسة تشينا فونتات شينا وتعشيت بالدوا ساندويتش لانزويل ايبسة تشينا تاعشيت بالدوا صدق او لا تصدق هذو دوزي ستوار لاسقين في بعضاهم ما ننساهم مش توحياتي ونالاخر اشت من البوليس برسكو سيدلا ميزار تقرى ست شهر بشترى تخدم عساس في القاريطة ويبعثوك للشوك لزومبي سكاد ودارو شوف كافحوا بين الارهاب بعدنا اللي جيت خارج كوميسر هذك عيت لي واش بدروك رايحة ايان تلا فيروحك ايان تلا فيروحك مالا هذي هي ثمان سنين ثمان سنين تعريسك ثمان سنين خدمة ثمان سنين انفورماتيك واللوجيسيا اللي خدمتهم ملكم بلا ما قررتني لدي جياسان كلش من عندي هذي هي اه يا صحان تلا فيروحك وبقى على خير كادو ما طوهوليش ستيلو ما طوهوليش ها بقى على خير ها الانسان ما عندوش قيمة الانسان الانسان في بلادنا الفرد الجزائري ما عندو حتى قيمة كل كلب الكلب خير منه ها شرطة يزع مارفد السلاح نكافح على بلادي ونحارب في الإرهاب وجري جري وش حال ما خطرها سلكت من الموت باش مع التالي تقول لي اه كرايح اه نطل فيروحك كارا هارا سنين كارا هذي هي ثمان سنين تعكيفاح وبعد يجي لي ييدر لي وزارة المجاهدين وعلاش انا ما جاهدش على الجزائر علاش وزارة المجاهدين غير الجهاد تقى ربعة وخمسين اثنين وستين علاش الجهاد تقى ستة وتسعين الفين وثلاثة موش جهاد ديرينها غير بيناتكم تاكلوا في دراهم البلاد منها دين مواتكم على كل حال انا ماشي خسارة في بلادي انا بلادي ماشي خسارة فيها ماني ندمان على ويلو والله ماني ندمان دافعت على بلادي وكافحت الإرهاب الإسلامي وانا افتخر وجامي ندمت فهمت نورما الموكي الجند وولاد الشعب نرمامو تنطلوا فيهم كنا كينا خدموا الليل ونديروا الارولاف بيناتنا نتقسموا الوقت نرقدوا في الارض نرقدوا في الارض فالقاعة فوق الكارلاج نرقدوا في الارض ماشي مديري اللو مان با كنابي وين يروح يربوزي بش يقسم الوقت مع صاحبه اللاموبالات الانديفيرانس تعملوا براسك نهالي يجي تهضر يقولك على ندخلتك الالبوليس مالاشا ندخلتك الالبوليس متوحشين أشرار ما كان حتى واحد عنده ضامير بصح لو كان تهضر له على الإسلام ما لازمش تمثله الإسلام بصح الإنسان بصح الإنسان الإنسان يا ربب الطفل الجزائري يا ربب الطفل الجزائري المهم ما تمثل لناش غير في الإسلام وما تمثليش في حبيبي رسول الله وما تمثليش في ربي سبحانه وتعالى وما الشعب هذا قايا يكون راسه يبا المقدسات ما لازمكش تمث في المقدسات وما الشعب هذا يأكل راسه بالكبار بالصغار دونك اولي دي بوزيتلي لا كيستيون راح أتأكد كيف أشراه المستوان تعالى الشرطة في الجزائر بس كما زارت الميزيريا بس كواك راح تسوفري ولا تحسنت الوضعية هلا أقولوا قولي هذا أوكي نرحبوا بالناس اللي معانا الحصة مفتوحة اللي حبي شارك يتفضل شكونا اللي معانا شكونا اللي معانا فابغيس ساسيفيغا وعليك السلام صباح الخير أو مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا صوفيا الساقة العزيزة كيف حالك يا صوفيا جاسبير تفا بيام على الأحفاظ التيعك وولدك يزو أزو الفلاك أهلا وسهلا ومرحبا بيانذنو مكسيم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا أمينة بانجور أختي مرحبا بيك أمينة داكدوك خالي كيف حالك يا داكدوك داكدوك أنا خدمت لمدية آبالك تمزقيدا وسانق وفج الحوظين لدو باسا وذوقا خدمتهم والبرواقية وبني سليمان وطابلاط وربعة وستين وربعة وستين بلادية سيلا سيلا أمينة أمينة في الألغيري بعد تيزيوزو تيزيوزو فيها 65 كومون مدية فيها 64 كومون روبر كامانجا أهلا وسهلا ومرحبا الأمازيغي هذا اللي يو كاتب بالحورف تيفينغ والله ما نعرف نقراها مرحبا بيك صحيح ميهوب أهلا وسهلا ومرحبا بيانه بيانه جو جولدبرغ أهلا وسهلا ومرحبا بيانه بيانه صو ديزاد أهلا وسهلا ومرحبا ميلي ميلو أهلا وسهلا ومرحبا بيانه زميقري أهلا وسهلا بيانه تاروا أهلا وسهلا ومرحبا بافاري أهلا وسهلا باشو أهلا وسهلا يوسف أفلال أهلا وسهلا سرعونا بالدين بنت الجنة العزيزة كيف حالوكيا بنت الجنة مرحبا بيك غريز لولو أهلن وسهلن ومرحبا ديشار العزيز أهلن وسهلن ديشار مرحبا بيك مومو أمينا voilà pourquoi la vase et la ligature des trompes devrait être imposée حطاب محمد أهلن وسهلن ومرحبا Moi j'ai perdu espoir en cette société a bien longtemps non 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 Haymeanish quattar climate Anymidame can youardo Col youtube بالعكس 나shire la cause La cause la cause を Exo 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 Eso Eose Eension je Im i كما قدروا يبدلوا العقلية بالأفكار احنا ينبدلوا العقليات على الجزائري ونرجعوا له عقلية جدودة بالأفكار نشر الأفكار سي او سي سامبل كيسا كي تكتع ليازك تخلي لهم في البلاسة محطاب راك تخلي لهم في البلاسة ما تخليش بلادك الأوغاد هذو ما لازمك تدخل روحك تكتعش لياز مولود أزول فلاك أهلا وسهلا ومرحبا السرباح صالوا أهلا وسهلا ومرحبا اللي حاب يشارك يتفضل كبسوا باش ما يطفيوا الناش اللايف سيل فو بلاي كبسوا كبسوا مينا بنت الجنة الزر كينسات أهلا وسهلا ومرحبا ناجيب بوكير أهلا وسهلا ديشار وش دار فينا الدين يا بدروا هاك تشوف وش دار فينا يا اخو يا ديشار خسرنا البلاد بلوم سونلايت قلك العاطفة هي اللي هلكتنا ويه عاطفة ما عند حتى معنا صح عاطفة غبية لازم الانسان لما عنده ربعين سنة ولا خمسين سنة لازموا يكبر هذا الطفولة المزمينة هذية وشن هذا يا الشيخ في عمره سبعين سنة يروح لمسجد ويبدي يبكي كتفل صغير وشن هذا الطفولة هذي وشن هذا الغباوة هذية عيب ولا غير عيب انا واقف جدي قاعد يبكي وش بي قسامك جدي غير الخير هلا راك تبكي جداتي كي ماتت ما بكيتش عليها هكا علي من راك تبكي يبكي على ربه يبكي على النبي محمد التاعو وشن هذا تبهلي لذا يا السيد عنده ربعه عشان قرر من لي مات والرب يخيكم تقولوا عليه حي ولا يموت عليها تبكي على قسامه تبهليه امازيغ ديزاد اهلا وسهلا ومرحبا مسيم اهلا وسهلا مسيم تحية للأب الكريم يوبا يوبا اهلا وسهلا اهلا وسهلا شا دخل الدين شا راك تهدر هادو عقلية تاع الاباء والاجداد بارك مبلعين اما الدين ما يقولش هكا قاع يا اسمه الدين باريه ها تحب الدين ها عارس وصاندسات تحب الدين كثرة من بابك ويمك ها يروح عنق وروح انا يا نكره الدين انا ما عندي مندر بقسامه الدين ها انا عندي الجزائر هي الرب تاعي انا عبد الجزائر بلادي بلادي هي اللي ترزقني وهي اللي تحميني توفر لي الحماية انا الرب هذاك خاطيني وخاطئه ما عندي مندر به لي دا ورده لي دا ورده لي دا ورده كين امهات يجي يتزوج لحبها تقوله ما نرضاش عليك من باب الدين يخاف ايه ايه واطفالك يجي يتزوج مع واحدة يحبها والله يامها تقوله دعوة الشر ومسكين تحرموه من المرأة اللي يحبها وتروح هي تزوجه بمرأة ما يعرفهاش وهو لازم يرضي يمه باش ما تعطيش دعوة الشر بس كون رب راوي يستنى غيرش كون يدعي بالشر باش يطبق الشر بس لو كان تدعيه بالخير ما يعطيكش الخير يدير غير الشر الرب هذا يا ايه بيلا لينا اصرو اهلا وسهلا احنا ما كبرناش علي الدين انا والاخوة تاعي كنا افضل واحسن وارقة من ابناء جوارنا ابناء التلف احنا ما كبرناش على الدين ايه الدين يولد يولد الامراض النفسية والكبد مقارنة مع الواقع ينتج لنا عقول مريضة ايه ايه ياند اهل ينسي اهل مرحبا الشهادة تاع ومازال تروح الوطانية الوطنية لافيير في كل درام مصاج لافيير في كل درام مصاج صحي دك دوك زيد شكون 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 آنيا عسلم أختي آنيا كيف أشراكي كيف أشراهم ولادك والزوج الكريم البهجة أحكينا على هذا الوقت ما زالت هكذا ولا تبدلت ما على باليش والله ما أنا عفرى بوليس إلا تبدلت ولا ما زال جو نسي با ما على باليش اللي رام يخدمو جي ويقولونا جو سي با أنا حكيت لكم على 96, 97, 98 بوغارة الجلفة المدية هذا ما اللي خدمت فيهم هنا لولو ويز أهلا وسهلا ومرحبا تاس 72, 75 أهلا وسهلا ومرحبا بك تيمو شينكو أهلا وسهلا ومرحبا أغنوستيك أهلا وسهلا ومرحبا لكن نبدأ نطلع دقيقة برك خريف العرب العرب أهلا وسهلا ومرحبا ماسيم أهلا وسهلا لولو وجيس بيرمينسي تحت واحد أهلا وسهلا بالجميع حصة مفتوحة لحب يشارك يتفضل الموضوع تاعي باين مواضيع تاعي باين على الجزائر كل المواضيع على الوطن دك دوك كيف حالك يا دك دوك حالو 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 دك دو السلام عليكم ورحمة الله وعليك المصاري الخير يا دك دوك كيف حالك يا دك دوك خالي حالو ساها حالو 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 هل أنت خمرة أم اذن حين أكبر انتقلت ويتم لا أتغرقك لا أتغرق للعمل آآ انتغرب أح litres ماذا أتغرق لا أتغرق مثل أحanna ما زالتك في اللعين ومعبتك اديك لا أتغرق لا أتغرق لا أتغرق لا أتغرق سوف أسقيك خمرا حتى ترى ديك حمارة والنملة قطارة والنملة قطارة نحن بالمير الصادح هذا هو الفسق ماذا تتحدث لنا دقدوس ؟ او لا كنت نسمعك بدأت نسمعك ونحن نسمعه لا يوجد معك ماذا تتحدث ماذا تتحدث عن طاعة الويلدين ماذا تتحدث عن طاعة الويلدين هذه طاعة الويلدين أكبر جريمة او شكل يقولون انتم تنادونا للتمرد على الويلدين لا لا شوف نهار اللي نهار اللي تعتقد باللي رك تطبق فتاعة الويلدين هنا وين رك تدوذي ميشون عذاك تيبارون حنا اوني ميشون عذاك نبارون بلا من فقو يدخل بابه في الوصف ويحب والدي نحن نكذبه لا ندكار نكره والدينا لكن الابرزونس والدينا في الوصف لا نحبه بابنا يدخل في الوصف وهذه اكبر بريف هيا الذين يزوجين هنا عندهم الذين يكونوا صراحة غير مع رواحهم براك عنده الكوراج يدخل بابه في الوصف او العكس يكونوا بابه عنده ولده 10 عام 18 عام الذين يبدأ في الوصف في الوصف بابه يجب له أي ولده كما تقول هاوش كنت ندير هاوش كنت ندير هاوش كنت ندير هاوش كنت نحب نوريونتك هاوش كنت نغلط فيهم أغلط في سوالح واحدة اخرى دينا ما نعرفهم مثلا ما عندنا شلوكوا راجع صاو يدير ماكاش الحب ما يقدرش يقوله ما يقدرش يقوله ما يقدرش يقوله بابه ما يقوله هاوش بس كل صح ما يحبوش الطفلة الطفلة صادق الطفل ما يكذبش ما يقولوش نحبك وصح ما يحبوش يكرهو من هالي يجيلك بابك تكونوا مع صحابك تخاف منه بابك سوف يدير ندير سوف يدير أعرف بابا هناك مجرد على بابك قال لي ينعدين بابا يكره بابا يكره بابا ينبغل يكرهو يكرهو. أنا على ذيك أشكف نقول الزواج أكبر خدعة وأكبر مغالطة. نبقى نقولها. نبقى نقولها حتى نموت. شوف المؤسسة. نو المؤسسة. المؤسسة. المؤسسة تع الزواج. اللي خلقناها. طريقة الزواج. طريقة الاختيار. يعني المنظومة تع الزواج. واش لازم كيفاش نكونو في الزواج. هاذا المجموعة من القوانين. سميناها زواج. وطيناها واحد القداسة كبيرة. بسكو هي أكبر مغالطة. أكبر ما كان حتى واحد يحب مرتو. يكذب. البهجة في تشات. قالت لك. لماذا تجنراليزي. إذا لم تكن أبداً. لأنه يكون ميشون. يا مادام. لن يnellسون من القادم التطريقة. لم أسرد أن يكون ميشون. لم أسرد أن تطاعد أمم التطريقة. كنا نقول على التدريقة التي ستأغذر المجتمع. لأننا ستجنر على التصوير الذي سيئر على المجتمع. كتب هذا اللوتيتر وحبيت ديباتي فيه. انا حبيت نطلع عندي نرمي امو. قلت له يودي العنوان تاعك هذا ما حتى واحد يفهم على بالك. قال لي كيفاش وكذا قلت له روح نديره. يعني ماسيم رو يطرد يطرد في الشعار اللي يقول الجزائر عربية اسلامية. هذا الشعار اللي خرب لالجيري رو يقول الجزائر جزائرية. الجزائر عندها التاريخ تحلي رو ممحي رو منسي. قلت له ارواح تشوف نديره انديره غير واسمه انا ويك تجربة. نروحوا دونزين بلاست. انا نحكم عن كوان وانت تحكم عن كوان. انا نهضر على الدين بالعربية. ونتهضر على فيكتوريغو. قلت له شكون لي لقت الغاش يكسر. قال لي انت. قلت له فوالا. اللوتيت تعك ما يفهموش. لازم تفهمهم تطيم الله بروف. البروبلام مراهو جاي. باش يقدروا يكوتيو لك. انا كي نقول لك الزواج اكبر خدعة واكبر مغالطة. ما ليش نهضر على العلاقة الجنسية اللي بين الراجل والمرأة. هذك ما عندها حتى علاقة بالزواج. نهضر على مؤسسة الزواج اللي احنا كريناها وقدسناها. وبدنا نولدو نولدو نتكوبلو ايه. ولو قال لي ما يستاهلوش يكونوا امهات بقيران السوال. ما نستاهلوش ماناش مؤهلين بهجا. ماشي معناتها كي نقول لك الوالدين ميحبوش. ماشي معناتها هم ميشون. على تيتر برسونيل. لسنا مؤهلين ماناش عبت. عني انا عبت. ما كانش اللي يحب مرته. ما شوف ما تحبش مرتك ماكش راح تحب وليدك. راح تجيب طفل أخطاء سريرية. لا يمكن تسقسيه تقول له الطفل هذك يقول لك جاء غلطة. ولا غير غلطة يقول لك ولا غير غلطة. ما كاش اللي سي يجيب طفل برامورة. ما كاش اللي ينجمي صارح مرتو يعظر معها يعني يكسبوزي. لذلك يتنحلو المشاكل مثلا اللي كمبلكس. ما بينما يتنحلو المشاكل مثلا اللي. ما بينما يتنحلو المشاكل مثلا. كذا بيجيب طفل تكذبون. المرأة كانت تنحلوها تتنحلو الأورغازم من تحب. لكن تتخاف من رجلها. يقول لها أنت خلطة و أنت عرجر و أنت عرفي هذا الشيء. كما كهذا الشيء حاجة ناتوري. ما ما نحب نحن نتحلو السجارة السيكسوية. لأنه هو آخر الأمور. آخر الأمور. أجلو أن يفهم. أجلو أن تكون لها. أجلو أن تكون لها بهجا. على أمال يبدو أن تفهمي. والناس قاعد تفهم. الفوجيس تنحلو هذا الحيط هذك. اللي رأوا مخبينا النظرة. آيا جوباس. هذا القدوسية. هذا القدوسية. نتاع الأب والأم و دعوة الخير. و دعوة الوالدين. و روحة وليدين إن شاء الله ترباح. و هذا الوسمو. لازمنا نتأملوا فيها مليح. و نشوفوا حالة المرأة مثلا. اللي راح ترجع أم في الجزائر. المرأة رخيسة. نحالها قدرها. خد وقت ترجع أم. رخيسة. الجنة تحت أقدام الأمهات. يقعدوا ذريري صغار. مساكن يحبوا يماهم. سيفري. بسرح الأب يعفس عليها. والطفال يشوف بعينه. باللي يماها رخيسة قدام باب. الإسلام. رخص هذا المرأة و شديريات. واللي ينفهم دميناج. تسيق وتخسل الحواهج. والطيب. وتولد وساي. كما يقول وكي البقرة. بس هذيك المدرسة. الأم العظي. نحن ما عندناش. عندنا نحن الأم. لازم هاتجي مسكينة. ولازم هاتجي جاهلة. ولازم هاتجي متعرف ويلو. متعرف تحسب الصرف. متعرف تقرأ. متعرف تكتب. هذه هي الأم الحنون. الأم الحنون هي الأم اللي ما تعرف ويلو. لازم هاتجي جاهلة. وتجي محقورة من عند الأب. وتجي كي كعالة. وصاي. وصاي محقري. يقولون لهي محقورة. الرجل. ويقولون. يا هاتجي طفول. للغاية تنتمي من أستطيع أن أستخدم الكرام الأم. ونحن، لا يمكن أن نعرفه على يتداهر هذا الموضي. وصون، نفعلها الفيديو أو شيء. نفعلون مثل هذه المرسل. الذي من نجره أن يتخل إلى روطارا. ويجد إلى العشاء. وعشاء العشاء يعني الوليدة يخدم الصبح 100 سناريانة فوار هذي مكان والو الأم سيسير واترنشوز وليس أنها تكون دائرة فولارة في شعارها وليس أنها تكون لابسة بلغة عن نيلون لابسة مهينة لا تنجمش تصور مهمة فين فم لابسة مليح وتبرها موديل على الأم الحنون لابسة مليح لابسة مليح لابسة مليح لابسة الجبة والجبة تكون مصخة وتخدمها بلغة لا هذا هو الموديل الذي يتحرك لابسة مليحة والحاجة ويعيطوا لها ولاد الحومة يعرفوها ويرفدوا لها القذيان ويشفقوا عليها ويجب أن تكون مرمدة ويجب أن تكون مسكينة 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 ويجب أن تغيرك ويجب أن تغيرك ويجب أن تلعب في الدورة المسكينة كما يسمى يجب أنت الملاحظة ويجب أن أتبا لماذا صنعت هذا الموديل لماذا صنعته بهذه الطريقة البلهاء هذه الطريقة الغبية لماذا تكون ملاحظة قرية وفاهمة وضربة الحطة وديرها لليونة دو صولي وتلقى شعرها وديرها مكياج إن ماما كما هذك خير الطفل يتمنى لماما تعد كون سيدة إن دام ديماند سيدة عظيمة ما شير خالتي الحجة المسكينة القليلة ليش تحبوا الموديل هذك وزع مولاد الحومة قاع يعرفوها وزع ما يشغل خالتي الحجة ومكيش مشكل وريق ليوك وزع ما يرفضوها القضيان ويتزي تطلق روحها قاع تطلق خنائنها قاع ما هي ما صيم وين رحتي ما صيم طلعتوها أوكي اللي أحب يشارك يتفضل حصان فتوحه تفضل دك دوك لن نتعرف الكثير من عدد من عدد من عدد من عدد مهز ما صيم ما صيم ما صيم ما صيم حمد الله وكيف ما صيم و حصل يعودوا عليك و كما نقول أنه لا أستثقر للجرد فقائلني لديك أحب لديك أحب كنت ، الإوباء قال لي ايضا للميشان قال لي ايضا للميشان قال لي ايضا للميشان لا انا للميشان نعم. قل له ايضا للميشان ايضا للميشان أنا أحب للميشان هل لم أترك أخبره لذي أتركه يقوله ينضب ماذا رأيك في الماما الالجيريان ماسيم؟ في الماما او الالجيريان حبيت برك نفهم ماذا رأيك في الماما هذه القليلة الجهلة المسكينة لا نعمل الماما ونعمل الوالدين في الماما الالجيريان ماذا رأيك شغل جبلي ربي صورة هذا المسكين هي الصورة اللي يفتخروا بها لا يقدرونش يفتخروا بواحد متوقف واحد لبس به واحد يعفل به صنقي ماما ماديا يحبوا هذا المسكين ويحبوش هذا اللي يلبس به ويخدم على روحه ولا دادا ماما يلا مخدمش على روحه وبالك اعطاله واللي اخلاوله ورزقه ولا لا يحبوش يحبو دائما ان واحد يكون مسكين والمراعة اللي بنت فاميليا وهي اللي تصلح تكون ام وتصلح تكون يعني كما يقولون رجال وانا وحده تعدار ولا هذه هي اللي عندهم هذه المسكينة كما قلت ودوكات دائرة الفولارة وروحة ملة الهانة والدل على روحه وتباني لهم هذه هي المريحة هذه المرأة المريحة بسببه او تاخدار او تقفى او تحافظ على صحتها سوء تهي تحافظ على صحتها هذه عندهم شي بشكل فاميليا هذه عندهم سوء صحيحة ودوز وخارجة طريقة والعادية المجتمع تانا كيفيش يخبب والبروبلام دائما يقعد من الفوق وتحبط من جدودنا وتحبط أنا شفاكا نسمى كاين نوع من الشفاقة على المواطن القليل المسكين لا يمكن تذهب للإدارة يلعبوا الدور المسكين القليل لكي يشفق عليهم اللي يخدم في الإدارة سامحني مدرك لهم كوي كبير لماذا تشرب كلمة الزوالي تقضي في بلادنا يقول له زوالي يقضي لك شوالي يقول لك أنا زوالي الزوالي مصطلح خطير جدا في المجتمع سيبو عندو فيلا سيبو عندو فيلا عندو طنوب اللبس بيها يخدم لبس به ما يتوليزي تجور مصطلح الزوالي هذا أنا الزوالي لو كان نبدو ندكو فيه السامبول خطير جدا خطير خطير كمسي لالجيريان يحب الزوالية ويحب الفلسطينيين الزوالية وقللين وما عندوش مسكين الدراهم وما عندو والو لذلك هو المحبوب في الجزائر لازم تكون زوالي ما عندو ميكروفون شاعل سيبو كين فوضى هو تلقى خارب المجتمع يجب منكرا ويأتي لك وحد اخر يقول لك خليه الزوالي مسكين ما عندوش يخدم في حاجة صالحة للمجتمع كيف يقول لي مسكين حسنا 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 لذلك يجب أن تغيظني لذلك يجب أن تلعب المجتمع لذلك نشفق عليك ونعطي لك سوال حكس لذلك كانت تكون حطة وشباب وطويل وعريض وبيض ومثقف وتعرف انت مارك انت يا مارك والمارك هذا مكروه في الجزائر ومسلوين يقولوا عليه زواخ او يزوخ زواخ 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 يقول لك هذا هذا لا يرحم هذا ما يرحم هذا الزوال لا يرحم ما عندوه الزوال لذلك رد بالك تكون لابس مليح ورد بالك تكون شباب ورد بالك تكون حطاء ورد بالك سنانك يكون بيض وشابين ورد بالك يكون شعرك سفر وتمشط برسكورك تقول لي مكروه ومراحين يكرهوك ومراحين يلعنوك ومراحين يشوفوك متكبر ويشوفوك انت هو اللي سرقت لهم دراهمهم وانت هو اللي بيت لهم سوالحهم وانت مارك وتلعبها لازمك تكون التحت لازم تكون زوالي ما لازمكش تكون مواطن عندك السيادة الوطنية لازم تكون كلب باش هكا يشفقوا عليك ويعطيولك سوالحك اوكي رد بالك تلعبها مارك لكن كل مارك هو الفاهم لازم تكون فاهم لازم تكون غابي أحمق مغفل فقير قليل زوالي كيف تكون غالب؟ لا نحب فقط عنها لقد أردت عنها المجتمع غالب مصين ايه طبيعة بركمة والشيئ نفكرة كافواعد بالمجتمع غالب رأيت المجتمع غالب لذا لقد ستعلم بمجتمع غالب ايه اوه اي 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 ممتاز هل تتعلم بك لقد ستعلم بمجتمع غالب نعم انيا جاءت معنا انيا مساء الخير انيا كيف حالك يا انيا النار بدره وشعك لا بس اختي سلمة كنت سعبا انا ملاح سعبا انا ملاح سلمينا عليهم سوف يخصوه مع وش ملاحه دايما مشكلة تاعه ما عليش ما عليش قولوا له من بدر الدين راو بلاش وراو يفوت فيها قهوة بردة وخلاص هلك اذا عم تخفت اذا عم تخفت اكزاكتور هادي هي بدره واني كنت نسمع فيك مقبيل كنت اخذر على الوالدين ودوكار كنتوا تخذروا على مامو الجيريان انا جشو مامو عندي دوكاري كاتوغ زم ليراني مامو انا بلي وش معندها مامو بصح كينا حاجة بليك مامو الجيريان كي تخرج على النام تتعلي مامو هاهم ولادها يتعرضوا للتنمر هادي تاني بوان لازم تخذروا فيه ها titaniumار كنت نSee ما تحطروا لي مامو انا جشو المذكين فيك ها ت عل horrرجة لا تحطروا ليziestбоهم ها ها لا 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 ن points انتعرضaken ودايمن دي رابي دي كور رجلية دايمن بلفغني حاشك مع ما حبرت الله في عمارتي فهمت؟ تعيذ بالله تتصورين يا لطيف أنا لسانسيان نحس روح يتخب يا هكذا نحس روح يهيلا نينا انتي ما تصليش ما شو سيما نجايل هات السيجر تقلكها بضروب كان عندي عندي بنتي تقرأ بخم يغاني سيدونت جي لها واحد طفلة ببها سلافي دايمن تعيط لها بشي حلي كور كيف كيف دايمن 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 وش قاتلها البنتي في اللخر؟ قاتلها ماماك دايمن كمانج يلقها بالفغني ما تصليش؟ يعني وش حبيت نقول لك يعني ما امتاز عما يقولوا تحب تعيش كما قال هذاك تغرد خارج السرب يردون جداعزين يمك لخل هذاك السرب بسكو على يقسوني باليدلي توجعني ميزون فون اه ماماك تسوق طنوبيل زواخة على بالك بالي طنوبيل كانت ممنوعة تسوقها المنافس السعودية؟ قابلك بلي هكو هكا قابلك المختاعك يتهرهر مين تسي يدير الدراع بصحية بيو عليك بيهم؟ فهمتني؟ ما انت ايه؟ بسكو الوضو 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 لن يتحق يبسع زواختي زواخة ما عليش حالي يأخذ كيفي ما عليش انت غاويتك الدنيا دنياتاتك انت غاويتك انا اخوطت لهذا فلمهرات وني جنت الدنيا وانا بعت لكم تعال اخرى دعوه لي تراوكيل انا قلت انا انا مان في لا فامي اقول انا اخوة نعش جنتي في الدنيا قم بالمعلية من شديكا عليكم يكون عليها وخلاص واحد ما يسنى وتاني كينا حاجة وحد اخرها بدرو حبيش نهضر عليها على على الوالدين مقبل كنت اهضرت قول مشيق على الوالدين والدين دوكا اتسمع فيها بدرو علو 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 وي 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 انا نسمع فيك انا نسمع فيك قلت لك مقبلة على الوالدين نقصد هضو الوالدين ما هي الوالدين في الزاير ستنسوجي تابو مانقدوش نهضرو فيه باريحية وحد ما يقدر يقول موش جوز هو معي فاغن تاعك وتحشم حتى تقول موش جوز معي فاغن تاعك يالاو احنا انا اشغل صح لفاغن رضوهم مربوبة وانا لاني والدين انتاني ذكرني والدين وانا نسي الماكسمم من دير شوش دارولي والدية سي مالهرو ديغ سا ما صح كاين والدين ماشي والدين ماشي والدين مانتا صح ضيعونا حياتنا كالكبار ضاعت حياتهم وحبوه يخلونا نمشوف لما شما معهم سي ديفيسيل باش تقول هاد الهضران باش يعني دو كانا كارونتخواز مازالني نخاف من والدية نشوف لك شوش وسموين يقولوا بالليل وكان مطاع شوش ما يكونوش والدك راضيين عليك ما يتخبرش ما يتخبرش الدعاء تاعك وربما يشوفش فيك ما يتخبرش ووسوء حالتك من طاعة الوالدين زعما إذا كنتوا تفاهم مع والديك وديروا شي يقولوا لك ستكون بياه في حياتك إذا ما تفاهمتوش وما رضيتش والدك راح ربي ما يقبللك وحياتك تخسر وقنعونا بهذا الشي ايضا ودى أن تغلق وقلتك مهم واولا ايضا المختاعك دايما يقعد مربوط فيه وما تعيش تواجهي المجتمع بهذا الشي هذاك هنا في العقلية تارنا ايضا لهم بيجابة لا تريسي حياتها يقولك هذاك عنده دعويل والدين لا يحقق بك لا يحقق بك هم يحقق بك هم يحقق بك ويحقق بك هم لا يحقق بك لا يحقق بك كانت خطأ سريع لدينا نحن نقول لا يحقق لا لا هو إرضاء المجتمع بالإنجاب هم مربحوا في الوالو يوري لك بلي يعرفهم جمع براءة مدرسة لا لا و تلقاهم زعمها 45 عام يقول لك نجي بالأخر باش نبال مزاني صغيرة تم حياتهم كامل مربوطين بلا صيتي وشيقولوا عني ناتما أنا مدرتوا في حياتينا فغلنا ولد كل عام و هادوك اللي ولدتهم وش علمتهم أنا في الدنيا وش مديت لهم ويلو ويلو أنا كينشفاء ويلو ضررررررررررررررررروره انا طفلة وعيشها مع درنا لو كان ما نخلص كل شهر يقولوا لي ممنوعا من العمل صافي في الدار ولا ما تخدميش برا ولا ما تخدميش ومشي تكوتيزي هل تخدميش برا ولا ما تخدميها؟ ما تخدميش برا ولا ما تخدميه؟ انا تخدمي شهر يقولوني لا تخدميها لك ومن المدينة لا تخدميها لك لكي تخدمي التجرية ارجيرية لا تخدميها عشوا الجنة ليشوفوا الجنة وتجهبها من بعد من كان ها المن أشياء عارفها التي تبدو عارفها عيب ولا حرام لا تطلع في الكاتيجوري العيب ولا حرام وبعد النهار النهار تزوجت ودرت الدراع قلت لهم خلاص تبدي الاسمي ما عندكم ويلو عندي وش قالوا لي هاد عوة الشر يربحتية ربح خاين سوك ايه هكذا ايه هكذا يربحتية يربح خاين سوك اه لا بسه او بان ويليا متل وننتصر لي حاجة ونقول يخى دعوت يما يخى دعوت بابا هادو كان كلوما يدعوا بلدنوب فقراس مولاه الدوب ها هيا روح وطو روحوا 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 وخلاص خلاص خلما نقول كلها ماشي الليح روحوا اي عيوا اعلنها يا الشيخ اعلنها اعلنها يا الشيخ ما موغل مماشينا انتي بزفلة نو هي صح شوفي شوفي شوف انيا انيا والله والله نحن احنا يعني هذا الشعوب المتخلفة هذي والمتدينة والمتدنية البروبلا متاعنا ماشيز عمالي بارون ولا مام هذو كرام سوفره اوكي ما احنا انتوليك احنا اوني بريزوني دو نو بونسي الو كونسيبت اللي خدمناه مام مام يعني بكل صراحة انيا انتراكي تحضره هكذا وانا ينحضر هكذا مفرافيريال سي ديفسيل باش نخرجوا من يزيدي هذوك بس كل البروبلا ما يوفون دونو مام لازم من ديزارتيو اعلى وشهرانان اعتقدو ما عليش باقدو اقول لك حاجة احنا 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 يخي لانو احنا لانو في هذ سنسلة نسيو احنا هذ لانو نكسروه باش حنا من ورد باش نبتنا انا اخلاس اخلاس وهذ لانو باش يكسر انا كبرت باريزم المددو غير يونيدي بارك ما عليش نمد ايدي هكا بيرسونيل يعني كبرنا في مجتمع انا كعكبري في مجتمع كيف كيف يختلف شوية من ضعقة اخرى اه كبرنا في عائلة متدينا متدينا احنا احنا اصلا كنا نصلي جماعة في الدار كل يوم وش بيك كل يوم نعرى وحيز بتاع قرآن في الدار انا كنت حافظة ساعة حزاب كنت نقال سنة زوجة وما تقول ايش ان اسمعت الكشك تاني يا الكشك وجمعتو كشك كنت نموت عليه وش بيك صورتوك برشكو علاه برشكو علاه برشكو علاه برشكو علاه برشكو علاه بكلمات دقيقة بكلمات دقيقة برشكو علاه برشكو علاه برشكو علاه تديون تانا جماعي برشكو علاه 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 المشكل الكبير بزاف المشكلة في ريسان الداخل اني باقصي فاسيل دخلونا الفو كريه اهو دفوع الفو كريه اهو دفوع باش واح استكلمت راح تحليت الباب جان سيبي وعاودت ولي تسمحوا لي على بيها بطيت على بيها بطيت بيها بطيت وعاودت قبل نظر تبقى على البالك وشراكم واشراءو هذا وشراو هذا وشراو هذا وشراو هذا على البالي جيد اصبتوا يرواحكم وانتا مع البالك حتى واحد وشراها وانتا مع البالك حتى واحد وشراها انا لا صديق الوضع المشكل صحيح تقعد مع رأسك وتقعد مع كتابك أو تقعد مع البروغرام واللوجيسيال سوف تخدم وتنتج وتبدع وترسم وتكتب وتدير فنون كبيرة لو كان نقعد معك شوى حدا ورح يحكي لي على أخوه ويقردش لي في خطوه ويقردش لي في جاروه أو يظل هدرة العيانة فنحن فارغ على بلك بدروا يا خيامك لفاكنس أنا نوضى 5 أور جيماتان بشيب خوفي تصبح نقعد في الباكة وحدة وحد ما يقلقني زاوش ما نشوفوش حتى زاوش ولا يقلقني وحدة وحدة ما نحب حتى أحس أباك نقول له متعة متعة الإنساني نظم ما يشوف ربح حتى إنسان متعة ولا غير متعة نورما ما تنضي الصباح تقومي بأولادك يا آنيا تقول لن فاكنس نضع 12 أولاده الحداش 12 8 أولا ولا تقيب القهوه ننجل بعقلي نشيخ معها بعقلي ونزيد فنجل دوزي نعم يقول لن فاكني تقتعب سير التراحي يعني 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 نعم نعم وعتدي بيسبب سير التراحي اني يقولوا شي يحبوا بنكس منه غير يقطعوني يا مادة بيا من Ordina كنت أنا و راجلي جايبين صبوحي صهرين جايبين صبوحي أنا قاعدين في الصيف يدين بكري الفجر ونشوفوا الناس جيين من الجامعة ليكملوا الفجر هم يمشوا يخزروا في البالكون تعال الناس يمشوا يمشي ديارات ويقرع ويخزروا قال لي يا راجل يعبك ما هو يقول قال لي ويقول التماء الجهنم أنا يا كنت نصلي الفجر في الجامعة قال لي شوفيك ما هو يخزر في الجيران يشوف الضوك عطافية كنت وجبتها صح هذا ويمشي وحاسب بروح أخر من الناس ما هو يخزر؟ نعم طبيعة أنيا صحيح أبيعك صحيح أبيعك طبيعة هذه يخزروا في دقيقة دكتور أخلي 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 هؤلاء الأخوة صحيح أبيعك يخزروا في توقيتها يكون جايز يلقى تاقة مفتوحة ليس جوز يقع يخزروا في تاقة قبل شوفي شوفي أنا معدي مشكل مفتوحة أبيعك أنا معدي مشكل يخزر وين يحب هو وش يحب وقته ما يحب أنا تاني كي جوز علي نخزر فيه من الفوق للتحت أنا وليت هيدا ندير بس كي يمشي بالقامس ويدرب الريح ويقولي كما ولدته أمه أنا نقعد نخزر فيه بالعاني باش نكمبليكسيه كي ما يدله هو ندله أنا ههههه لا ماذا ما melanتغذ كي anything حيث شين Because النيتغذر جغذر أución ولدته أمه ليس نعم النيتغذر صدري يأتكسه من مهت حدرة يجب أن تكون مارك لا يجب أن تكون مسكين يجب أن تكون إنسان مثقف يجب أن تكون إنسان تهدر أنا يا كيكي كما يتقول آنيا نفوت على أبو لحيا يبقوا يشوفوا فيها ويسنوا فيها نقول السلام عليكم على جلال لحياة تعوه أنا نفوت نبقى نشوف فيها نشوف فيها حتى يفوت عليها ما نقوله أولو ندير له حجرة في الصبات ونطلقه نبدلوا أنا النوض بكري نحب النوض بكري نحب النوض بكري نروح اللقاط اللقاط حياتي واحد النهار مور لفجر جالية واحد بو لحياة خرج من الجامح قال السلام عليكم قال الله يبارك نشوفك جي بكري ونشوفك بيان يقول لي بصحكين حاجة ننصحك كبرك نصيحة يقول لي مقدمة كبيرة كبر متعب نخلدون قال لي لو كانت صرر الفجر أنا باقي ساكت نخزر فيها نورمال قال لي كنت صرر الفجر قال لي فيها باركة قال لي فيها باركة كبركة 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 قال لي جنيتك لا لا قال لي تنصحتي قال لي هذا مكان هذا الأمر بالمعروف والنهي عني منكر هذا ما زاش تدار من الجيهة قلت له ما يخسي وشكت ما شنفت ما ضحكت ما نورمال مو تقول ليش نورمال مو تقول ليش ما يخسي نورمال مو تغرغر الدمعة في عينك نورمال مو تحسي يجب أن يحسك بالي تأثرت يجب أن يحس لا 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 يجب أن يحسها ما عندهم حدهم مثل الحوثالة هذو ما ولكن كما قال لي انيا يجب أن يصليه يحسون رواحهم بالي دارو أعظم حاجة في الحياة اللي هي السوجود والركوع الربعة على الصباح في المسجد صلاة الفجر وصلاة الصبح هي أعظم حاجة في الدنيا يشوف يروحو بطل يشوف يروحو انيغو ويشوف الشعب قاع اللي ما راحش للجامع يشوفو انسان راهو راطة حياتو وراطة الجنة وراطة الريضة تعال الاله سيبورسا يشوفو الناس يشوفوهم بالتعالي بالنرجاسية هذهك تعالي ما تعرفش سوال حق الناس كانوا يستجدوا للرب على ربعة تعال الصبح وانتا تصبح راقد ولا تصبح الدير في التجارة ولا تصبح قاعد ولا تصبح تقضي في سوال حق لذلك دخلوا الوصول عنهم سلوحته واني قالوا صلي اذهب للجامعة صلي وقوموا بتصبح الوش تحب عندما انتهى الوفاته سيكون لجامعة صلى بعد ذلك يعطي له روحو سيسمح الروحو انه فلاجه ويقوموا بتصبح الوش تحب يخزر في بنات الناس ويحقر ويرشي ويبسح يبسح هو عدمه بالي الصلاة تمحيله وقع الذنوب تمحيله بلو كما الحج يمحيل بلو ايه هما انا نهلي قلت لهم ان الصلاة تأمر بالفحشاء والمنكر قالوا لي لا لا راك غلط ماشي تأمر تنهى لا لا قلت لهم تأمر علش برسكو الصلاة هي اللي تقول لك دير وش حبيت ان الله يخبر الذنوب جميعا الا الشرك انت ما تشركش بربي ودير رأيك هذا ما كان بدرو بدرو نحكي لكي نسوا غيال لسراتي انا ان 2008 او 2009 هكذا يعني ها في هذا الوقت كنت هنتزوج يعني او 2009 تخطب المهم كنت نخدم كنت نخدم في واحد الارجيون في تزاير وعلا بزاف مع مراب السلافية الحراش الحراش مكشمي عرش الحراش المهم خدمت التمام بو مومو دخلت نخدم في 2005 اللي تم بديفت الخدمة وانا روح وانجي وضربتها في روحي وشهرية جديدة ونوح بالنيني وحدي حالة وانا عمبت لياني فوليودان انا نغرف الحراش المهم طيحت له مخشينا واحد النهار جتني واحدة تخدم معي قتل يا راجلي عنده قهوة هاو يجي له الامام تعبالفور قال انا حب نختبطف لهذه وقال له اذا وفي عقله امام قتلي ايه امام قتلي امام قتلي والله عماليتين اخا احكو بني بلك اكو غارطين كيف يشوف يا الفحشاء والمنكر نمشي بيخز القيط لك الامام هذا التبرج قاعة ويحاوس يبديني امام تبرج كبير كنت فيه تبرج كبير وبد اروح يامات هكذا هذا يبيني قالها شوفي شوفي نعيمة قالها روح يقولي لها الان يا قال لك بلي انا ان شاء الله توب بتاعك علي يدي اياه بإذن الله وانا راضي بك ان شاء الله احلا توبني اشوف احدها تايبة انا مش يحبها انا مش يحبها كل شي منها يستمتع وفي الشي اللي رعوا يشوف فيه ومنها يتوبك هذا مكان مش توبني انا دلني في شكارة جلباب وحجاب وهكذا وندير الحلاقات. يخاه. شور شقع راحي. بصاح باش شوف يعني. علي مدرك معايا غض الباصر. علينا تحوس علي تزوج بيا انا. امامتي. امام مع انيا ما تجي شقع. اصرتي شهوته او يا انيا. نعم. اصرتي شهوته او. هي انا ما فهمت. الماء يتخلط بالزيت. ويشوفي مدرك ناري في طنوبيل. والله الله. وشعب يضرفي الريح. يجي تقول لي. انا انت وبقرين. وابني انا متجز ندير. لابنتي من عند والدية. بش نزيل ندخل فيك انت. لا لا. هذه السواق هذه. كان حضر فيها راجلي. امت. وبعد اخطبني. يقول لي. يا اغر. كيفاش سبح روحو يدنالك. كيفاش. انا قلت لك. راجلي هذا تزوجت به. وما يشبه لي حتى تزيري ماذا؟ تفيرون؟ معلتها كان هارب الزمان من هذا العام أنا نهات زوجت به قتل عجوسي هذا قاوري تفيروكي معنا هنا ما يشبهش تزيري ما يشبهش قاعد تزيري ما علاقاش قاعد عاجلي ولا علاقة مع تزيري أنا قلت لك تزوجت به جات عجوسي قتلي سمعته وبي قتلي هذا قاوري قلت له ايه معا من طاحن أنا نزيد نحبطه في الحطة يا خاني الكبرون لا نحبطه هنا ويتوبه أنا ما جيت نلقى هذا الحبه بالسيف حبه واحد هيدا كان حبه قاري نيفو أوفاق ما يكوم بليكيش ليشوز أنا ما جيت نلقاه بالسيف أنا لحقت 29 عام بشي لقيته تقولوا لي أنا نعود نغدوب ليني تقول لي لي توبه نحن نحن تحكمينا حتى هي ما زالت بزاف ومعته بلغدة تاعي بلغدة ahahahahahahahahahahahahaha أريد نفيتها مرات ؟ ني أديت إنسان لا أنا أحب أديت إنسان هناك حاجات تناقض الفلسوسيتي لدينا انت تشوف بولحياني جايزة عليها ويزوم فيها من فوق الالتح ويطول النظرة على قسكو عليه النظرة الأولى عليه والتانية عليه بخي هما هكذا عليها يطول لك في الأولى باش بيزيش حمراسو يقاودي ايه يقول لك النظرة الأولى ليه معليش حلال بالصح وش روده زيه ما تعودهش هل هو وشي دير يطول لك في الأولى نكملها مع ذا الثانيات دوري حتى الدوري حتى الدوري حتى الدوري حتى يضمن بليلة كي درتي باش يحبسها هكذا هما هكذا هما هكذا نحط لهم البال هكذا يا هكذا عاملين يا لغة السنة أنا كنت في الصحراء كنت في الصحراء طلعت معا تكسير وفي الصحراء لازم عليها نرمي جدا هذيك الفولة على الراسي بس كون جبان جبلة كبير عليها لم يكن أعطي الخدمة على الجريس أعطيته من الذي طلعت هو استغفر الله أكتوب إليه قلت له حط ربي هنا حطني وينك تستغفر؟ وينك تستغفر؟ حطني هنا لا نحكي التاكسي لحد أخر ولا شاب أقعد رأسي يوجع للصحراء والصحراء 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 يدل لي القرآن في الطريق أخي رأسي يوجع قلي شفاء رأسي يوجع أنا أحب سكات يعني كيف يتعاملوا معك يدخلك بسي في عقليتهم بسي يجب أن يكون الجزائري المختلف لكي لا يعودوا إلى الناس ويفهموا بالكائن المختلف الذي يحب الدنيا يجب أن يحب العيش وفي نفس الوقت ينشر العقليات وفي أولاده على الأقل وكثير عندك بناتك يعني أنهم لا يستطيع أن تستمر الجزائري لأنهم يستطيع أن تستمر بصدر الجزائري أيها نعم لا يستطيع أن تستمر بصدره لا تقدر لديكم الهواء لكنهم كبوتين لا يجب أن يجب واحد الذي لم يتجد المبادرة لديهم أساسية لهم كيف يرون واحد برنامت أشياء أمورك لكنهم كبوتين كانت صحبت درجة الباب كانتظر في القنوبل وكانت نحي دخلتك لهم تنحيه في القنوبل تنحي أخلي انكراه بابا الناس لهم كبوتين لا يستطيع دعونا باسكو الدين ليس يقولون انه بالاختيار وهو اختيار لا عندنا اختيار بضروف الزاير لقد قلت لك قدمة انا شوف قدمة انا قبيحة ونواجه بس احجي حاجة ما نقدرش عليها بغلمة لازم اللوح يفوق لازم اللوح يفوق لغ على راسي في السود لأنهم ينبسون جلابيب أو حجاب جميلة أنا أخذت بطنطالة وعف ساق سيران ونلعب كذلك الخيمة هل يروني هكذا؟ هل يقرون بناتي ولا ينبسون كما أنا؟ مساء الخير بدرو مادام هانياد بدوغ ماسيم السلام وعلا شكو انفكرني في الآسم هشام يا بدرو هشام وشرك خويا صفاء لباس خلقوا السلام على من اتبع العقل على من اتبع الهدى وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وابتني بنعمة الإلحاد يا راطيف يا راطيف يا راطيف يا راطيف وشركوا لباس لباس سلمك هشام مرسي مرسي وعندنا مادام ليلي اوسي رحي معنا في الكومنتر نرحب بها نيابة عنكم بدرو تعرفها ليلي بياسير مش كل ما يعرفش ليلي وعندنا مسير الفنكوغ وصي هذا صديق لينا راهو في برجاء وليوم اول مرة يحضر معنا في قول كل شي يحبوا يتطلعوا يتفضلوا عندو عشرين قلب يمحينك اه هو لا احد ما ينجملك ايبورتو ربي قالك ما كاش راجل عندو قلبين ما كاش كيفاش راجل يكون عندو قلبين وعندو عشرين والله ماذا بيه يطلع اطلع الوانكوغ اطلع الوانكوغ الوانكوغ صحبا بدرو لا باسوا يا الله يسلمك اه رانا ما في كل شي اليوم تردشة عامة ما فيش موضوع معين يانسير قول كل شي هذه هي قول كل شي كل المواضيع مرحبا بها بعثوا لي فيديو يا عبدو يا بدروخو يا عبك والله ما زلني تحت الصدمة عبك شفتوا عودتوا ما نش عارف اسكوغ القديم ولا جديد ولا اللي بعثوا لي ما ما كاش على بيله شفتوا انا شفتوا دي جاوزة بعثوا هولي كنت او بتقريهم كيفش عذاب القبر و كيفش اللي في الدقاء انا خطيتو في الفيسبوك ويديروا في الدقاء في الاخراء يا حصراكي كنت صغير يا هيدش مش هل سمعت لي قصد تعاذب القبر أوها لا ذكو مغ eve مصراحيات داخل القسم تسيب أستاذة لبس الحجاب والبناء تقع لبسين الحجاب ولفدين واحد الورق هكاية الخير والشر والصلاة ومنش عارف ودير لهم في المصرحية مع أن تتصور لهم في القصة قصة تصويرية كما كنا نديروا بكري محادثة في القسم هكاك ولات المرأة الجزائرية المكبوتة اللي ولات يعني كما يقولوا مرشدة مرشدة دينية دخلوا للمدارس دخلوا الوزارات دخلوا المجالس الشعبية راهم في كل مكان قاعدين ينشروا في هذا الرهج التاحهم هذا وننظن بالليحان الوقت باش نتحركوا شوية باش الإنسان يرفض هذا النوع من التبهليل هذا عيني عينك ديركت سواء في هذا الحصص ولا في المعيشة اليومية لازم يرفض لازم يبدل العقلية لازم يربي ولاده تربيه وحد أخرى لحسب عقله بارسكورهم استعمروها البلاد استعمروها يمشيوا بخطة مدروسة كتشوف أنت العقار اليوم في الجزائر وريل ستيت وتلقاهم يعني يراهم عندهم عندهم يد كبيرة على الرسورس فرانسيار يعني عندهم الدعم مام الأسواق مام الأسواق منتاع الخضر والفواكه يقعبوا لحيام يعني أنت يقدر يأثر لك مام على البري منتاع لزليمه يقدر يأثر لك في الاقتصاد وكان يتفاهموا في المسجد يخرجوا يبيعوا الخضر بسعر معين تبراسك هو ماذا القليم يتحكموا في الأسواق هنا خلاص تحكموا في العقول ولكن الآن ينفذوا في الخطة أنهم تحكموا في الاقتصاد والسيء والدولة الجزائرية بيش تقعد في الحكم يساعدوها الإخوان هذا وما في الإديولوجيان تحهم بسيصنعوا لهم شاب زوالي يحب الفقر ويحب الإهانة يحب يتعبد عبد يسكلاف يسجد ويركع كي تسقسيه تقوله كيف حالك يقولك الحمدولله هو ما عندوش عشالي له يصنعونه في هذا الزوالي الفقير المحروم اللي كنا نهضرو عليه ويصنعونه في الأمهات الغبيات الوقيحات اللي لابس هذاك الجلباب ولابس هذاك الحجاب والبلغة تعالنيلون الجمال قاع مكنش البوتة تعالي فام مكنش البوتة تعالرجال الشعب قاع ديبريي الشعب قاع لابس فيستا كحلة وسروال كحل وتروح للإدارة نفس الشي الشعب قاع ديبريي ديبرييتي ديرها حالة الأطفال انتعنا البز يسميواها البز ها اضرب على روحك كيش مشكل وصنعونا يعني عقلية البدو منتع الحجاز رهم يضروف لالجيري والجزائري والجزائري والأسرة الجزائري واللات ديرها كي رعاية الغنم اللي يسكنوا في البدو كيش جيطانو بنعداس ولينا قاع بنعداس بنعداس قاعرانا ولنا هكذا أنا أنا كيش هكذا قميصة ايه القميص وما نشعرف وش السلام عليكم واللحية رهم رهم ضيعوا البلاد رهم ضيعوا الشعب نرمال مو دقوا نقوس الخطر بلادكم راهي في الحظيظ قل سرحا السلام عليكم فالالغيري اتضاف المنزل وعالفة الملترول وعالفة المباركة نعم ممو نعم هش كوني تفضل هيشام كيش ما تحب تقول وش نقول بدر وانا كنت عندها واحد دوجور لتر واحد جور كنت تانيك في بث واحد اخر تا واحد عباك نفرح انا كنشوف شباب يعني شباب صغير ماما وبالك من ولايات يعني صغيرة ولكن عنده بعي كبير ويحكي في نفس المواضيع وكلش يا بدر وطلعوا زوج جزائريين مقيمين ابرامو في النيجر ولا في الساحل ولا في هديك سينيكال ولا تكلموا العربية بيان كوينفو من جماعة نظن يا بدر وهادو كيوسموهم الهجرة والتكفير وكذا بدروا انا راني في تيكساس وكان فرق زماني تا سبع ساعات بيني وبينكم من الحوار تاحهم هداك خفت حسيت لبرودة عالموس في الرقبات هاي يرهبوا في الناس ترهيب كبير وقالوا باللي ما كانش جزائر قالوا كان ولاية وكان خليفك المسلمين امير المؤمنين قالوا وانا كملحد وكذا قالوا تلتزم نعطوك بالليتي هي احسن اذا ما تتوبش تخلص الجيز يعا ونعطوك لباس خاص تولي لابسة لابسة سبيسيال بش الناس كل يعرفوك باللي ركماكش مسلم وزع ما تمشي تمشي انت في الطريق لازم تخلي المسلم يفوت تحبس له تحبط راسك تخلي المسلم يفوت وباش تفوت انت تمشي الحيط الحيط تمشي من الحيط الحيط ويهضروا بكل ثقة في النفس ايهو المثقف انا 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 فشني حيران هذا العراية هادو يهضروا بكل ثقة بتبهليل تحموا الافكار البهلولة تحموا ياخو يهو المثقف الجزائري الاكاديمي الجزائري ساكت ويخاف ومهبط راسه وكيل حق الدنبول الحياه يهبط راسه ويخشع ويخنع ويسمع ويبلع كيس كيس باس كيف انت قاري قاري على كارل ماركس وقاري شوفنهاور وقاري فريدي مكنيتش وقاري الفلاسفة الكبار وزعمه والتاريخ والحضارات وقاري في الجميع ومش عارف كي تلحق قدام جاهل كما هذيا تخنس وتسكت وتخبط راسك في اوروبا في عصر النهضة وعصر التنوير ناظولهم الناس المون متنويرين مثقفين ناظول الكنيسة ناظولها حطوها عند حدها فيجي لك ده واحد محاوز من القرية دالي شوية شعر في وجه كي تلحق قدام وتهبط راسك وتسكت وتخاف اتكلم ناعدين امك قاعد اهدر تكلم قول الحقيقة اللي تعرفها مد رايك باش قوموا يسكتوا علينا ويحكموا برايسهم قلت لك ثاني يبدرو تحسوا تحسوا باللي مخطط اه بانكم ينفو محكم عارفين وش ميديرو اه مراهمش اه في الجزائر ريال مو هذو كالليتات توحم الكبار وراهم برا الجزائر بارامون وعارفين اه ماما ذكر جون قالوا والجيش الجزائري قالوا كافر يقتل عقلية التسعينات نفس الشي نفس الكلام هذا الدين الاسلامي غريب الاطوار طوروه ناس عبر القرون واللي جاب تدل على حساب قوستوه تصيبوا متناقضوا في نفس الوقت مجرم مجرم يحطم كل الاوطان ما كان حتى واطن ما تخللهاش الاسلام وما حطمهاش ما كان حتى واطن الا الا الاوطان اللي غلبوا القوانين الوضعية بتاع الانسان على القوانين الدينية اما الاوطان اللي تمشي بقوانين الدينية وبالاديولوجية الدينية وبخطابات المساجد كل هذا الاوطان نشرت الكراهية وعلمت الاجياء اللي يرفضوا السلاح في وجه الدول تحم وفي وجه الجيش تحم والاسلام هو لانشر الارهاب سوريا دمرها الاسلام العراق دمرها الاسلام اليمن دمرها الاسلام ليبيا دمرها الاسلام الجزائر في 90 دمرها الاسلام مصر دمرها الاسلام لبنان دمرها الاسلام فلسطين دمرها الاسلام اليهود يعلموا في ولادهم في الهندسة ويعلموا فيهم في الطب وكذا يديوا في جوائز نوبل والأمهات الفلسطينيات يعلموا لولادهم في الشهادة الاستشهاد يا يهودي وراء يهودي تعالى فاقتله يعلموا في ولادهم في الثقافة الدينية أنك من يطلع النهار وتتهذر على الجهاد والاستشهاد ها مليك الفلسطينيين هم قريب يكملوهم هم ماتوا قعماتوا هذا الدين هذا يا وشنه الحل مع ربه هذا الدين هذا يا العجيب هذا الدين القاسي هذا الدين المجرم هذا يا شكل عنده الشجاعة بش ينوضليه شكون نزق خيفة منه هذا الدين العاجيب حاربناه في التسعينات بالسلاح واليوم رانح نحاربه فيه بالكلمة دين مجرم البلاد اللي يدخل لها يضيحها ولازمك تتبعه غير هو برك لو كان تجي ضده لازم يقتلك ولازم يمحيك ولازم ينحيك هذا الدين ما يحمل حتى حاجة واحد اخرى لازم تحبه غير هو وتعشق فيه غير هو لو كانت راح تجري على اسواء الحك يقولك نو حط حط عليك الدنيا الدنيا فانية رواح قعد معي رواح قعد مع الدين بتاعك رواح قعد مع الاله رواح قعد مع الانبياء اختيك من حياتك وختيك من ولادك اختيك من والديك اختيك من الاقتصاد اختيك من بلادك بلادك تفنى قروب ساعة سوف تشرق الشمس من مغربها وتخرج الدابة والمسيح الدجالوي اجوج ومأجوج كي تموت واش راح تدي معاك يعلمك هذا الامور patterns يهدم بلادك يهدم الوطن التاعك يهدم لك الافكار الاطاعك يهدم لك ولادك يهتم الاقتصاد يهدم لك كل شي لازم تقعد وتعتى له دراهام تعطى له وقتك تعطى له جهدك تعتى له هيدك والو الدين ما تدي منو الو لازم تعطى له مرك فى Couple قد يعت Lemon buttons منذ يعتى لكygين بعد الموت fabric Tration Out they put it onoto بصحف الدنيا ما اعطيك ولو محمد صغير انت اظن داير ربي ما خلقكش حسب كلامك شوف رفد علي يا ربك وبشق قود خرج علي بك بدين ربك انا ربك ما علي باليش به اه يا ربب روح احكمه عنقه وبوسه وديره في في عبونك الى حبيت يقود بك بربك ربه نادر على الوطن ونادر على الاطفال ونادر على الشيوخة وعلى الناس اللي يسفروا وهو راه يدفع لدين ربه نادر دين ربك صدق عليا يلعن دين ربك هذا اللي رك عاشق فيه احكمه خوضه ربك هذا ديره في الترمتك الى حبيت نادر دين ربك اوكي هشام اسمح لي راني سخونت ما عليش مد الكلمة لليلي مادام تفضلي مادام مادام شكرا لليل سلام علي للي واشناك يفتي واشناك سبا واشناك سبا فميزة المفتق لتعرف مما يشير، كتبه يسمى على اندرات كعبا اوجد كعبا القرارة التي يشيرون لتعرف مما الارضة المسكة لتعرف أميزة المسكرة كما تفهم أخذ هذا الرمز وهذا الفيب العديد من هذا الصفحة وما تفهم؟ تفهم؟ كما تفهم الدباب أن الناس لحذب الحرير تفهم، أجب أن يريدهم من التاريخ على الحربي الحرير أو أحب أن أحب أن يغطي كامل ينسينا في التاريخ التي يحاربوا مثل كما إفتان، كما مايو، كما أودا كما تحاربوا ينسونا فيهم وكي يحبوا يحضروا على المرأة الجزائرية كي يحبوا يقولون في الخطابات كي يحبوا يطنازع ما موديل دو فام اللي لازم نتبعوها كم موديل للجزائرية جامي جامي في حياتهم ما ذكروا اسم تاع واحدة مجاهدة، جامي كي يحضروا يحضروا غير على أمهات المؤمنين من جامي ما نسمعوا اسم تاع حاسيبة بن بولي تاع جميلة بو خيرد، جميلة بو باشا كامل المجاهدة التوانا ألسوا إن كوني وباتايون ما يحبوش يتذكروهم ما فهمش وعلاش تقول الكلم حتى واحد ما حضر هاد البلاد ما يهضروش على المرأة لأن الإسلام أرجعه الهوية الجزائرية تحولت من الوطنية بعد الاستقلال الوطنية لعبة دور ونسات الشعب العقلية الدينية ودخلت له في عقله حب الوطن أنشيد الوطنية وتحية العالم في المدارس هذه العقلية الوطنية وعطيت للجزائريين نوع من حب الوطن وحب الأرض وحب التاريخ الجزائري وكذا لكن في التسعينات عاودوا لعبوا لعبة فرنسا وعودوا لعبة واحدة أخرى نحاوا الوطنية من الجزائريين ودعوا لهم التشكة انت الإسلاموية وبالي الإسلام هو الصح ماشي الوطنية هي الصح أنا ما نحبش ننسى التاريخ نيضال تاعنا كيفاش حرفنا بلدنا كيفاش هاد الدولة تكونت وكلش أنا ما نحبش هاد التاريخ ينساوه يحبو ينسيونا فيه حبو ينسيونا اللي ماتوا العلاجة هاد البلاد اللي نعضلوا اللي داروا المؤسسات عنا كمام تاريخ اصيب غي ستابه يجر بصح عنا تاريخ اللي نفتخروا به هاد حبو ينسيونا ميحبوش يهدروا عليه ما جتخوف هاده سيقرار بارسكو الاماس الاماس انتع الاسلاميست سي ملتبلية ووالله شعب كبير يلسون بارتو في الاسكول في الوزارة الإعلام في كل بلاس مملي تقدم الأحوال الجوية بالحجاب وبإذن الله غدا سيكون التقص بإذن الله إن شاء الله بحول الله بإذن الله إن شاء الله بحول الله غدوة الحرارة تكون 25 درجة بحول الله 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لماذا قاعد في الفياف اللي هنا في تزاير بدرو نقدر نهضر تفضلي انيا شكرا بدرو اسمح لي اني ندخلش ها نخترامي نحب نكمل لا معنىش فوزات ليبرا هنا شكرا بدرو شوف بدرو بالك انا ما عنديش لصف واغ تاعكم كامل معتا نتعلم منكم كين كون نسمعلي لايف ما مليلي انتباعلي بيبليكاسيون بتاعها ويدي اجبوني بزاف نحكي لك حاجة صغيرة برك حاجة واقعية يعني بلك الناس اللي زن فندوك هم يعيشوا فيها راجلي قال لي كانت ماماك تنوضني بالسيف نصلي الفجر في البرد تاع الصحراء في البرد تاع الجلفة من البلاسة اللي هو فيها كتر من الجلفة تنوضو قال لي ايماجين تنوضني وتقول لي جيب الخبز لخوتك تكون جاي قال لي صبعتيا حكمني غوماتيزم صبعتيا من فخين يعني هذا في سبيل الله ما عليش يتنفخوص بعتي قال لي وماهم هم شاء ما داوني طبيب ما داوني ما لابلون بقسامي كامل هدي امتهاك لحقوق الطفولة قال لي والصيف نحن مور العاصر ما زالها سخانة السخانة تبدأ شوية تنقص قلب المغرب والعيشة قال لي مور العاصر تطيني هديك اللوحة و هديك لابلون وحفظ القرآن قال لي نوح مكره قال لي ناخد الفلا قانش باع عصاق في الصيف قال لي نسينا غير كنز جوك باسكو بابا كان يخدم في صناتاك يقول لي نسينا هديك كنزان برك باش نروح لكولوني ننواسي شوي على روحي يقول لي نقاه رب دارنا هاكذا دقناه كبير اديوت و يقول لي نقاه ربهم هاكا من الاخر شغول شغول هو كيفاش نقوله هو تفاح المسوسة في صندوق تاحهم فهمتني واني باش نبدلكم شو يا ريتم تعلها درايا باس كنا نعاف نحكي عفايس ليسراولي معانتها نحكي على الدين كيفاش اضطر عليا في حياتي قال ليش قلت لك أنا الشعب الجزائري على بالك مكره على الدين ما اشوف في الصحف الصحبة همش مقتنعين بالشيلام يديرو فيه بلك يديروه باش يبينو اخر منك في حاجات باس كو ما قدروش هم ما يحققوها بيتت خيسا ما نش عارفا شوف بدرو كان عندي نصف لي فدي تخافوا في الدار كنت واحدي في الدار راجلي يخدام في ألجي كنت في ألجي طحت في جماعات على تيك توك شفت الخدمات تاحهم شباب عدت لهم قاولي اوكي مادام جوش دوحنا لشانتي يا قسامك يا بدرو يا قسامك يقول لي لحيتوا لصورتوا وانا وانا بدوني بدون هدوم لي قالها هذا الإيمان هكي 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 يا ودي شفتهم هالول هما تخلعوا وانا تخلعت هما تشوكي وانا تشوكي تكشفتهم هاي قلت له كيفة شو تبدالي وتفاهمنا على السوما وش حال تقعدوا هكا يا سيبون ما عليش هم بدأوا يخدموا لحق خدمات على الإلكتريسية اللي قال لي نضرف فيها دي ساكن جوك باش نكمل لك الإلكتريسيات على الدار قال لي بسحة كونديسيو مادام قلت لهوي اوكي واشنو؟ قال لي يا مادام انتي يا يمات بنات وانتي غير مرأة وحدك انا خلوة هذي انا كين خدمة تكونيش في الدار حيا عليا اسبر وانا الفاميليا قعم عاديتهم مع انت هنا سيوخ آل جي قعم عاديتهم ما نهضر مع حتى واحد نم والدية ما نروحش ما لازم تراعي 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 في القهوة نعم لازم تراعي 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 في القهوة يا ودي يا ودي ما خليت بيسين ومبعداتي يكوني تقول بزاف كل يوم ما خليت طرو طوالة تقعد فيهم ناكلها كريم كي طلابام ما نحكي لك شو سخانة تخبط وبنتي صغيرة صغيرة مسكينة وتقول لي وين دير حاشك ومبيبين مو يبسوا فرنس اه واه ضرب تلتي ايام دخلت قلت له شوف الاخ انا ما تساعدنيش نقعد في الدار حبي تكمل تكمل ما حبيش تكمل راح ما يسهل عليك قال لي معني اسمت الدين التاعو ما خليهش يخدم خدمتو ترونكي يا ودي وش من الفيتنا وش من الخلوانة فضان البسكلاكية تعراج لي كارونت وضربت لهم واحد الجبا قعدت بيها شهر تعلم حابسي اياك وش من فتنا وش من الخلوانة يودي لو كان يجي جربوع ما يخزوش في ياد وكل يامات يودي وشنو قال لي شوفي مادا مقعدة بسحاك انديسيون تحكمي شنبرا ما تخرجيش منها للدارورة هيا روح للدارورة ماعليش قعدنا في شوية بشوية بديت اهوانا طيب فطور البناتي يدوكين طيب هم يشمو لازم نخدامين ياكلو فوليت بطيب الهام ونحط لهم كافي وهكذا بعده وش حسيت باش حبيت منين باش حبيت من نقول لك بليك اصبحت جارية يا عبي اصبحت جارية بشنا بكنات يكلمو بالموضوع وشنو شوف انا درتها دون نيسانس تاعنا وش قلت لك انت عامل بأخلاقي ما مدخلنيش انا ما ما اخذتش فيها جارية باس كلو كان جاني واحد ما نش عارفها من معلي نديلو لا مام شوز ما يهمنيش فيه با مع الوقت بدأوا يداصروني وحسيت هم هم سلافية مجد والديهم ما وعلوا يديروا هاداك شي بوكاتيري ليكليون بلي هم ناس يديروا فيهم لامان بلي هم ناس تعتقى مجد الناس يديروا فيهم لامان قوم بعد واحد فيهم يهدر معايا وهكذا قال لي نسكن في براقي وجتي اوبليجي باش نلبس هكذا وهكذا ما لازمش نخلج على الريت متاع الحومة فهمتني عاش قلت لكاين اسبوار كاين اسبوار بدروك انا رب الدولة هذي تقول غدوة انا تقسامها علمانية وقل لك كاين طرنط كارنط يدير منقوشة في ودن قل يعني متمنى قل يعني متمنى ندير منقوشة في ودن قلت له كلهم عياشة دير هاو كلهم عياشة باش نعيش دير هاك منقوشة لي قاعدة في خاطرك ليسانسيال مع الوقت جدي كوفار بلي هاد الناس قابلين التحول غير برك ينافقوا ينافقوا باش الناس دير فيهم تقيقة هذا ما كان يسمى لايف كيما هذو يا فرات نعم معتها كاين اسبوار لا 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 بدرونا معلوم ما كانش عندي بزافة اسبوار بصحابات كيبليتن نشوف تموانية نشع الناس وشوف ناس وشي بيبليو قلت صح صح بلا كاين اسبوار كاين 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 ناسي كاينة حبت تبدل حبت تبدل ملقاتش بركة وصابت بركة اللي يدعمهم في الأفكار ملقاتش لدي المبادرة من جماعتهم لازم واحد سلافي حفف اللحية ويدرب جين وهكذا باش باش احنا خلاص انا خارجين على الموضوع انا بينين من هر الول حنا ما يقدروا شي تبعونا لازم من مجموعتهم واحد يخرج يخرج لهم للعين لا لا الهضرة هذي في الحقيقة تشجع بزاف ناس اللي عندهم تساؤلات في ريسانهم وعندهم حب العيش وحب الدنيا بزاف ناس كي يسمع قسرة كيما هذي هذي يا في تيك توك او راح يتحول او راح يتبدل او راح يتبدل بزاف حاجات هو شك فيها تصيب وعنده حب الحياة خرجه من صدره بس احكت ان ولاد حمته وقع باللحية والقميس يخاف منهم لي هذروا عليه بس احكا يتبع في الهواتهم بس احكا يسمع شكرا بس احكا يقول لك هذا ما غالط ويقوم نلبس ويقوم نلبيه ويقوم نلبيه لا يجب أن نفعله لذا يجب ان نتحدث لا يجب أن نتحدث لنذهب للماء نشاطك الرأي نضع لهم إلايش ويقوم نتحدث نعم بمشروبات الروحية نعم بمشروبات مرحبا بكم ومع ذلك يتعاونون يتحضرون يتحدثون عن المغامرات و الحياة اليومية وهو مهم جدا لأنهم يسمعون ومع ذلك نفسنا 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 نفس الإحساس نفس والمشاعر وال debts لأدفع مكتكون والشخص مايا ولا أخبرق أمو رأي ملك انت تحدي م buen واحد يقول لك عندك الحق واحد يقول لك كذا والحق باين والكذب باين اوكي مايا مايا اين انت يا مايا وقيل عاودي تحتي مايا 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 صاح الخير كابيزة اهل الامين كيف حالك يا كابيزة بضر العزيز كيرك دير الله يسلمك واشراك امين واشراك كابيزة هذه مدة سنوات الكفار يقول لك كيف اشتاء كافر وتقول الحمدلله لا لا انا نقول الحمدلله ما عندش مشكلة انا انا اعرف انا اعرف او مامساك انما دخلت لهم اشوي راسم ايه انا انا اتأكدوا انا اتأكدوا ايه ايه ارغيمان سناء اولا واي مايما انا بالي بلين تكو تباوزي تباوزي دي كيستيان غيطوريك انا انا اتأكدوا انا اتأكدوا لهم كي كنت اتأكدوا الى الدولة اتأكدوا الى الدولة دولة جاوها واحدين في التسعينات وهدو كانوا كانوا بادين من ديش عال بعد الدولة فهمت بللي هدو يشبدوا يشبدوا السيف ويدبحوا طاقوت ويدبحوا البوليسي ويدبحوا ويدبحوا الشابي ويدينوا البومبة في الايروبور ويدينوا البومبة في المرشيوغا باش تحاربهم هم حاربتش قاع الديولوجي جدريا حاربتهم بواحدين كما كيف هم عندهم واحد وشرين حديث زيادة لها دوك اذاك الاحاديث اللي قولوا لا تخرج عن الحاكم ويبنس انك هذه صافة لازافر تعلطة كتسب امام في المنبر ومعروف والاخر ويقول لهم لا تقلق هدك تعلق كما قالهم طهاري طائر لا تقلق الغاني ومانيش عارفش عطالله هدك عطالله هدك هدك عطالله هدك قد البقراء ولا لانيشان في زوجي دحكو في زوجي دحكو في زوجي دحكو يترجم عطالله وزيد في زوجي دحكو لانك لي طالع باغي هاد الحاجة باسكو العلمانية كما تقول الأخذ كما تقول الأخذ دروك لإلمانية كما تقول الأخذ كما تقول الأخذ لإلمانية كما تقول الأخذ كما تقول الأخذ لدينا مشاكل ويجيب لك إمام يطلب لك على سؤالات الأخذة لا أعرف لذلك لذلك لا تقوم بحاجة لذلك لذلك هذا المطلب كما تقول لا تقوم بحاجة كما تقول الأخذ لذلك لا تقوم بحاجة لذلك لأن أجهزة الدولة تقوم بحاجة وكما تقوم بحاجة والدولة وتقوم بحاجة لذلك 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 لا أريد أن أقول شويلة لذلك 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 في سkyل المؤمور بأن الانترنت انا الصحقة نحن نعوا نفسي نحن نفسي نحن نسوس بالعرض نحن نسوس بالعرض نحن نطور لكما نحن كان لنا نسوس بالجزالين الانترنت انا أدخلنا اللذي نعرف أن نتوقع بالصح التغيير الكبير يجي بأجهزة الدولة وتجي بنية من شعبي بسيط على المشكلة تاك بصحة كابيزة اليوم المشكلة تاك راهو في الشعب عندك شعب مدين دونك هذا الكلام هذا يا او راح يفتح مجال تع النقاشات وراح ينالناس اللي يأمنوا بالخرافات او راح ينصدموا بالحقائق تع الناس اللي يناقشوا بطريقة مختلفة على الاديان هذا الشيء راح يفتح العقل تع المواطن لما العقل تع المواطني نفتح الدولة تولي حاجة سهلة بس كله كان تكون عندك دولة حبة طبق العلمانية ويكون عندك شعب يحوس على الدين الدولة مش هتنجح راح يصروا لها مشاكل كبار وراح تصرى فوضى وراح يقلع الارهاب من داره جديد لازم لاباز التاعك القبل هي اللي يتفهمها كما الثورة الفرنسية دارها الشعب ما داروهاش المولوك المولوك كانوا عايشين الذهب والفضاء والرشوق والحفلات والفضارتيفيس والجلسات وكل شيء الشعب اللي ينظر من التحت وفهم باش دار الثورة تعه لك احنا يا بهذا اللي لايف هذا ما حين ننشروا الوعي كي يوعى الشعب على الاقل احنا ما نقولوش كي يكفر الشعب لا لا بسكو حاجة مستحيلة لكن على الاقل يوعى باللي الدين هذا يا قاعد يخرب له في حياته مهر اللي يفهم المواطن او راح يقولي يطلب في حقوقه راح يقولي يدير مسيرات باش يطلب مثلا السودود قولي راح نصلي صلاة الاستسقاء يطلب من الدولة باش تبني له السد تعالما هاملي قاع بلا شما الفلاح بلا شما والديور قاعرهم بلا شما يكلخولهم يخرجهم يصلوا صلاة الاستسقاء الشعب يخرج يصلي صلاة الاستسقاء المكوش شعب وعي كي نرى اسمع لي كتابك بذر الدين ماليش يكما عليش نجيبه ولا نخليك تكين شاوف انا باول موالوعي كي ما قد قول شغول يجب أن يستخدم الدين لك. يجب أن يستخدم الدين المقدس. يجب أن يستخدم الدين من هذه الجهة. ونحن نعرف أن هذه الدولة ليست للآخرة. هذه الدولة لها الدنيا. أعطي الناس لك أن يكون شابة لها. يحضر المال لها لدينا عاطفة. العاطفة هذيك تبكي الانسان واللي يبكي ويدخل في واحد التينال تعواطف الناس علىها تفضل العاطفة الدينية بارسكو يتدغ دغلها المشاعر تحها والبوكاء على النبي والبوكاء على يوم القيامة والعذاب وهذيك دونك كل أخو للشعب بزاف رجعوه عاطفي ورجعوه ما يفكرش ما من الكنيسة في القرن الخمستاش والستاش الملوك كانوا يبعثوا الكنيسة هي اللي ترطب القلوب بتاع المؤمنين ويقولوا لهم باللي كيتموت وتروحوا للملكوت وهذا الفقر والحرمان هو امتحان من عند الإله ويسوع ويستنى فيكم في الملكوت وكيتصبروا على الفقر أو راح تقعدوا مع يسوع يوم الملكوت وكذا مام الكنيسة كانت تتكلم بنفس الخطاب والمولوك كانوا يستعملوا في الكنيسة مام الكنيسة كانت تقولهم لا تقلق ينسير ينسير علم الآثار هو ليفضاح الدعوة نهارا اللي قلنا نهارا يفكروا موز الكتابة المصرية والمسمارية باش صابوا القصص نتعبنوا إسرائيل تعال التوراة صابوها قاع في الحضارات القديمة اللي سبقت سبقت التوراة بألف سنين علم الآثار هو ليقلب الطابلة على الكنيسة قالوا لهم رواحوا هنا صابنا للقيصص تعال الطوفان صابناها ألف سنين قبل النوح هذا يعني اليهود هم اللي سرقوا القصص هذيك ونسبوها لنفسهم وبدلوا الأسماوات وجو كذبوا علينا دونك الكنيسة تأدبت حكمة براستها ولا تمدخش روحها ومبعد انطلقت الثورة الصناعية والعلوم وكذا باش الإنسان الغربي ولا يتحكم في كل الأمور سواء النقل ولا الاتصال ولا الطب ولا العلوم ولا الفيزياء ولا الهندسة ولا أي شي لكن من قبل كي كانت الناس تؤمن كان الغرب غبي كما المسلمين نفس الشي فرنسا لدخلة الجزائر سمتنا المسلمين الميزيلمين علاش باش نقعدوا مسلمين باش هي تدي البيترول والغاز وتدي الثروات وتدي الخضر والفواكه وتدي الحديد باش تبني الأطورة فالتحة من الجزائر وحنا يا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم اللهم يقعد المسلم يبكي على قبره ويبكي على الجنة وما يتلهاش باش يبني الوطن تاعه باش يبني السكة الحديدية والصرف الصحي والبنية التحتية هذا ما كان وفرنسا تلمونس تعمرت البلاد كيف بدأت تبني فيها برسكي ولا تشوف فيها تتبع الفرنسا وبنات الفرندمار وبنات السكة الحديدية والسدود والفيلات ودارت كل شي كانت حسبها روحة خلاص حتى تقعد نهار اللي جاو فرنسا تشوفينا ارتخاوية كتشوفينا ينتر في نحنا كتبعنا كفرنسا كتباغي تدير كما دارو لزامريكا مالهونو ذو الحمر كتباغي تدير لهم شغل هادي وشغل الناميريت بالافي رغم في وعد الخورة ف هما يعرفوا المسيحية هما يعرفوا الأديان جربوا الأديان هما كانوا فرنسا جربت الأديان تعرف الأديان وش معناتها وتعرف الكنيسة نهار اللي جات للبهالل تاع المسلمين في الجزائر مثلا كي صابتهم شادين في الدين زادت شجعتهم على الدين وزادت بنات لهم الزوي وزادت دارت لهم جمعية العلماء المسلمين فرنسا هي اللي دارتها مالشكون على بلها بالدين يقعدك على أخراك ويخليك دايما غافل متحوش تبني الوطن ولا تولي امبراطورية صحيح ولا علاش بس كلناس اللي حبوا الدنيا هما اللي يخدموا الدنيا بينما الناس اللي حبوا الآخرة يخدموا للآخرة ما يخدموش للدنيا وحنا علاش رانا متخلفين بس كون يخدموا للآخرة أخدم يا كبري القبري ما كانت واحد فينا يخمم للاقتصاد ولا يقول لك كين موتانا نخلي مورايا وليدي على الأقل وليدي نخلي له الخير لا لا علمونا بللي راح تقوم الساعة وبللي راح ينهار الكون هذا وبللي الكوكب هذا ورح يتحطم وبللي الشمس تشرق من مغربها خلاص علمونا هذا العقلية سيفيني علينا ولينا نخمو غير على نهاية العالم رانا نسننوا فيها قروب الساعة دونك شكونا يخدم هكا انت وعد يخدم مام ليرا وخدام يروح للخدمة بلا ما يخدم بس كون الدنيا فانية خلاص علمونا هذا العقلية سيفون الدنيا فانية وهي راح تريب علينا وآخر الزمان وتطاول البنيان وكثرة الأسواق وخلاص دونك هاي قريب تقوم الساعة كاي الناس راهم يحسبو لها كل يوم يقول لك اليوم كل يوم يقول لك غدوة كل يوم كاي الناس هم يسنوا فيها كل يوم الراشيد ديو دوني يسنى فيها كل يوم ويحكي عليها كل يوم قروب الساعة كيفش حبيت انت يا شعب يفكر في قروب الساعة كيفش حبيت يخدم للدنيات كيفش حبيت يبني الجزائر تعمل مستحيل أنا هل نقول لكم الفكرة الدينية هي اللي حطمت الشعب وحطمت الواطن ما ليش أنت مسخر الفكرة الدينية هي اللي تحطم لك عقلك وتخليك تسنى في قروب ساعة بينما الألماني والفرنسي وكذا ما عندوش الفكرة هذه في راسو الياباني ما عندوش الفكرة هذه في راسو يبني بلاده ويوجد لوليده والتحلى الحياة عندهم وحنا كي يجي يهرب ويهرب عندهم علش بسكو عندهم الجنة احنا يا نو نحلموا بالجنة بعد الموت هذه الفكرة العامة هذه الفكرة اللي تحطم لك شعب كومبلي تو سمبل يمو أوكي معانا خريف الجزائر خريف العرب خريف العرب بشعل المايك أهلا وسهلا خريف العرب كيرك بدر غاية لا بس جماعة غاية لا بس خوي الله يسلمك وانت الحمد لله والله غاية شوفنا بغد نحكي ودى بتيتي إكسبريونس بون لومم كونسيبت هيدا بوسيبل مانيش عارف عندي على اللي دي هدي تعدين تحطم المجتمع والطموح اللي يرفت على الانسان شوف أنا عندي ولد في عمر عشر سنين عك فاهم في الله كافل في الديو بي عك تعرف الولد كيت تقسيه يكون يقراه يقول لك تقول لها شبي تخرج عمي يقول لك بابا نخرج بيلوت كان يقول لي في اللون نخرج رأي تفاضة وبيلوت والله كيف نقول لك بدرهو اك تعرف طفل صغير يقول لك بيلوت رأي تفاضة الهسب ايا في الصيف ماو انا مكذبش لك أنا صافي بيالوندوك شو لمقتنعش بهذا العقيدة و تقدر تقول كي تيت كي نموها شوية ما يلل اك تعرف تبغي دايما نتحفظها القرآن وانا دايما شو ننشر لها اختينا نقول لها علمي لوك زديدا ندخله في ايكولونية دايما انك تعرف اللو الجمعي ربي اكتر في الحقيقية تعالى ماعليش اييرو عن جده هو بزاف يبغيرو عن جده وحدها وقعوا ومقالشاتها هاي من ذاكها كافل الويكاند ولا بك يكون لي فاكوس يرو عند هيريح واحد المره سقصيتها راح وجاف لي فاكوس وقالي وعد الفاجر ولا بكتها واش والدي شاباية قل لي يا بابا قل لي لا بدت رأي قل لي شاء على قل لي مايش بيين اخرج رأي تفاضة هاو كيفا قل لي بين اخرج ايمام قل لي يا باباك والله كيفا نقول لك قل لي كيفا قل لي بين اخرج ايمام انا ضربتها كالا سقصيتها تقل لي يا ريقر قرآن عن جده يا دين الراب والله كيفا نقول لك شاقفوه شاقفوه لا تبرادي شاقفوه وبعد الولد مايك نقول لها البس لي لي شورت هذوك ماي البسوه مش مايبغيش يخرج لي بره وده المره قلت له جبت له هاك كأوصب مش تعالي شورت خلوك تعالي الولد صغار قلت له لما تلبساش قل لي بريفيرا يبعد يومين فالدار ماياخرش وقل لي مايلبساش علاه كي يبقى تفتش فيه اما قال له عيبو حرامو الامام قلت له شوف يدفل الامام قل لها الامام قل لها بللي حرامو وعوراو وقسم بالله قلت له قلت له شبتي الله رايتاك أبا حبستها بذرع مايقدبش عليك وقسم بالله غي حبستها ذرع قلت له مزيجت روح للجامع ابا حدث صغير دخلها في راسه قل لها تلبس الشورت هذا قل لها الامام قل لها الامام وقل لها الامام وقل لها الامام تفرفدها في راسه ما غاش معاشي ولا يلبس لي حتى حبستها راملين ذاك قعد بالسيف استاطي لك تشوف هذه العقيدة كيفاش تتربع لها الولد الصغير تخسر لها الموضة اللي تاعة هذه والله هذه والله صدقني يا هذا مسجد مدرسة قرحانية لا هكذا جامعة كعرف تاع الصيف هذه تاع البلاد هكا بوتيكا ودارين واحد لبس عراقية والمطرق واللوحة هكتعرف ومره انا روحت له كذل بدورها في ما عنده قلت له ورية هذا الجامع قلت عند الامام قل لي انتا ولده همينه قل لي انتا ابوه وانا ساحطفل عندي انتليجون شوية سقسي ودر اسئلة كشوالا هكتعرف النار هذي كيفا دايلة الجنة شو يحوز يفهم قل لي بسع ولدك قل لي عندي ودر اسئلة قل لي خاطرة شو يا اخو قل لي قل لي سقسيني ودر اسئلة قل لي انا قل لي ما جيت سقسيني وانا هذك طالب شو لزاوية وشو الحافظ عنك الستين يدمر وخلاص قل لي انتا الشيخة هذا ولد صغير سقسك تقدر الجاوبة قل لي والله يسألني في ودر اسئلة قل لي في العقيدة قل لي قل لي الولد هذي الكبر لك قل لي الملك هذو وش تاهم النار هذي كيفا دايرا الجنة هذي اسكوا فيها البالو وفيها التنوبيلات فاهم وتعولت صغير واه قل لي انا هذو الاسئلة قل لي انا والله ما اني عارفهم قل لي انا راني انتبعوا وخلاص قل لي دربها اماما وقنطورا ورافض مطرة كفيدة قلت لها اخويا ما تخاف علي ما يخاف واه قلت لها ماذا يدخل وما ينكذبش عليكم اماما هكيش قاعد مساة وعنا مساكن مساكن مسلماتهما اللي راهم يضيعونها في ولادنا قاعد ما ملاي وكي نقول لا انا نجي بالا ملببت يعود دي زعمها نقول انت دخلي تعلم ملغة جديدة دخليم على بلسانة تقول لي لا الجامعة ومنورني معها فاهم ما يقرأ وقسم بالله ما يقرأ بالجامعة يسمى طفل يسمى يسمى طفل الطفل مدى ما يحفظ الستين ما لا عشرة سنين واحداشن سنة واثناشن سنة را نشفناهم الطفل يقدر يحفظ كتاب كومبلي واه واه على همشي ذاك الرأس تاع ذاك الطفل نعمر فيه القانون الدولي قانون الإجراءات الجزائية نحفظ هاله مدامه يودي لغة جديدة يا بدروا لغة جديدة لا لا فهمني غدوة اماجين الطفل مولا اثناشن سنة حافظ القانون الدولي كومبلي اماجين واه شفت كيف يخرج كيين حق للجامعة ويدير سبيسياليتي تاع افوكا كيف را يحفظ التفل بصاهر واح انت فاهمها الرب تأموه هذي كفاهم لا قلت له السوشت قلت لي اللون كيفاش الناش تقولهم متروع الجوام قلت له مايروحش ربك مايروحش ربك مايروحش الجامعة اخر سالة طايتاين قلت له مايروحش عامر راسه كيم البليون ويجياناين تعلم ربها اللونغلي ولا اللغة التركية المانية الجابونية مدام مدفل صغير يبلع كل شيء نستثمره في أولادنا نستثمره في أولادنا سمح لي تقولنا الولد يقول لي يقول لي مالبشورت باسكو حرامو غورن خلعني دين امه خريف الارب انا نمد رأي بركة اسمح لي بدنا بركة تحكي على الوليد هكذا ويبوزي لي كي سيوم وعرين واذاك الشيخ هذاك الفقه هذاك قال لك انا جبل ربي يخليه سيحبك دينه على بالك عقله مستحيل يفاصيهه ماذا ماذا يفاصيله المدام صغير ويكونوا الواقع روّع هو يضره قال لك قلت امام او الامي وكأنه يخلص منه لا 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 هذا الطفل ليس سقصي على أسئلة فلسفية يحوص يوصفوه الجنة ويوصفوه النار هو مؤمن بها الطفل ولكن يحوص يوصفوها له مجرد فضولة طفل رامره جوه رامره جوه رامره جوه رامره جوه رامره جوه رامره جوه بوجة دي لا يوجد أجوبة ويقنها ويروق عقله ويروق عقله يقول لها ما تلبش الشورت بسكو عورة وحرم يقدر يقولها له ويجاوبها هلا مايعرفش وتفلص غير بارئ هل تفلص غير بسم الله ما أبغاء يلبشهم يا بدروم بسكي حبستها شوية بديت أطابتها بالعقل وهكذا منين ذاكو يحرم يقول لي لا لا ما وامي يقول ليش حرموه قام بيكسولي نفهمها هندية اكفام بخضرم عليش بوزي كيسيون مرسي صحي بو على الاسئلة اللي قال هوموليدوك بو أنا قالت هوملي بنتي قاتلي كيربي مكتبنا كلش وعلش هم بدي حاسبنا واني شفت شفت خمان قارا يحفو صواب ما انتو ما حبيت مبوزي لكم كيسيون دوك انتو ما عندكم وعي يعني شوفيكم لبس بيكم متحررين وهايلين وكلش حبيت مبوزي لكم كيسيون باك خرجا على الموضوع بصح مدبية واحد يجاوبني علي اختنتو ولادكم عادات وتقاليد الله معرفة اللي في خط الوليد احشوه انا احشوه انا ما كذبش عليك احشوه انا ما كذبش عليك انا ما عنديش ولاد بالصحب والله هلو كان عندي والله ما يمسوا واحد بسا ماذا متخافيش مع الوقت يتكومبليكسالك لولد الله لا تكومبليكساش ما يتكومبليكساش يقول لي خر منهم يضحك عليهم ما يتكومبليكساش نو نو انا ديفوها كما قالك بدروها تكون ساير واحد المواقف لا 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 دير عز كلهم على اسمانة حنخطنهم خليهم يشدوا في ذاك الريح كلهم خليني نفاهمك خليني نفاهمك خليني نفاهمك كين واحد المواقف ما نيش عارفها رايي واحد المواقف حماية للطفول هذك لازم تساير هذو كل ما واقف لا 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 باش تحميه فيه جريمة باش تحميه دير فيه جريمة لا لا هاي الغلطة الكبيرة ماذا بيانيبارو مادم عندكم هاد المستوى كامن ماذا بيانيبارو في هاد الشيء وعندك شرمو في ولادك آنيا برناعة انا وليدي خطنتهمو لسبع ايام على برك ولا لا بقتي شوفو رفي كاليبار ايه ايبشا آنيا ديفوها ما تقدريش عندك كاليبارو الكبار عندك كموه عندك نسابه ما تسيب روحك لازم تمشي في الموجة في عمتيني ما كاش كيف لا 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 شوف 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 طفل كيكون صغير هام ولادنا كيكونوا صغار على بلهم حشاكم كيديروا بي بي ولا قال عندك ماما كبرك لي تشوفك واحد ما عندو الحق يشوفك هاد لباقتي هاد لباقتي انتيم لك انتا دي جهنا تعلمو يرسم حدود معا وحد اخر ايه ما جيني الولد هاو كبر غدوان ويدكوفري هذه الحاجة ويقول لك لا لا سمحاني خليني يكملك الولد الولد باع ما يكبر نقولو يبدا ما جور فاكسيني يسقسيك يقولك عليها ولا سا تباقى لا فهمتيني كيف تقنعها كيف تقنعها يا ثمانتا دوكا حبيت بتقطع لي رحمة الكون نقول لك علاش بس كوننا دي لغاقتي ساكوان سيزان العقلية راحت تبدل بزاف منا ما يقول لي ماجور يقولهم أنا بابا وماما كانوا وعيين تو محشيت تلكم محشي يسمى لازمك لازم 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 القطباء هذي الخدمان تاع نرمو الأطباء يتكلموا مع الناس كلام صريح أسمحي لي قال الطبيعة الطبيعة راهي خلقت ولا الإله ولا اللي هو الطبيعة خلقت السكس مسكولي فيه غلاف يغلف له لاتات السكس لاتات السكس مسكولي يجب أن تبقى مغطية لتقعد أميد راهي لو كانت تتعرى لو كانت نحيوها ويقعد لاتات السكس مسكولي عريان هي راح تنشف وتولي حرشة وتموت على بلكم بالراجل فوق خمسين سنة تروح له الإريكسيون هذا يبالكم على بلكم كيف يجب أن تبقى مغطية لأنه يجب أن تبقى مغطية لأنه يجب أن يجب أن يجب أن يتعرى لاتات أكثر لأنه يجب أن يكون السكس مسكولي سمحي لديك دو كيف يكون السكس مسكولي عند الإنتصاب هذه الجلدة ترجع للور كيف يجب أن يكون السكس مسكولي انها ارطلة Rome... كم انظر ت Rover de todos انוא تتحركate الأن لأنك كانت تحرك مسار قائمة وبالتالي ناغ bike آخر أن نحصل فهي حقوقك أفروف الحرك carнеة لدي ص patients يصبحіти ع forecasts وعندما قدمتتهم لديهم وسط اشتركische daughter قال ب Kendall شكرا من ألοιπόν كان stripper لن��릴 شئ بلسام أثماτη وهو اللي يعطيني هادلي كونسا يقول لي كان يجيني يولد أمبوسيب ندير في هاد الكريم بسكو هو كان يخدم في الشي هذا والمشكلة الأطباء تعد زايد يزيدوا يديروا لك ليلة القدري الخاتان الجماعي هايب عليكم توع لابلكم بلي سيدانجي هالله طفل صغير تحساد جوغ تخطنو مع لابلك التي بتاعو كيفاه مع لابلك وش عندو إلا عندو إلا عندو البلاكات تاعو نورمال هالله والله غرسي كريمينال هالله مسكن يقول لك بيحش ويزيد يقول لك معلش دير هالو صوناك زيلو مكلا دير له تخدير اهو صغير ميحش هي قادة تخرج لعمر تاعوف هذي كيفاه هالله أنا أنا وش تزديدهم أنا نضيفون ديع لي زنفون كيما في ماصر دوكا كيما في السودان كيما كانوا يخطنوا الطفلة ودوكا اللي حقوا للتجريم هاد الفعل في حق الطفلة مادابية يلحقوا للتجريم هاد الفعل في حق الذاكرة تاني هالله نو لا لا أنا دوكا بناتي عندي كودي في بسح نقول لهم بلي نورمان مونلوم ميجرولوش هاد نهار قالوا في الهيكول قالوا لهم عرص الخيتان واقل في السنة الثانية ولا التالتة قتلي ماما سيكوا قع فيهمو غير أنا بسكوا ما عنديش قاع صنجا ميهدرنا في هاد الشي قلت لها قعدي بنتي هاد جريمة في حق الطفولة هاموش يديرو يزيدو يولولو عليه ويديرو العرص ويخسروا دراهم والله غسك خينينا ماذا بأني شوفيكم قاعواعيين سحقا خطنتوا أولادكم بوكوا لا لا خطناهم بكري كيكونا دي ميز ميز اي ما معنى ما معنى ما عنديش بزاف مليم اللي تحلف ايه كيكونا دي ميز ميز خطنا ولادنا بسح ذركا مش كيف كيف لأنه اسمه الأطباء في العالم فضحوا الأطباء العرب فضحوهم مثلا فيما يخص فيما يخص غيشاء البكارة فيما يخص غيشاء البكارة قالوا لهم باللي المرة ما عندهاش غيشاء بكارة علش تكذبوا على ابنتكم جاوبوهم للأطباء العرب قالوا لهم كينا إنكروايونس شليزار هاب ميز المو وحنا ما نقدروش نجيبوا ضد التيار دونك نسيروهم ونسيسوهم ونقولوا لهم باللي نقدرو نديرو ترقيع البكارة ونديرو لهم لأوبراسيون هذيك برس كو المجتمع هو اللي يؤمن بهذا الشي قالوا كل مرة ما عندهاش غيشاء بكارة وهذا الدم هذا اللي يخرج نهار الدخلة هو عبارة على تشنج المرأة تكون خايفة بس كو سيبا برمير فوات تحالة ميز المان برمير فوات تحالة تمارس الجينس دونك تكون متشنجة وتكون كريسبي لعملية الاختصاب اللي يقوم بها الزوج ليلة الدخلة هو اللي مزق بعض الأوعية الدموية ويخرج هذا الدم سينا المرأة ما عندهاش غيشاء بكارة إليكم حابين تصيبوا الجواب ما تروحوش تسألوا الأطباء العرب المسلمين روحوا تسألوا الأطباء متاع الغرب هم اللي يعطوكم الحقيقة طح ما كانت مكاش ربير جينيتي ما كانت مكاش تسألوا بس كو تتشنج المرأة بس كو من في المعتقد يشوفها وتتوفوا وداروا الخطبة ومبعد كيفش أنا السيد هدا لفوات تعم مزل ماشي حافظتها في ودني نهار نشوفو ندير معاه فعل كبير كيما هذا معنتها ما عندي حتى علاقة معاه ومبعد عندي قال علاقة معاه بيانشور من الكسخام من الكسخام مكاش الرامادي مكاش هذك القريف الوص من البلون لنوع بيانشور ستشدجوا بيانشور انا انا ولا غر عندي دفي بصح ولا غر كين هيدا دي مامو كين هدر معاهم وقلها سقسي افهمي مدامك قارية واعية افهمي كينها المامو من كونسطانتين كانت في الفيسبوك تقول لهم اللي راجلي أطاكاني انجوستيس بس كو عندها دقاء سو محبش تختنهم وقلت لهم باش ينحي للحضانة معنتها هي تفروط يجي في ولادها وتنود وتقول لهم عاونوني وهكا والناس يقول لها على سنة نبينا الكريم وعلى إبراهيم ومانش عرفها بشاقورة قادومة 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 كيف هادا كيف هادا كيف هادا معقول هادا معقول هادك هادك الجلدة رح تدخلك وانا دو كينحولي لابتخين تعي اه بريبنسيون باش بيجينيش كونسير جلسان هادا هيا هو انتهروه بجا كينيز انتبيوتيك كين الف حاجة الف حاجة من طفلة جيها الانفكسيون الف حاجة كينة داوي الشي هادا وانا تدخلت الظبر وانا كينه صغير كما قال واحد مرة سمعتوا في اللايف كل واحد كيف شعطفوه والله غير حرام عليهم حرام مدابية الناس لاما مدابية الناس لاما مدابية الانفكسيون ومدابية الانفكسيون ومدابية الانفكسيون سوف يتساعدون اهلي هان يقول لك الاخوتين تساعدهم قتلك هم يبيعوها في الخلاطات التقوية قدام الجامعة نعم حسنا المسلمين يشريون في البندق والفوسدق واللوز والجوز يقولون على هكذا يقول لك إنه مدابية الى الانفكسيون لا تدخل الانفكسيون مدابية الانفكسيون مدابية الانفكسيون يجب أن تحيرنا على بلها الانفكسيون ومن بعد يقول لك تعدد لا تدخل على هاتفكسيون لا يمكنك أن تذهب لأييركسي يقول لك أن المرة لا تشعر سيكسي لذا ما أفعله سأذهب إلى مولادة 10 و 8 كي يكون سيكسي لكي يمكنك أن تكون لأييركسي لا يزال إليها ماذا يقول لي المرشمي على الأمر يقول لي الإخصة والرجلة يكملها في الوشام يقول يكلب اللوح ومكانوالو يبين قدام المجتمع شوف انا دائر زوج انا دائر ثلاثة عام هو موش تلحق ليه لحق واحدة تكفيه تكفيه واحدة ما يقدر الهاش ماشي تكفيه هو ميكفيهاش ايه هو ميكفيه هي نتركلامي ماشي هو اكزاكتوما هو ايه نغمانه هي نتركلامي يعني انا مدى بيا هاد الفكرة هادى تلحق ومدى بيا الناس يتوقع ومدى بيا ما يخطنوش اولادهم ما نشعرفه بسكو كما انا نحكينا لادكورة كما انا عندي دي فيلاني مربيتهم على هذا المبدأ مع انتها من اللوح تلقى واحد ماشي بخطن حمدي ربي قولي الحمدلله ليه طحتي واحد هكا هيا من الاخر بسكو انا نوعي فيهم دايما نقولهم فكرة جديدة نحن بشوية علاجتهم كل يوم نعطيهم انيدي جديدة الجريمة المقننة هيا وقال لك باللي يهوى يهوى في سفر التكوين انت ورات هو اللي قال الابراهيم عهد بيني وبينك لازمك تنحي هذيك الجلدة هذيك تعطيني شوية الحم باش ندير بيني وبينك عهد عهد الدم العهد بيني وبينك لازم تنحي مورسو تاعل الحم تنحيهم الجسم التاعك كيف يا الرب نورمال مونتا كيف خلقت هذا الجلدة علاش الدمون دي قطحها ويسوفري يتفل صغير باش انتايا يتمشى العهد ما بينك وما بين راجل واحد اللي هو ابراهيم ماذا يتبه لي لهذا يا اله هابط يلعب هابط يلعب مع ابراهيم ويقول له كين عهد بيني وبينك لازمك تنحي مورسو تاعل جلدة تنحيهم لسكس تاعك باش انا وياك نديرو كونترا ماذا هذا يا بصحة ورزيك يقال لهم وخلقنا الانسان في احسن تقويم ماذا يسلمو؟ خليه في التقويم انتايا خلقتوا في احسن تقويم راك تقول خلقتوا في احسن تقويم علش تقول له نحي الجلدة ما مزنونة تاعك علش 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 وش هاذا الحكمة تعميكية تبه لي لهذا يا والله غير على بالك الجهن المقدس وانا يغيضوني بزاف لزانفان كي يشوفون بادي كل قناظر وزيد مسكين هيداك سيكونسيزيون اعطيه بالمات على البحر مليح وهذه الكلمات على البحر مليح وفي زيقه وفي كلش اعطيه بشي برا اعطيه على بلك عذبناهم عليها كي كبرنا كرهنا والدينا عذبونا صح عذبونا بالجهل التاحهم وحابين نزيدوهما نورتوه لولادنا ما نورتوش ما نورتش هاد الجهل لولادي ما شي كما قلنا لازم المدسان لازم المسئولية هذي على الاطباء عليش براسك احنا يقولوا علينا كفار ما يسمعوناش بس عن هال ينوضوا المدسان اللي راهم يقروا في اوروبا وفي امريكا ويقولوا الحقيقة للشعوب تعيى ناس هاذ الطابعة راهي خلقة الانسان في احسن تقويم وراهي دارتلو كان واحد بروف في عنابا وكان في البلجي وكان بعد عود حبط البزاير ولا يقرى في الغزيدان حكالي راجلي قال لي سمعتوا هكذا بالحرف قال لهم لا كريم في حق الزنفان هادوما ما عندها حتى داعي قال لي واش قرنانا جمعتين وانا نضحكوا عليه شكو موما دامولا بدرو سمحوني في هذا السجي هل كاين هكذا ارتيك للسيونتفيك او اللي يبروفوا بلي هذا الشي ما واش فلسنتي تاعلو الولد لا الله ما لازمكش تقرأ من عند طبيب مسلم لازمك تروح تقرأ من عند الكفار والكفار المسلم المسلم ما يسمعش للكفار يقول لك رامحبين يبعدونا على الدين تاعنا لا لا هذي انترونو هكذا ما كاين هكذا هكذا ما كاين هكذا هكذا ما كاين حو السلقة كاين تلقا 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 لا تنسي عن المقا تلقا تلقا أن المقا استمدوا بالطبع الانتماء للدين ليس لديهم الحياد الانسان المؤمن ليس لديهم حياد نعطيك مثال هناك شرشور كرويون هناك شرشور سيونتيفيك كرويون على البالك ينحزل الإيمان وليس لديهم حيادية مع السياس لا بدك لا بدك تتصور بليهم يبريفيروا أنهم يضروا أولادهم وشعبهم ليس قضية مضرة قضية الإيمان يغلب الانحياز للإيمان يغلب الحيادية كان دي دوكيمونتار تلاقيت بيهم في يوتيوب مديرينهم في الابيولوجي وهذه الناس يهضروا باللي مستحيل تنشأ الحياة من لا شيء مثلاً وتقدروا تصيبوا هذا الدوكيمونتار النهار اللي بحثت على هذا الباحثين صبتهم مسيحيين مؤمنين يديروا دي دوكيمونتار باش يشجعوا الديانة تاحهم ينصروا العقيدة تاحهم يتبع يميل للعقيدة باش يشجع رجل الكنيسة وباش يشجع الكنيسة وباش يشجع المذهب بتاعه وعلش لأنه مؤمن يؤمن وقدر يبرو فيها لك سيونتيفيك مواغي باش يزيد عز الزل العقيدة تاح يبرو فيها لك يقول لك مستحيل مثلاً يقول لك مستحيل الخليات تتكون وتولي كين الحياة بدون ما يتدخل الاله يجبها لك بهذه الطريقة انت تتبع الدوكيمونتار وكل ما يجبوا ان سيونتيفيك يهدر يكتبوا اسمه من التحت ويديلك دوكتر انك ذا بيولوجي ومالنايا انت تروح معهم بصح مع التالي لو كانت تروح تشوف البييوغرافي انت عشاك دوكتر انا قدرتها تصيبوه كريتيا وعندو هذك الميول انت عددين دونك إلي سيونتيفيك سيفري إلي بيولوجيست وستان دوكتر سيفري بصح الميول الديني يغلبوا ويخليه يتكلم بطريقة ايمانية وليس بطريقة علمية بصح بدرو انا دايما نرجع لك شوف ماذا يقول تحبوه لا تكرعها انا مانيش عارف النظراتي لاباك متيقل من هذه الانفورماسشون تاوي المعلومة بصح في موحيد كما هذا يعني يقولك الود جداه خاله امه عمته يتضغط عليك وتخمن في الود غدوة يقولي كبيري اصحابه قالوا اوه موش مطهر اك تعرف تسيب روحك انك مضطر تقوله ربما حي ما يتلاهو نمشي مع الموجه وخلاص لا 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 كي تعلم طفل صغير بلي واحد ما عنده الحق يشوفه التمه هاد الحاجة انت وحدك لا ماذا ماذا ماذا؟ تسعفيني في رايتو هيا غدوة طفل يبدأ يدكوفر ويعرف اللي هو ويجي سقسي امه ولا يسقسي كيف تقنعه؟ حسنا ماذا؟ وعيش معك المعلومة من يدين مع الولد في من يدين اكتبوة الولد؟ انت باباه انت لو أنت مصدر الامن والمصدر المعلومة هو انت انت هو ومبات يحوس عليها ويبحث عليها يقول لك مكسي بابا موسيقى كما رأو يقول لك كان المجتمع غدوة لو كان يدخل الطوالات يقرأ 4 يماني أو ترواز يماني مؤيا ويدخل الطوالات يدير بي بي مع أصحابه في الأكل أما رحين يدكو فريوه مش موحالي ويتمسخرو به أما رحين يدروه نفسيا يدروه نيشان وغدوه كما ويطل لك ورح يلومك وليدك ويقول لك علاش ما خليتنيش نكون كما قع أصحابي علاش عيبتني بس يقول لي شوف يروحوا معيوب بالنسبة للصحاب سيرتو فالله عسلن المرهقة ما دم غادي تعبك سواسوا ويقول لك زا ماأين تالي فايق قام الأرض الشعب الجزائرين تالي فايقه. لا 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 ما هيكة ما هيكة ويقول أنك صح فايق ماذا ما انتراك بالأفكار تياك ايك تعاف توصلها لوليدك أو تعرف كيف ههم بناتك يشوفوني سويخ المفيد بلاح يجاب وفي الصحراء نحباط نديرها ذاك الخيمة ماذا هو يقولول لي ما ما استعرفه بيك عندك الحق حياتك والصح صح وما كاش منه في الدين. وطيقها وآية الحيجة في لي كلها تقول لي نحفظ باش ندي العنات على بني سيجي خروطو. حتي بنتي بطا موضلي انا اللي نوري لها بصح ومبعد نهار تبحث نهار تبحث هي وحدها. يتعرض بلي انا ما جيبش هات الحكاية من راسي ما كوش حبة زعمان نتحرر باش نتحرر. يا مادام آنيا مشي كيف كيف واشو هذا الامر ما تحلق تقدر تقول ليك شغل بعلاقة حميمية ولا جهاز حساس. يتعقد منها فهمتيني. ما عليه جيبوا لي دك ماشي مخطن يخطب بنتين قبلو. ماشي مشكل. ماشي ما يقبلوش. هم كاشت محلا كين بزاف هم ساكتين بارك. هو ما يقبلهاش. هو هو اني نظر لك لي. هو ما يقبلهاش. نهاري دي العلاقة الجنسية يقول لك مرسي بافا نحشيتو. انا عندي راج لي خوه. خوه قالوا عليه بلي مختناتو الماليكة. قال لك سوادي زون جا مخطن. دك يقعد يقعد وش يقول لي. يقول لي حشاها غير هادك يا رب. غير هادك اللي حشاها. وتخيلي غدوان زوجها تبدأ مرتها تقول لي ما. هم زوج تزوج زوج السكليفات هم زوج لبس عليه. تقول لي تقول لي ما أعطوني راجل ماشي مخطن. هم زوج تزوج غي سامو تزوج غي سامو. هم زوج لبس عليه. هم زوج لبس عليه ومرتوا هي انسانت هم زوج. بسا كون يسمعوا بها يعيرو هاي اللي داية راجل مو ش مطهر. صحا يم بها دي كلارات بلي خطنوه الماليكة. هم عندها راجل شريفة وخيره وربي وطهره عنده. هي وين على بلها هي. تقول لي تامو لك ش مطهر. يقول لها ش كون شفتي قبلي. وش بي يقول لها. ما دام. ما دام. غدوان دقام عمرتها كرواز ملو. ولا تقول لي همشي اللي مو ش مطهر كم الرجال. لا 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 ما دام ها ما دام ها ما دام ها ما دام ها يدي لها في راسها بلي. اجلها روحة. والله ينسى اسمي والله وتوصل لها الديفورس والمحكامة والله غلها عيرتها بها واش بي يقول دي لها. ودي لها جورنان دي لها. تطاك فيديها اية ثلو. يتسمعنا نقول للوحد النقطة اللولانية كامل مع انتها قبل ما تتزوج لازم تحسب لها ألف حساب. وش كون تفتحسب؟ وشن هو مستوى الفكر التاحها. انا وياها اللعنة دي بوا عنكو مولا لا لا. انا وياها اللعنة نمشوف الممشو مولا لا لا. بس كون بعد حنجيبو دراري لازم نتفقو ع تربيتا حو. انا وياه. كيف كيف ستو هادا امر ديني. ستو امر الدين لازم انا وياه نكون مكفه. بصح مادام انا سمحيلي سمحيلي سمحيلي. تقنيات تقول نجيبو احدا توافقني في الفكر. بصح صاريف. ما تركبوش على باظكم بعض. تتشنتيو. لا يا اخي انا 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 اتزيرية. وانت تروح لها تضربها في البوين فابل. هالذي مكش مطهر هالدليل هالفعل. فهمتيني؟ لا 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 لا. عمرينا نخمام قصة اجريب البوين فابل. وقانت خاخ انا هي اللي نزيد نغطي. ماشي عليك انتي نحضر لما جوري. سحني كل كيف كما انا. كاين حوز تلقا. اي تتبدل العقلية العقلية اي تتبدل. اي تتبدل. لازم احنا ثاني نشجعوها تتبدل. تتبدل. إلا قعدنا غير نخافوها واشي قولوا علينا. اي قلت لكي لا خفت دير العرس وقلهم على اسبعنا طهروا. اوكي معلش نقراركم. طفرق فيه مسكيني خلاص. نقراركم واحد اللي لعبسة هكاية. بارتاجيها معاكم. بارتاجيتها في الفيسبوك. بس كأنيا راي تهدر. راي تهدر على واحد الفكرة. اه امبنسابل. في السوسيتي الجرية الميزولمان. اه امبنسابل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لذا نحب بسرخينا. لذا تسمعو بلا فناتر دوفيرتون. السلام ورحمة الله. لافنة دوفيرتون تسمعو بيه انافذة اوفيرتون. لالا. اوكي. لافنة دوفيرتون هذي انافشيها اللي هنا. تسيبوها في الانرجيسترامان في يوتيوب. اه. حبوا تروحوا تحوسوا عليها تسيبوها. وفي نتر دوفيرتون هذي سيكوا ومسي دي نتعلي وكنت تحكي على سي جي ومبعده ورحتون للخيتان ومبعده كذا والله مان يفهم وشي هو السي جي بالذات بسي دي با شابة كنت تحكي على سيفيليزاسيو كنت تحكي هكذا دي با هي اللي عجبتني جاب لي ربي راحت للخيتان ماش كون لي ومعانا قبل المحترم هو المحترم طلعتك قبيره ونسيتك دي بزولي المحترم صبر عليها شوية نهضرو على لفنتر دوفيرتون ومبعد نعطيلك الكاليمة نقرألكم سيكوا لفنتر دوفيرتون هذي هي عبار على نافذة في هالداخل تروى سيجي أو بيان تروى تيب دي بسيجي اللي هما الريزونابل 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 وش معنتها؟ معنتها حاجة ان سيجي اكسبتابل حاجة مقبولة من عند المواطنين موضوع مقبول ولا موضوع عقلاني ريزونابل ولا موضوع شعباوي معروف يعني بوبيلر هذو اللي تروى جايين دخل النافذة اللي انا هضرو عليها نافذة أوفيرتون والفوق وش كايين؟ كايين الريزونابل المجتمع وتحتها يجي لغاديكال فكرة راديكالية اوكي؟ دونك باش نرجعو المجتمع يقبل لغاديكال لازمنا نهضرو له على الريزونابل بس كالو كان نهضرو له على الريزونابل الريزونابل الاند المجتمع formation اليمسال العديد من التعادي لغاديكال المجتمع جوجة مجمع độ انت P drunk ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر أبدا أنه يجب على الفيديوهات والتكتوريات المتركات في كمتابة السعودية يجب أن يستمر طرحةال ملاد المالك أو الرئيس وتقام أيضا أصبarı المالك أو الرائس وبعد يتجه بميديا ويبدأوا يمجحوا فيلم يدروا فيلم وبعد يجهوا فيلم وبعد يجهم مسرحيات وبعد يجهوا كتب يهضروا على هذا الموضوع وتبدأ الفكرية تتعمم وتنتشر عند هذه المراحل لازم تمر عليها النهار اليه تطلعت انا على هذا الموضوع وكما تضحك أن تقول أن الأميسيات التي سأخذها في التك توك سأخذها في الفنة دوفيرتون يسمى أننا نقوم بمعارضة في الفنة دوفيرتون سأخذها في سيئات رادية ويصفية بعد مرور وقت سأخذها في سيئات وراثونية هل يجب أن تقول الإعلام الثاقيل؟ هل يجب أن تدخل معك في الخط؟ مرحلة الإعلام الثاقيل لا تقوم بهذا المهم في الجزائر يقوموا بها لريزو سوسيو كنت بقى تشوف لذلك القنوات التيك توك واليوتيوب والفيسبوك ويجب أن تدخلوا على الإلحاد والكريتيك والدين مع الأولى الناس كانوا يتشوكوا كانوا لا يقبلوش لكن اليوم لا اليوم لو يدخلوا يتناقشوا أنا وحد الوقت كانوا يقولوا لي كما نقولش صلى الله عليه وسلم كما نقول محمد وما نقولش صلى الله عليه وسلم يقولوا لي ألا ما قد صلى الله عليه وسلم أبري إوناني أو يقولوا لي ما تسيبش النبي ما تسيبوش سمح لي كي نقرأ تشات نصيبهم يكاتب لي ما تسيبش النبي محمد سيلتو بلاي ورانا نحبون تقعدوا عندك في اللايف ونتاوليد فاميليا وجوسي باكوا الناس راحوا من البنصابل من راديكال تبدلوا الأفكار التي حمل الريزو نابل والبوبيلير دونك سيبتين ترافاي كل حالة تشوف هي سيفري لا نقدروش نقولوا عندها دور فعال سيرتو سيرتو مع النوفال جنراسيو هذو اللي جان ما تعرف البروبلام وين دي دار الصد الأول ولا تقدر تتميق خط الدفاع سيرتو في المجتمع الدازيري هما لزانسيا جنراسيو كيما بوي وابوك وعمك وعمي أك عارف اللي هذو اللطلي بارتاحهم ما يعرفش حاجة يسموها ريزو سوسيو إذا روك انت يا ما يتمعش قاب حاجة يسموها كتوك ولا فيسبوك ولا فيما بالوك على اليسيشو هذو اللي طابو صادرا أنا ميهمنيش صح أنا ميهمنيش مولا سبعين سنة إلي فوتوا مولا سبعين سنة أنا مولا عشر سنين مولا عشرين مولا عشرين مولا كثين مساغدوة تخرج للواقع يا بدرو كيما يقولك جيدار الصد الأول مش شرط سبعين هذو تقى خمسة وخمسين وخمسين الكوهول هذو وتسيبوه متربيع لموطاليتي عباك فيما يخص الخيتان موضوع واحد آخر ما نقدرش نغالب لا 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 موضوع الخيتان صعيب لماذا بارسكوكي ما قلت تايا فيه مجتمع فيه الجد والعم والخال والخالة والنساب وقاعد يدورو بيك لا تنسى معهم في الختانة هذا يعني معاك بصح فيما يخص المواضيع اللي رانا نتكلم عليهم فيما يخص سيطارة الدين على عقول الناس وعلى الأوطان وكذا يا هذك موضوع آخر برسكوه لماذا الجزائريين عندهم ثلاثين سنة برك من اللي راهم تعلموا العقلية الدينية المتعجرفة ثلاثين سنة برك جزائريين في السبعينات ما كانوا شاكا في الثمانينات ما كانوا شاكا ما تقدرش نغالب ليتغات رغم ثلاثين سنة برك قليلة بسعلي فتاعها بسعلي ريزو سوسيو ثاني تغاو لازمك تفهم بلي ريزو سوسيو رام يعلموا الشعوب اماجينا نايان ما كان يقال بالياناي يقعد معي خمسين واحد ولا سبعين واحد وخمسين طارق وخمسة وربعين مليون بدرد الميوال اسمح لي اسمح لي الجامع اليوم فيه ألف وفيه ألفين محمد صالح إذا تعرفوا يقعدوا معها ربع آلاف واحد ربع آلاف هو قاعد فيه دارو ويهدر مدير الشاي كما يقول هو يقعدوا معها ربع آلاف الميهوب يقعدوا معها ألف وخمسمية واسمها ماريا يقعدوا معها ألفين وثلثة آلاف واحد المسجد الإمام في المسجد لا يقعدوا معها ربع آلاف وخمسة آلاف لذلك الريزو السوسيوليوم لا تقول لماذا لا يقفروا لا يقفروا لا يقفروا في الناس مستحيل لا 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 يستعد واني قلت لك فئة عمرية محددة فهمني بدروا لكن لانسيا جنراسيو اللي هي خط الدفاع الأول ورح تتضالك بالغالي والنفيس على جال فكرة لا يقفروا في المعتقد وفي العقيدة لا يسكت لك ما زال منغلق لا يسكت على روح هو ما يسكت هو ما يسكت ولازم المنظومة الحاكمة لا تنساش لازم تمشي معك فلالين تسينه لقمعاتك غادي ما تديروا ياله وتبغي ولا تكره فهمتني بدروا نكمل هذه مادام برك نكمل هذه برك كل منظومة تبغي ولا تكره عندها القوة فيها بدروا تبغي تقمعاتك تك 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 في رمشة عين توني بوريانثار انت ما تقدر تديروا ماكس جونجر ولا تحبول تكره كما انتشرت الفكرة الوهابية تنتشر الفكرة التنويرية نفس الشي المنظومة انت مشيت معاها انا بارينجزو ماشي نقولك انا مثلا غدوة ماكس جونجر تقولي ثير فد ونرفد لوم واندو شو زلين نقدر نديرها اني نحتفظ بقناعتين نفسي بساح مستحين نغامره بروحي ونروح لنشرها تشكوها كاين فيها رفيد فهمتني بدروا هذان وقصدي نعم نعم دقيقة عبركة بدروا كيبدال لايف وش قال انا بديت معاهم من الول قالك نهارت نحو القدوسية الوالدين وتقول له انت ما تعرفش وانت امي وانتك غالط في هادي وانت معتا تواجهوا ما وش حاجة مقدسة غالط غالط انت رك تقول له هذو تع سبعين وما نشعرفها الجدار الاول هذا لهو جدار مهتر ما فيش الريح يطيحو ما يهمنيش فيه انا يهمني وش من حاجة رح نبنيها من بعد لي رح ينوض ليهمني ماشي لاورايا تقوم وانا والدية او لا نقدر نقولها سيمي فيه مدخليش روحات مداما مكيني اللي جان خمسة وعسنين ستا وعسنين تسيبوا عندو فكرة الرأيات السودة متشدد وعضان مع امرين الجوة ماشي شايفتهم ما عليش بصح عندو قبيلية لك قلت انت قلت هادو كتا سبعين سنة ما يدخلوش لغيزو سوسيو بصح هادو يدخلو كي ما طاح في الفيديو تاع الوهابي طاح في الفيديو تاع بدرو كيفاش حنا تبدلنا كيفاش تبدلنا كيفاش تبدلنا كيفاش تبدلنا اسمع هذا نسمع هذا فهمت ليه فهمت ليه ما كأنين ويا وانا كنتمب غلوقة ما كانت شعدي قابلية رأي كينين انت في ليرزو وصحاب القناظر صافي الديزاني عام ولا ما زال بنفس الفكرة ويطلع يسبو انتم كفار وليزم الدولة تقمحكم ما بغايت يتبدل ومصغار المشكلة ما مش كبار 25-30-40 وما زال مغروسة في ديكتاع القدوسية ما فهمت ليه وكين خمسة وعشرين وتلاتين وعشرين لي كمانا وكما انتاو كما بدرو كما كين هادو كين هادو. انا ثاني كنت ندافع على الدين. انا بكري كنت ندافع على الدين بيدية وسناني. انا جب لي ربي كما تبغين منظومة. تحبو لتكره. انا تبغين منظومة تبغين. ما هو الخطر الخطر هو الحرية التعلم. انا نهار لي صبت روحي حر. انا في الفين وخمسة نهار اللي طلعوا صنفينتوي كيلو في الادية سال. وليت نقدر نسمع لي فيديو تع يوتيوب ونقدر ان تليشارجي. وقدرت ان تليشارجي التورات وبديت نقره فيها. بديت نقره في التناخ وبديت نقره في الاناجيل الاربعة. وبديت نقره في التاريخ وفي الحضارات القديمة. انا نهاري صبت هذيك لاليبيرتي. انطلقت واحدي. انا جابي بابز ومنظومة. انا المنظومة خاطني وخاطيها. لاليبيرتي صبتها في انترنت كل بدرو عندي سؤال عندي سؤال يا تفضل اللي اسمح لي. كمو اكسبليك؟ رغم انو هذي المنظومة تبغي ولا تكره ولادهم ولا انطورة اشتاحهم الضيق الضائرة. عايشين حياة غربية وزا عمالي ما بلتقوحهم في الخارج وما يسمعوش بهذي. بس حلو مام طوم تسيبو ما يشجعو في الخطاب الديني يقلبو رب كمو اكسبليك؟ ساكتشوف برسكو الديني علمك تصبر. برسكو الديني علم الشعوب. ما تريك لاميش. انت يا واحد تتلقى به ذركات صيبو ما عندوش معشات عولادو. يتلقى به يقوله وشراك يقولك الحمدو الله الكفاف والعفاف. عقلية لا تقلق. هو ما عندوش ما برخبز والحليب. لا تقلق. اسمح لي. لا تقلق. دونك شعب كما هذا. شعب كما هذا. كل الحكام في العالم ما ماكرون. ماكرون يتمنى لو كان جاء عندو شعب كما شعب الجزائري. شعب فرحان بالفقر. فرحان بالتعاسى. فرحان بالحرمان. بيان. صح لي فرنسي لا لا. النهار كامل هو معقاب ماكرون. صباح وعشية. اما انا بدرو ما تتوقعش انو المنظومة. تخليك شغل. اه شغلك تقدر تقول خطة ولا برنامج ناجح جدا في تنويم العامة. تخليك انك تهدمون تايا عكا بكل سهولة وبالتالي تهدد مصالحها. راحينا هم اللواءنا اللي يتصددوا لك بسكو مصالحهم في اللعب. اكريحت فيها قلم الجينراسيون. فهمتني بدرو. انت تحسب بروحة كنترولي انترنت. عبكش حل لازمك جويوش. انت تعال. ايه هما فرم عندهم الجوامع وعندهم الائمة والمنظومة التعليمية وعندهم وعندهم وعندهم. شوف لي هنبش نمدوا الكلمان للسيدة وطلع. انت يا الفكرة ما حبش تدخل راسك انا ما نفورسيكش. وش نو نقول لك حاجة. بكري كان كاين الخطاب الاوحادي. كان كاين خطاب واحد برك كنا قاعد نسمعوه. اللي هو الخطاب الديني. اسمع وبلع وبلع. هذا كوش كان كاين. كنا قاعد مسلمين. من هالي يجا الخطاب المختلف. بدأوا الناس يتبدلوا. وش نوشي اللي يبدلني. وش نوشي اللي يبدلك. وش نوشي اللي يبدل آنيا. وش نوشي اللي يبدلقى عن الناس. هو الخطاب المختلف. معناتها بكري كان الاسلام يصول ويجول وحده في الميدان. اليوم دخل عليه منافس. اللي هو الحرية والخطاب الحر والخطاب المتفتح والشك في الخطاب الديني. دونك المتدينين هم اللي يراهم في خطر. اللي عندهم خطاب الديني هم اللي يراهم خايفين على رواحهم. بارسكو دخل لهم منافس. المنافس هذا هو هذا الخطاب الحر. اللي يتكلم على كل شي واللي يهضر على الفلسفة ويهضر على الحضارات القديمة. واللي يفضح الأديان وكذا. دونك هم اللي يراهم بليكوش. هم اللي السفينات تغرق. هذي لازم تفكر فيها مليح. نهالي تكون واحدك في الميدان واحد ما ينافسك. لكن اليوم دخل عليهم منافس. دونك هم اللي يراهم خايفين على رواحهم. دونك وش يديروا هم راح يكفروا من الصلاة. ويكفروا من الخطابات. وراك راح تلاحظ باللي راح يكفروا من الأحاديث الدينية في التلفزة الجزائرية. في القنوات. هم راح يكفروا من العمرة. عمرة لشخصين. اللي يدي الباك يديروا له هدية يبعثوه للعمرة. هو في عمره عشاء خمسة سنة سنة ولا سنة سنة. دونك الدولة راح تخاف على روحها. ويراح تخاف على رجال الدين اللي راح تخاف على روحها عندك الحق وشك تهضر. بالصح وش بقى لها الدير. تبني اكبر مسجد في افريقيا. وتبني مسجد بثلاثة ملاير دولار. وهي راح تجيب تستورد الكتب الدينية. وحاملة حجاب يسر حجاب يسر سعادتي. اسمعها بدرو. في الواحد سمحوا لي بركة باش بنطول. سنطول كلمة الخنارة ما يسمحنا. دار ينمو واحد الفيديو اباكسي كاتاستروف. جامعة باب الزوار اللي سيتي برويفي هي الجامعة اللي نقدرون تكلوا عليها تخرجنا نخبة. اه با احبوا الام المنظمة الطلابية. ااه الحملة تتحجاب اخته نzar م像 فرحانين. قاعدين يصنعوا في الجواري قاعدين يصنعواarde تأس على سعودية. ويش يطلبوا لهم ربع إبنات. انهم يصنعوا لهم حملة سعودية استعمرت الجزائر. الجزائريين ما زال ما تفطنونش للاستعمار الوهابي. مش السعودية تفتحت بدروس. السعودية رأي في حالا. لا الوهابية مش سعودية. الوهابية كفكر كتيار. كتيار اسلامي. سعودية خلصت منها. يستعمر البلدان. انبياس عنده بزاف الاعداء. نص السعوديات كرهوا. وشنو يخافوا منه برك. صح هو ما قاعد يمجدوا في الدين تحهم. عنده مدراهم الحج. بن سلمان لو كان يكمل هكيا الناس يقولوا ما يروحوش للحج. المدخول تاع السعودية ينقص. الملاير لا يتدخل السعودية تدخلها من الحج. وكل ما تدخل واحد الاسلامك دخلت زابون جديد في السياحة الدينية. كل ما تدخل. ان فرنسي للاسلامك دخلت تسعين مليون ولا ميات مليون لسعودية. سي اكونوميك. ستن بيزنس. اوكي. رامي. واشراك يا رامي. السلام عليكم سي بدرو. واشراك سي بدرو. واشراك سي بدرو. لا بس الله يسلمك خويا واشراك جيمي واشراك سولي على الوليدات ونقول لك شوف تحية برافو برافو ميل برافو ليك. على المواضيع المواضيع الحساسة التنويرية. اللي راك تنشر فيهم البشر. البشر المغفل البشر راكد. واحد منهم انا قبل ستين سنة. لا لا لا. ثم اكم تعاونوا فيها بالعكس. اكم تعاونوا فيها ثم. اسمع. شوف اسي بدرو. شوف اسي بدرو واخويا سيجد هذا مسيو هذا خاريف هذا العرب. واي. قلوك وما تكونش بيديا. كيف راح نسفهو للنهاية. اكزاكتر. كما يجيبش رب العالمين عباد كيما ربعت بدرو وربعت محمد صالح وربعت ماريا وربعت الناس الموثقة هذي اللي تنورنا. واللي تحكي اه تحكينا الحقائق. عمي رامج كون يجيبوهم ربي ركونت الرحول. لا 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 لا. سيد مؤنى. وكان موش هومها. وكان موش هذ الناس. هذي العلم الناس هذو عندهم افكار. عندهم افكار قنويرية. بفضل العلم. العلم بفضل العلم بفضل الانترنت. بفضل التك توك هذا. بفضل بفضل هذا الوسائل انتاع الإعلان وكما يكونش هذا الوسائل العلمية اللي يتغلبوا واللي يكشفونا الجهل انتاع الناس اللي اللي حنطوا عقولنا مدة 15 قرن رب العالمين كي حب ينتاقم من الشارعة ومن أهل الشارعة انتاع الكذب وانتاع الجهل وجدالها بعد 15 قرن خل الناس تطور بالعقول تحم وداروا علوم والعلوم هذه هي اللي كشفت الجهل انتاع الناس الدجال الناس اللي عايشين متطفيلين على عقول الناس وعندهم ما كذبوا علينا وعندهم ما ما خرطوا علينا واليوم الحمد لله جاب رب العالمين هذا الناس اللي رام ينوروا في عقولنا ونشكرهم ونقول لهم بان كونتينياشون ولازمهم يتموا يتموا في التنوير تعقول الناس اللي رايحنطونا على باكة بللي 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 لفراعينا حنطوا الأدسام من الأموت والكهانوت والكهانوت انتوعنا والشوخة هذه انتوعنا مثل هذا الناس اللي رايح تقولك لا تقلق هذا الناس اللي رايح جي تخطب لك في الجامعة وتقولك لا تقلق لا تقلق هذا الناس حنطونا عقولنا أنا واحد من ناس كثر من ستين سنة وهم محنطيني عقلي عقلي محنطينه رغم أنه كنت حويج ضيق منها من نفسي كيني الأمور ضيق منها من نفسي بالصح كين نتفكر باللي هذه شريعة ربانية إنه اللي نقبلها رغم أنه أراني ماني شيء أراضي بها بالصح كي يقولك هذا المقدسات وهذا رب وهذا رسول مبعوث من عند الرب وكونولك رب من غير رب كونولك دين وشريعة ونسبوها الرب رب الخالق الكون وهي راه يأكل من الكذب والهراء على ما يكون ما غالبونا غالبونا باسم كلمة الرب الخالق وإحنا ما مكناش إحنا كنا إليك دين ومتغفلين على والدينا جينهم يتبعوا ويبعبعوا وبعبع ما بدأتبعنا وبعبعنا أنا واحد من ناس اساسية خريف وكان يكونوا عندي ذوك مننا وجاي نزيدنا الزوج ويخلقوا عندي ولاد ذكورة أنا أول إنسان للي من طهرها أول إنسان للي من طهرها وجو سوي فيار وش راني نقول لك ما نشي يعني راني نخرط والله بويسكلا تقنعت قناعة علمية باللي تطهارة هذه راهي جريمة في حق الطفل لأنه أباؤنا حتى وكاننا رجعوا للقرآن وكاننا رجعوا للقرآن اللي راه جيت بيه من الشريعة هذه يقول لك رب العالمين يحاسبك ما ألفين عليه أباؤنا يعني ربي يقول لك أنا أعطيتك عقل يتخمم بيه ويتخمم ما بين الشي اللي يضرك واللي ما يضركش والشي اللي يضرك واللي ينضعك وعطيتك عقل يتعيش به في الدنيا مريحة وانت رح تتبع في ناس شيوخ كهانوت كذابين دجالين ويكتبوا قدامهم كلمة هذيك حرق دان دجال ولا ولا دمية ما كان منها دكتور لأنه تكون دكتور لازمك تكون دكتور في العلوم مش في الكذيب والهورى وقال فلان وقال فلان فمت فمت سي سي بضرو أنا جاي لك هنيس أصبر علي ويخويا رامي هني سمع فيك سي بضرو أخي أنا وش نقول لك لازم البداية بنا لحقول النهاية ولازم ما كانش منها يقول لك النظام والأنظمة والأنظمة لازمها البداية في التنوير والتنوير هو الحقيقة والحقيقة والحقيقة هي الحقيقة هي هو العلم هو العلوم تكشفها بالعلوم أما الكذب والهراء يطول أو يقصر أو يروح يروح هي هذه بداية بداية نهاية 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 هي بداية نتاع الزوال نتاعه إن شاء الله هذه البداية نتاع بها نتحره بها نتحره من الخوف اللي رهم داريهن والرعب باسم الرب باسم الخالق الحقيقي وهو الرب الحقيقي باريء كل الباراء من الرب نتاحهم هذا من الرب اللي رهم على بارك وشكون هذو الناس هذو هذو الناس الكذبين الدجالين هو كما يلقاش يروحوا في علم في دماغه يقول لي يدير لك شاشية فوق راسه ويلبس لك قندورة ويجي يقول لك أنا مبعوث من عند الرب أنا كنت البرح مديريني ومع ربي وهو بعثني أو قال لي لك أو كيفية تغيش أو كيفية تغيش سيكون كشغل هو هو بعثوا ربي كل يوم يدير معه رينيا والله كل شهر يدير معه رينيا ويبعثوا لنا هنا يناعدت لنا كيفية نعيشوا رك تشوف هذا سيبدرو هو الإنسان يخدم مخوف مليح ما كانش باشر اللي شايف الرب وما كانش باشر اللي هدر معها الرب وما كانش باشر اللي جابنا وصاية مختومة اللي قال لي زيمن عند الرب ما كانش إذن أنا كامل العيباد وعيباد موش العيباد أنا كامل مخلوقين وكامل نفس المرتلة إذن اليوم به واحد يجي كما عندنا المنفوخ هذاك يجي يقولك لا تقلق لا تقلق ما عندكش الماء لا تقلق ما عندكش السفار لا تقلق ما عندكش به تدوش لا تقلق ما عندكش هذيك لا تقلق لا تقلق هذا هذا من زلت تسمع له وتروح تسمع له الخطبة ودخ وديرو وديرو مليان مليان في دماغه حيش لا تنعوش بيك خدمة الفكر المغير من حيث لا يشعرك خلال الناس قال له بزاف طرحت هكي ما يقوله شفت هكي بديت اتقار لا لا قلوا طرحت أنا ما عندكش الماء صاح بيتقولي لا تقلق لا مشي كما هكا صحة ونس ما تشدينها يقولك سيفرين أمن بالقاضى أو القادر بسحك هنا حاجة يسموها المسئولية حاجة يسموها سوء التسير حاجة يسموها توزيع عادل الثراوات أو ما يقول لك أسي خريفة شوف أحبيبي ما يقولوا هالك شو الله وتقعد طولناك حي ما يجب دولك على الحاكم وعلى الليلية سير وعليهم هما على ما يقولون هما هما هذا الناس هذا وقوان تروح تسئلهم ما بينك وبيلهم الحقائق انتيحهم على ما يقولون ما يمنوش بالشريعة هذه على ما يقولون جاو يمنو بالشريعة وقوان جاو يمنو بالشريعة قوان ما يجيش كل حكو كل نحلي با يعيش على ظهرك ويضيع يعيش على ظهري قوان جاو يمنو باللي صح الخيديع والخيانة مش يمليحها عمي رامي اسمح لي غيل عمي رامي هم ستيرد فيه تاحهم يعني اسلوب الحياة تاحهم وولادهم والمطراج تاحهم قاع في الخارج اسلوب غربي مياه بالمياه هذي زعمار مارك الله فيك الزراع الأديان والأحاديث والجوامع اي مشوا في مصالحهم وخلاص هاي باي نزام امامها مش بيهم غير على الدين ولا العاقدة كاي المصالح بيزنس كما قل لك لأنه لو كانت مقتنع بهذا الشي يتبقوا على أفراد الأسرة تعالى المقربين هما الولى يا رجل اسمح لي يا سيخارين اي هما هما في انفسهم هما في انفسهم نصابين هما في انفسهم انسان انت طول موحي ما يقرأ ما عنده شهادات ما عنده دكتورة ما عنده ما هو طبيب ما هو جنيور ما هو ما كان والو ويحط قدامه ويقولك أنا الدكتور فيه دكتور فيه فيه عن 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 نفلان عن نفلان وفيه لأخر خلاص الحية لأخر يلزقها لك في الرسول ويجي يخدمها لك بيصلى الله عليه وسلم لا يقولك حكمة حكمة لا من عند الله انت لما عقلك قاصرة باش تسوعبها حكمة كيلة دخول فيها عين يقولك حكمة لا اعلموها الى الله ما اعلموها الا الله اذا هذو ناس هذو ناس لازمهم البداية مع الناس تنويريين كما هذو تنويره شنه هو هو ناس كما سيبادرو ناس كما محمد صالح هذو ناس يجيوا نحيوا التخذير ينحيوا التخذير للعقل يجيوا يديرو لك يديرو تنسال لعقلك كشورينا وظهرك او لك الراجد مراجدين هو يجي يجيسلو يجيسلك هكذا بان بوان تعلق الاخر هكذا بايه العقل انتعك ينوض عقلي وعقلك ينوض ينفوكي نور العقل وتبدأ تتخمم ولا نبدأ نخمم في الحقائق ونحن عايشين بالتربية الحسنان تعنا ونحن عايشين بالهف واللف كما هوما انه يقول ونخمه انه يقول بالعقل هذا هذا وش يقولنا الشيخة ايه ونسمعولوش وكما نسمعولوش قناعة ونبدأ نطبق غدوة ولادي ما نطخرها وغدوة كي نحويش بزاف العود ما نديرها وبالصح ما نديرها على قناعة وش كل يعطيني القناعة يعطيها لي هذا كما تعسي بذرو خطراك ما هو تعسي بذرو وجماعته محمد صالح يجيبوهم لك من باب علم ما هو من باب كذب كنروح ندرس دك ونروح ندير بحث نلقى حضرة بدرو هي صحيحة ونلقى هذاك السيد اللي يقول الجمعة يخرط عليها بنفس الخطابة انتع خمستاشن قرن خمستاشن قرن وما يعودوا فيه نفس الحضرة ونزيد ونقول لك كل الناس يخاريف نتحدى اي ايمان واي شيخ كهانوت يروحوا يجيب لنا خطبة واحدة من خطبة الرسول تي عشر سنين في المدينة خطبة واحدة اسمع 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 ري احمد عيط علينا اهدر بالعقل برك اسمع الخطب تها الرسول كانوا القرآن على بيان ما نقلوهم يعني اي صورة تقرأ ها هي الخطبة اي محشبتك يعطينا خطبة برك خطبة. عطينا خطبة واحدة انت عن اللي يقلها الرسول. يا راجل هاي الخطبة انا نقول لك بالي الخطبة كانت ايات تفهم يا محمد. كان الرسول عليه الصلاة السلام يتكلم بالقرآن برك. ما تخلط شما بين الخطبة خطبة انتع انتع ايمام ولا خطبة انتع مسئول انتع رسول هو عبد بشر مخلوق. يا والرسول مكاش يخطب من رسول كان يهدر بالقرآن نفهم يا راجل كان يطلع فوق المنبرة يقول الخطبة كان يتلع لنا القرآن في الجمعة. كان يتلو القرآن. كان يطلع يتلع لهم آيات آية منا آية منا آية منا ويهبط. هذه هي الخطبة تعرصوا عليه الصلاة السلام. اوكي مسلمون ما قلتك شنفارو. اسمح لهم عندي تقول الله. زي قرآن شنة. ما تحدرش بلا ما تعرف. لا لا. انتعلي قرآن جمهة تعرف انتعلي 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 ما يديروش سنة ما لا ما يديروش ملا ثلاثة القرآن ذوكا. في الخطبة بتاع الجمعة. لا ما يديروش يتلو القرآن ملا. اه هذيك ما على باليش. انا نفهم انتعلي شبارك. ايه ايه برمار مو كي ما قل لك بسجي ما. يخير راسل سنة. يخير راسل سنة وقدوانتي عكم. لا ما تتلوش ذاكن تتلو القرآن. لا ما تديروش ثلاثة القرآن. وانت تفهم القرآن كين خاطبك بالقرآن. يا واحد الجاهل. وانت يا تفهم وانت يا تفهم الخرطي اللي رأتي تخرط فيه كل جمعة. كل جمعة تخرطه. تكذبه. معلش اه نمد الكلمة اه رامي نمد الكلمة الانيس راهو يستنى وكاين ثاني موستونج ومسلمون اني طفيت لك المايك تاعك نرى ما ما تستنى دلتك. استنى الموضوع منك الاستمرار في تنوير عقول الناس فقط هذا وش نطلب منك. شكرا جزيلا. طفيوا لي مايك تاعكم. انيس اليك الكلمة تفضل انيس. شكرا 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 كنا نسمع وفي سيد ركا قاعد يقدر. انا نمد من بواند فيو. مع انت رأيي الخاصة هذا يا. شوف احنا مسلمين. زدنا مسلمين. زدنا في بلاد مسلمة. مجتمع مسلم وعائلات مسلمة. وصديرنا نزعون ايريتي حبيب ورثنا هذا الدين هذا يا اب عن جدة هكذا. بس حوصلت لحد ونحنا وصلنا معناتها حنايا الامور تغيرت يعني حاولنا. سننطرونة وراج اشغال دي. علاش تغيرنا يعني التكنولوجيا والعلم تقدم. ولا العالم هذا يا اشغال قرية صغيرة عن طريق الاشبكة انترنت. ولا انا نعرفوا اه يعني اجناس وعباد واحد اخرين ما مش مسلمين. لكن هذا لا يعني باننا نسالخ على الدين تانا علىه. فولكوة. برسك انت لو كانت عاو الترجع لفيلوظوف مثل الفلاسفة الكبار. ليتباحهم الانسانية ولا ليتباحهم الانسان الغربي. ستقول له الموديل ايضا لفيلوظوف. يقول لك من الاحسن يكون عنك. مثلا نعطيك مثل مثل بسيط نعطيك على البر كامي. ليهضر على الابسورديتي. الابسورديتي حبي يقول بان الدنيا هذية جات عباثية. يقول لك ولكن ولكن ومع ذلك من الاحسن انك تتمسك بالدين تاك. على. تمسك بالدين تاك بارسكو سيتان روبر. الانسان سيتان روبر معناتها كيفاش يقولوا بالعربية. انا ما قريش من الليح العربية بصحة. سيتان روبر معناتها تشوف به تريق تعرف به تريقك. نعيم. بالعربية. معلم. وله معلم. دين هذا روه معلم. استدر الانسان كي راه موجود فوق الارض. يا عندها حدي الا اسئلة من يطرحها هي اسئلة كما قولوا اه. درد الامزيستانسيال. ماتة وجودية. اسئلة وجودية. قال انا علاش جيت منين جيت وررني رياح وشنو يلاميسيون تعي فوق الارض? لاجل الاجابة على هذه الاسئلة والانسان لابد انه يسألها لأجل الإجابة على هذه الأسئلة لابد من وجود الدين. لكن هذا الدين هو سلاح ذو حدين. لذلك لماذا؟ أنا أستطيع سلاح ذو حدين. لماذا سلاح ذو حدين؟ مثلاً اسمه بنو خلدون يقول لك؟ يقول لك يتلبس الباطل اللباس الدين الناس تمن به. مع أنت بسكو الدين سيكل كشوز دوساكري. حاجة مقدسة. أنت لا تستطيع تحارب الدين. لا تستطيع تحارب ربي. قال عندك أنت يا آخرة وعندك يوم بعث وعندك حساب. والحساب بتاعك رح يكون كما يقول لك إلى آبادي. مع أنت ما فيهاش اللعب. لذلك أنت كتلبس حاجة الباطل بالدين. الناس تمن بها. فهمتني؟ نحن الدين هذا يا كل حقنا نحن صح عنده الحق. وش كان يقول السيد؟ سيفري جوا عليك بعض الراصول صلى الله عليه وسلم. دي جاوب دول مشاكل. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا المشاكل. وفوق الخلفاء الراشدين يراهم يقولوا الناس باللي مغلطوش وكذا. كانوا كينين مشاكل. ومن بعدها وقعوا مشاكل كبار. بين زيد بن معاوية وبين الله. رضي الله عنه قتل رضي الله عنه. نعم. جاء العصر الآماوي ليستعملوا الدين. استعملوا الدين بش يحكموا ورجعوه شغل لأروايهم. والدين تعنا جميعا نروايهم ويقولوا امرهم شورى بينهم هكذا. جاءوا العباسيين كثير منهم. كثير من الأموين. يعني ولات الحكام استعمل الدين لأجل أغراف سياسي. لأجل سلطة مطلقة على الرعية. فهمتني؟ والأغراف سياسي. والأغراف سياسي. والأغراف سياسي. نفرقوا بين الباطل وبين ما هو حق في الإسلام. لذلك لا يجب أن نفعله. هل يجب أن نبدلوا الدين تعنا؟ لا. لا يجب أن نبحثوا على الدين الحقيقي. الإسلام الحقيقي. هذا هو البحث الحقيقي هو على الإسلام الحقيقي. الإسلام كما يقوله الحر. الذي يحبط على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتني؟ دين يعني معمر بالله. لو كان القرار لك أنا البخاري وشفيه وصحيح مسلم وشفيه. شوف. فربي وشي يقول ربي إحنا كمسلمين. إحنا نصندي ميزيلمون. إحنا سنيين. ربي يقول لك إنا نحن أنزلنا الذكرى وإن له لا حافظون. صفو يدركوا ربي وشنو. حفظ القرآن برك. السنة محفظهاش. وعلاش لأنها سنة مختلفة من بلاد البلاد وحدة أخرى. وطرع عند الشيعة عندهم سنة. طرع عند الحنابيل عندهم سنة. عند المالكيين عندهم سنة. أما بالنسبة للقرآن فالقرآن واحد. القرآن واحد. وين تروح تلقاه هو نفس القرآن. أنا ورب يحفظ غير الكتاب. هذا ما كان. لذلك لازم تقول السنة وقع التزوير في السنة. وقع التزوير كذلك في تفسير الآيات. في تفسير الآيات. هم تعلمين؟ بما يتماشى مع الحكم الطاغي. هم تعلمين؟ أو مع الإمام بروفيته. الإمام بروفيتي. هم تعلمين؟ هذا يفسر في الآيات على حسب الهواء التاعه. نحن ناس عندنا عقل. يجب أن نفكره. يجب أن نخمه. ونشاهده. هذه السيرة التي يقدمها للمشايخ. تتماشى مع القرآن أولا. المعيار الأول. سحة. وما يقولون هذا الشيخ هو القرآن. أمدني. حاجة الأولى. الثانية. يمكن أن يمشي مع العلاجة لأن الدين هو دين في طرع. وما يحب أن يقول. ولماذا يقول الرسول؟ يقول لك إنما. وتمم. وتمم. يمكن أن نكمل. نكمل. بكارم الأخلاق. لأن الإنسان خير بطبعه. هم تعلمين؟ لا تفهمني؟ نعم. نعم. نعم 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 ن محتاجين تقدم في الزراعة الزراعة اليوم حكيت اليوم الصباح مع واحد صاحبي قال لي اسرائيل هو البلد الوحيد في العالم اللي عنده بونوك انتع زراعة انتع قاع العالم ويديروا لوجيا الورغان موديفي جينيتيك مو ويبيع لك الحبات على الطماطيش ويبيع لك الزراعة على الطماطيش نبدل وشبه الله يساعدك نخرج جاتك صح على المساح ومقارات روش ان شاء الله شكرا شكرا والاسرائيلي تلموت طور في الزراعة ويعرف يحكم النبتة والزراعة ويدخل لها جينيتيك مو ويدخل لها موديفيكاسي جينيتيك مو ويبيع لك هذه الزراعة لتولد خطرة واحدة ولا تولد لك خطرات ثم تولد مخصية معانتها هذا الأمور قعم خليينها دكوتي ومازالك تحوس يا سيانيس باش نروحوا ونبحثوا في الدين باش نحوسوا دائما على مصلحة الدين بينما من المفروض نبحثوا في الزراعة ونبحثوا في المياه الجوفية ونبحثوا باش نوفروا الغذاء وباش نوفروا التعليم الجيد لأولادنا وباش ندرسوا قوانين الجمهورية اللي هي موضوعة قوانين وضعية وضحها المشرع الجزائري في الدستور وفي القوانين سواء القانون الإداري ولا الجزائي ولا قانون الأسرة باش نعدلوا ونسقموا وننظموا المجتمع انتعنا باش نعيشوا عيشها كريمة تحوسنا نزيدوا نروحوا ونحفروا ونبقى ونحوسوا على هذا الدين ومصلحة الدين ومصلحة الأنبياء اللي ماتوا ومصلحة الإله إلى ماتا نغير من هذه الفكرة ونروحوا نبحثوا عن فائدة المواطن المسكين فائدة الأطفال فائدة النساء اللي راهم يولدوا في الطاكسيات يجيبوهم مشلف حتى البليد فرنصفانو يولدوا قاع في نص الطريق لأننا مخليين الأمهات والأطفال والأطفال دائما بالدين والدائما مصلحة الإله ونجبنا نعبدوه ونجبنا نعطيولوه ونجوعوه ونعطشوه على جالوش هار كونبلي ونذهبنا نروحو ندوروه بذيك الحجر الكحلاف ونجبنا نديرو غير للإله علاش مضاربين على مصالح الإله ومخليين مصالح المواطنين ومخليين مصالح المواطنين فرنصفانو دعلي دي وقت نجاوبك تفضل مالذي؟ صحيح أساسي تفضلك بالك ما فهمتنيش إسبولي كنت ما فهمتنيش ما فهمش الوطنة أنا ما قلتلكش بالأبقالاتي غير بالدين ما قلتلكش ما قلتش هذا شيء ما تقولنيش حاجة ما قلتش بصحة أنا نقولك عن سوكي كنسان الدين نحن اللي كموسلمين الدين تعنا وش كنت هادر نتاظرك هذا واجب علينا في الدين وكان طبقنا ديننا هذا يقولي واجب وقتاش نسمع كتقول الواجب في بلادنا خلينا من جد الدين هذا شوف لي وهو اللي يحمينا الواطن نرى نخلينا الواطن بالفكرة هذي انتع الديننا وحنا مسلمين وحنا الدين تعنا الى ماتة نبكي على الدين ومخليين الواطن انت حبيت تقول دينه لله والوطن للجامعة اكضر لا 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 الدين ما عندنا من خدمه فيه لأن الدين سامحني لأن الدين يخدم للجامعة انا يا اسمع لي الدولة الجزائرية عبارة على جمهورية جزائرية ديمقراطية اسمح لي اسمحني ما تخليش نسب الدين الدولة الدولة فيها دستور اسمعني وفيها قوانين وضعية وضعها المشرع الجزائري لتنظيم المجتمع الجزائري احنا مخليين القانون ما كان حتى جزائري عنده في الدار القانون الايداري بصح قعدنا مصحف مصحف الى مات يغير المواطن الجزائري الفكرة انتعو انه لا يعيش في القرن السابع ولا يعيش في يوم الحساب ولا يعيش في الجنة يعيش في الجزائر والجزائر اسمعني اسمعني الجزائر فيها قوانين اسمعني 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 باش تلحق الفكرة اسمعني 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 ما تقول ايش بهذه الطريقة اسمعني في بالو ديكتاتور سيم محمد اخذ ورد اسمعني ونسمعك اسمعني يا صاحبي اواش طلعت معك انا في اللايب عجبتك شو سمعني طيه تطيمتك عجبتك شو سمعني بيشت من ادب الحوار عليها لا الجنفذي ها brew اسمعني صرع لاتلك عن القانون الاداري وش منفايدة تعرفت القانون الاداري واكافش منها اسمم مينفعلها الش القانون الاداري مينفعل صلاة الجمعة عندك قانون الاداري اذا هو المشكل يكون يسمى الجزائري يسمى الجزائري ما يهموش القانون تاع هذه الجمهورية الجزائري 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 يهمو الدين الجزائري عايش بش يرضي الدين على بيهرنا عايشين في هذا المعيشة الضنكة هذه بارسكو عقولنا موضوع الإسلام في الارض اندونسيا طبقوا في الدينام لا باس عليهم لا لا اندونسيا لاندونيزي طبقوا في الاسلام بصعراني في تزاير على اشاكل ديني لاندونيزي لا تقول ليش لا تقول ليش الناس يقول لك انا مسلم وماشي مسلم بس كله كان جا مسلم لا انا من نسحق الاسلام في الجزائر لا انا نسحق قوانين الجمهورية لا انا لدي من دي لباس بهم ولكن هذا هو الكريتر اللي كتبت به انا عندك عكس الكريتر السياد لا يطبقه دين وان لا يطبقه حبيت معقبرا برك مسيوانيس قبيلت لهم قبيلت لهم اختلافات في السنة. اوكي راني معك. وبالصحة قلت باللي القرآن كان نسخة واحدة برك. راكي متأكد باللي كان نسخة واحدة برك ما كاش اختلاف الكتابات. متأكد ده. نعطينا نسخة واحدة بقرائلة. ماكش متأكد ماكش متأكد. كان اختلاف كبير في القراءات. اختلاف اختلاف اي نورما. خلينا ماهذيك تعورش وانا اكتبقى لا 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 بشي خلينا منها. اتبتر عن السجاة. لو كان تبحث لو كانت تبحث يا انيس معلش غير بلاقلك وخلي ليدي تخل رأسك وتريته ها. بين بلاي انت انسان انتليجون. الاختلاف الكتابات. اختلاف انورما. ما لازمش تغطيها هاة الحال. مش شي في التفسير في الكتابة المامة في الكتابة. لا بل انت وراك حاب توصل. يوقف راني عارف باش ما نضيعوش. المالي دارة خريفة دارة مش مشكلة ما كيش كلها تغيرت. على بالي وش راح تقول يا ريبونستاك نعرفهم. التشكيل وهدو كل مشاكل وهدو كل. كان يختلف تغير. نا هدو كليش معليش. حنا يهمنا. حنا يهمنا. انت ذوك انيس وش راك حاب. اذكرك حاب الشعب التاعك يتعلم قوانين الجمهورية باش يسير اموره. اسمح لي. و باش يعيش مع عيشة كريمة. ولا راك تحوص. انا شوف خليلي اون مينوت. ننصر. خليلي ترنت سيقوند. سامحني اخويا بدرو. خليلي ترنت سيقوند ونقول بساني حاب. وين. ونباك نحبط. هكذا. تفاضل. مدرع ترنت سيقوند وقت نحضلك. شوف انا شوف انا دولة اللي نحبها. انا نحب الدولة تاعي دولة دولة اللي نحبها الحاجة الدولة العدلة تاحا تكون تطبق في احد الآية يسميها واذ حاكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل يكون القاضي تاحا يطبق هذه الآية. اوكي يكون الراجل مع الزوجة تاعو يقول لك واخوذوا حذركم من القوارير صدير اسمها فتاة تنسيون وفام ويكون الاب للابن تاعو اتاقوا الله في ابنائكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم نكون في بلاد ليكون فيها القسط والعدل يعني فهم دنيه نكون في بلاد وين الفقير عنده حق مع الغني فيما يسمى بالزكاة نكون في بلاد احمي للجابان اتكتب لي لا تخطر ليش لا انه تخطر ليش انا انه تشعرى بالحباد خلاص انا انك تشعرى بالحباد لا نعنى نعطيك صحا اذا انا اذا كان كان هناك القاضي لم يفترون بالقاعدة عادة للين لانه من الوفق الأنمان تكون متوحش انه الانسان الغربي ولا تحتاجه عليك الانسان الغربي كما تشعر على الوقوف وانه او تحاول القانون الوضعي والتعالي القانون الوضعي بطريقة يعني اغماره صاريمة تنسى أنك تغلط الانسان لا تتواجح في أوروبا لأن الناس في حد ذاته وفيه الملاحة وفيه الدونية نحن كمسلمين نحن نعم نعم الحمد لله وفي هذه المشكلة هذه المشكلة لا توجدها الناس التي تتعاونها هذه العبادة التي تتعاونها هذه العبادة التي تتعاونها ولو يقتلوا و يدبعوا باسم الدين فهمتني؟ ولو يحكموا بغير عدل باسم الدين ولو يسرقوا باسم الدين ونحن الدين تعنا بين ميزان لا تطففوا في الميزان ورين لك شالجيريا يطبق في هذه الآية ورين لك اشقاظ يطبق الآية وإن حاكمتم بين الناس يقول لك كولون فرتيبرات وإذا حكمتم بين الناس وحكمتم بالعدل بكري كان يقول لهم وعطيه القاضاء للإنسان الذي هارب من القاضاء لا تعطيه الذي يحوص على القاضاء فهمتني؟ لذلك هنا لا نقول لك دولة إسلامية لا نقول لك دولة إسلامية لا نقول لك الدين مليح الدين مليح لكن الناس يجعلوا منه يعني عاقيدة ولدين ظلامي دين تلفصوا وينو المسلمين نفسهم يشكوا في الدين تاحهم فهمتني هذا وش عبيت نقول لخوتي ويعطيكم صحة كعرفتوني أربي يحفظكم ولا بروشين إن شاء الله سلام عليكم بسلامة على كل حال أعطيتك الحرية لكي تعبر من حقك كل واحد والأفكار مستانج أو ميستانج تفضل يا ميستانج أزول 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 في لك مدروش لا باس لا باس خوية الله يسلمك أولا نحيي نحيي رامي دوماج رامي حبط كان عجبني بزاف تدخل تعرامي كان في في المستوى نعتبره أنا في المستوى ولكن من باب من باب من باب طفيوا لي مايك تاعكم لي يطلعوا سيل بو بلاي ميستانج من باب المنهجية العلمية باش ما يكونوش المغالطات على هاد اللايف اللي نحترمو كتير وأنا نعتبره فضاء لتبادل الأفكار حتى ولو في بعض الأحيان يكون فيه بعض تشنج وبعض تعصب لأفكار لأفكار إكس ويجريك وهذا لماذا لأن لا إحنا الجزائيليين ما نسمعوش البعضانة يعني لا نستمع إلى بعض الأحيان أستاذ أنيس مع كل احتراماتي على كل حال أخذت بعض النقاط في تدخله كان بعض المغالطات قل لي ألبير كاميو فيلاسوف تكلم على الوجودية هذا غلط ألبير كاميو ليس فيلاسوف ألبير كاميو أكاديمي رجل ثقافة وكاتب وليس فيلاسوف ولم يصنف كذلك ألبير كاميو كتب صحيح كتب لا بسيغد ولكن عمره ما تكلم على الوجودية من تكلم على الوجودية هو جون بول سارت جون بول سارت هو اللي تكلم على الوجودية وعنده سلسة أجزاء في هذا الموضوع وكان برعا برعا في الجزء الثاني وكان يعني جون بول سارت في تدخله في تدخله في إينا في إينا التليفزيون العمومي الفرنسي قد تكلم بيسهاب عن الوجودية أو لاوجودية إله إذن المغالطة هذه نصحوها ألبير كاميو لم يتكلم على الوجودية أو تانيا ثانيا أنا أتسأل وهذا من حقي كإنسان جزائري أفكر لأنني أؤمن بالمغالطة 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 يعني بمبدأ أن كل نعودها مليح وندير ثلاثة أسطر على هذا الاخر ونحن نطلق في الارغمونتاشون ديالي كل تطور كل تطور مبني على خلفيات متناقضة كيف؟ ما يقدرش يكون تطور في ركود يعني إذا كنا نقول مثلا بيضة 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 تقعد بيضة لازم يكون واحد يجي يجيب مونتي تاز يعني يجيب فكرة بوضادة للأبيض ويقول له سوداء ويرقي مونتي باش يكون تطور وعلمنا التاريخ سواء التاريخ القديم والتاريخ المتوسط أن كل التطور البشري تم على أساس تناقضات يعني تناقضات سواء فكرية أو عملية نعطيك مثال كان الناس يؤمنون أن الأرض لا تدور الأرض ثابتة فقال لي لما قال لا الأرض تدور هذا جاء بفكرة تناقض كل ما كان يؤمن به الرومانيين فإلى أوزة يعني يثبت أن الأرض تدور وحتى الكنيسة حبت تقرم به يعني تغويه بالأموال باش يتردد على هاد هاد الفكرة التي ناقضت ما كان يؤمنون به المتدينين الكاثوليكيين لأن الرومان كانوا أكثر كاثوليكيين فقال إبوغتون التوغن وعلى بلكم كيفاش مصير قال لي كيفاش سرع ولكن بعد ذلك أثبتت أثبت أثبت العلم أن قال لي كان عنده الحق إذن التطور هذا الملحوظ لجاب من فكرة أن الأرض كان ثابتة ثم قال هو الأرض ليست ثابتة إنها تدور وقد ددت في الفكر البشري بالله عليك الجزائري عندنا مئة وربعة وتسعين ألف مسجد يؤطره مئة وربعة وتسعين ألف إمام وأنا أتسأل وأتسأل لما يصرح هؤلاء الأئمة هل جعلوا من الجزائر شعب هو الأنقى في العالم هل مئة وربعة وتسعين ألف الذين يؤطرون كل جمعة بخطبهم أننا نعطيك مثال نأخذ الجزائر ونقارنها بالدنمارك الدنمارك هو بلد موجود في شمال أوروبا يبلغ عدد سكانه 8 مليون وخمسمائة ألف نسمة تقريب ثمانية وتسعين في المئة من الدنماركيين ملحدين لا يؤمنون بأي دين ولا شيء بالله عليك أنا أسأل صديقي أو زميلي في الوطن في الوقت الذي الدنمارك تغلق على إحصائيات 2022 تغلق عشرين مؤسسة عقابية لماذا؟ مؤسسة عقابية تأكريم يعني الجرم يعني البنعل في الجزائر يبنى تبنى مئة وعشرين مؤسسة عقابية شوف يقول لك حنا الحمد لله على نعمة الإسلام وعندنا 194 ألف مسجد وعندنا 194 ألف مؤطر ينشرون الكلمة الطيبة وينشرون كذلك نعطيك نعطيك شفر تقدر تروح تشوفه في مغرب مغرب سيصدمك يا بدر الدين زين المحارم في الجزائر قد بلغت ألف واربعين قضية دورست في في مختلف محاكم والمجالس في الجزائر القتل العمد القتل العمد 2324 قتل العمد و القتل عن نساء لشرف 3123 هذه أرقام نبعت لك بعدين لليان ونبعت لك لليان في المقابل تروح لهذا الدنمارك سيفر لا يوجد زين المحارم لا يوجد القتل العمد ولو جدا يوجد إبسيلون يعني يأول إلى السفر فهنا المفارقة عندنا للمفارقة 194 ألف مسجد ونظر وفي المقابل في المقابل في المقابل في المقابل في المقابل ويوجد وإذن تصمت على النقار وزارة أن شيؤون الدينية والواقف بالغت المرتبع 10 وحصل على المرتبع لعدد من المتحدة من المنطقات الأحر المنطقات المنطقة ماذا؟ والقوت والعاوات المنطقة وشيئة الدرس المنطقة المنطقة الأمام الأمامية وشيئة الدهياء الامام الدقاة والأحفال الحج المنطقة الأمام وكذلك ولكن مع المعارضة التي تنفق الملايين في الشؤون الدينية أكثر من ما تنفقه في تعليق لقد أصبحت الإطار والفعلية الإطار يفعل الإطار والفعلية فهؤلاء الواء والفعلية التي تنفقها وإنشاء الثداء وإنشاء الثداء إنشاء الثداء المترجم أن يتبعا للجياد هو المترجم أنه يتحقا للجياد يحب إن الشخص يتحقا لجيادة إذا كما أنت عندي أنس مقبلة يقول أنني لا تpper نسمع بحراء يتحق من البخاري يتحق من التلمدي يتحق من إبن البعجة يتحق من صحح solid البود يتحق من إبن كاتير ابن تيمية النسائي النسائي السيوطي هؤلاء كلهم يعتبرون من العلماء الأجلاء الذين فنوا عمرهم من أجل تفسير القرآن وتفسير الحديث النبوية إذن الآن يا جمع أنا للحق الخلاصة يسمح لي بدردين أطلت وسمحوا لي أجمعاء لكن تسمعوا لي ممكن يكون أطلت ولكن أنا أخاطب الضمير الجزائري شركائي في الوطن يا جمع رن دخلين في حيط في الوقت الذي العربية السعودية التي عرفت بأن الدين لم يعد بلك على قرن بلك نحن لا نكون من الأحياء على قرن مع التكنولوجيا مع كثير كثير من المفاهيم الدينية وخاصة العقيدة الإسلامية ستنتثر وحتى حتى حتى لرغم يروحوا الحج سيبقى الجزائريين فقط الذين يذهبون شوف في مصر مثلا في مصر كان تراجع في عدد الحجاج والمعمرين إلى السعودية يعني فيه تراجع يعني فيه شيء من تنوير الناس ميروحوش حسنا حسنا شكرا على التوضيحات الأفكار لديك الناس سمعت واللايف لديك مسجل نفوت فيبر فيبر ما على الميكروفون يا فيبر فيبر أعطني 5 دقائق تفضل حسنا أخي حسنا 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 لا حسنا 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 عائلاتهم يسمعون فينا دي فامي دي بابا قاعدين مع ابناتهم وانتا تسخط فينا قاع هكاك لا أنا أخي قلت لكم عندكم قال لي بيرتي باش تعبروا سواء المؤمن سواء الكافر سواء الملحد مرحبا بالجميع بس حسنا تطيح الكلام أنا عندي حرام وعيب وممنوع كيف تطيح الكلام الأسرة الجزائرية عندها عقلية عندها نوع من التربية لازمنا نتبعوا المنهج نتاع الأسرة الجزائرية احنا تربينا هكا في الدار مكاش تطيح ممنوع مكاش 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 تطيح الكلام نقدرونا نهادرو على الجنس بطريقة مهذبة نقدرونا نهادرو على كل شيء بلغة مهذبة لكن تطيح الكلامنا ممنوع جمع مكاش تطيح لغة مهام وغة مكاش تطيح 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 لكن كنا عندك ديزارجويمان كنت تطلع و تناقشني في ديزارجويمان تاري واش دبتانا؟ درت شي كوريجي واحد يطلع في الجاس ويقول لك ألبير كاملستان فلوسوف كي بارلي ديزارجوزيستانساليزم سي فو، سي فو، غلط ما تنساش يا أخي كين أكاديميين وكالناس أكاديميين وكالناس عندهم شيء من الثقافة وشيء من العلم وليس هالخرافة والجهل المقدس أنا لا أقدسه الخرافة بس لنا دقيقة برك أكسيل أكسيل شاعل ما يكتعك مش انت أكسيل اللي كنت معنا؟ السلام عليكم صح ما طيحت أنا أخي ما هدرج ما هدرج خويا كنت معكم صح ما قلت حتى كل ما أخي أكسيل 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 أنا مراني أجذكر مع هذك اللي يقول لك مثلا القرآن هو أني حافظ أخير أنا شكرا بك قبل ما نروح إلى هذك اللي نبحث في القرآن هل هو من عند الله أو من غيره أو من الباشر أو من الجن أو من الفضائيين أو من الأنوناكي أو من الشيطان قبل ما نروح لهذا شيء عندي بركة نقول عفسها أنه مثلا عندك بزاف شئ ناس ماتوا بسبب الرسول بسبب تعاليم الإسلام هل الرسول هو الذي يتحمل المسؤولية أو الله لك ما عرفناش حتى في المسيحية خطراش لقينا تعاليم يعني تحوث المسلمين إلى القتل المشركين إلى قتل أسحاء أهل الذمة إلى أهل الكتاب إلى آخرين ما كون لي غاية يتحمل المسؤولية حنا ما لقيناش مثلا الناس يقتلوا باسم سقراط فهمت ما لقيناش مثلا الناس يقتلوا باسم سقراط نعم فهمت نخويا بدرو لكن يجب أن نرى هل تعاليم الإسلام أنه تطابق العقل البشري أو لا أنا لقيت مثلا أن تعاليم الإسلام تتناقض مع العقل البشري يعني يعني يوجد يعني يعني العقل الإسلام خطراش العقل الإساني يسترجم الحرية ما لقيناش الحرية في الإسلام كان عبد وإله مبدأ العبودية ما كاش حرية لكن نروحوا هذك الإشكالية دي القرآن هل القرآن أنا جاء من عند الله أو لا بحثوا في القرآن ماذا لقينا مثلا نروحوا نثبتوا إثبات الصدور إثبات الصدور من القرآن وإثبات الدلالة هل مثلا مثلا جي واحد يجيب لك رسالة كيفاش غادي تعرف الرسالة هذيك مثلا أنا نبعث لك رسالة بطرق يجي رسول يجي ذاك الوفاكتو أنت كيف غادي تعرف بلي رسالة مني أو ماش مني كيف شكرا سوف ندخل ترى نرى مثلا ثبوت الصدور هل هو من الله أو من جبريل كما غادش ندخل في هذا النقاش خطاش معدوم شهد الله والسؤال يبقى أن تروح المسلمين أو العلماء الإسلام أعطينا الدليل أن القرآن من عند الله مكاش دليل يقولك إعجاز أيا سيدي سلمنا أن القرآن ليس كلام محمد هل هذا يعني أنه من الله هذه القفزة لا لا ما من المحتوى يدل على أنه ليس من عند الله المحتوى قبل أن نروح إلى الدلالة هذه الدلالة معاني القرآن نروح قبل نشوفه هل هو من الله أو لا بعد أن نروح المعاني هذا سيد قال لك أن القرآن الله حفظ القرآن من المعنى ولفظة يعني من التحريف أنا نقول العكس مثلا الله لم يحفظ القرآن لا معنى ولا لفظا عندك مثلا تفاسير كثيرة ما كاش تفسير واحد للقرآن اختلاف أهل التفسير أول كلمة نقرأها اختلاف العلماء اختلاف الزوقهم ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير هذه الآية بيش ندخل في الإشكالية هذه الإدعاء سوف نروح إلى معاني القرآن أنا قلت لك يختلفوا تفسير عندك تفسير السنة تفسير الخوارج تفسير الصوفيين تفسير العرفانيين تفسير الشيعاء إلى آخرها عندك مئة تفسير ويختلفوا احتى بنتهم ذلك القرآن لم يحفظ القرآن معنا نروح لفظا لفظا وش معنتها زعما دلالة ولفظا زعما للمو هذك إيجزاكت يسكو هذك اللمو اللي قالوا جيبريل للرسول هو نفسه نفس الدلالة نفس اللفظ اللي حفظوا هذك القراشيين على باك يا بطروا أن القرآن جميعا بيزود شهود فقط عندك نوح بحثنا في التاريخ في روايات الإسلامية لقنا أن القرآن ليس متواطر أصلا هو خبر أحد تلقى مثلا الجمعة الأول هذاك أبو بكر الصديق وزيد هذاك زيد ابن حارث كيف يجمع القرآن كيف يكتب القرآن يجي بارك زود شهود يجي واحد ولا زوج زمال شهود شهدين عادلين بعدها يتلون القرآن لزيد ابن ثابت حافظين الحفاظ يعني يجيوا الحفاظ الحفاظ هذك ونا عندي إشكالية يا بطروا علاش إذا كان زوج بارك هذك الزوج مش معصومين يقدر يغلطو هبشر واحد فيهم يقدر يغلط هما كتبوها كديراك تمنى القرآن ليس هم متواطر عندك زوج شهود فقط زوج يجيوا زوج ناس يقدروا مثلا زوج هذك يتفقوا على الكاذب مثلا هذك معروف وعندهم قاعدة تقول إذا طرأ الدليل إذا طرأ في احتمال سقطوا يجيوا به خطرش ممكن يتفقوا على الكاذب ذلك القرآن لفظا طريقة الجامعة دي القرآن يعني خطرش كان الجامعة الأول الجامعة الثانية الجامعة الأول يعني بخبر أحد ليس متواطر نروح للجامعة الثانية ديال اسمه هذك عثمان عثمان كيف أجدر احتفظ بمصحف اسمه مسحف حفص أو حفصة وحرق المصحف الأخرى مسحف عائشة مسحف ابن مسعوب 30 30 30 30 30 30 قريبا قريبا ديال ديال وش نستنتجه مثلا يا بضرو إذا هذك القرآن القرآن الأخرى المصحف الأخرى متشابهة أو متطابقة مع مصحف حفصة على أن حرقوه حرقنا خطراش كان اختلاف يعني 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 لأنه حفظه وأصلاً هذا الدور هذا لا يوجد معنى ما معنى يأتي واحد يكتبك في القرآن إن الله حفظ القرآن ومن التحريف هذا ليس دليل هذا ليس دليل باش نجي في سياح كلامك نشوف بدرو تبع برك ريزون المانديالي في ما قيل في ما قيل في القرآن وكان سبع آيات تتكلم بأن كتاب المحدث قد قرف طفي المايك رحبابك عن ديرو تورد الواج كل يطلع ولي طلعي طفي المايك تاعه وسيلفو بلاي هادم طفي المايك تاعه هادم طفي المايك نكمل عندي عندي هذا اسمه هذا باشي سينيالي تلا باشي سينيالي سيبو فرعن سينيالي بادرو انا حبطو سيبا ترى بيا دنك درو كي نديرو لكانت لانسين تستامن حبط قبل القرآن بحوالي خمسمية وخمسين سنة سنك سيكل اي دبي دنك ربي يسي رندي كانت بلي هادك الكتاب لانسين تستامن اعطي 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 550 عام هاد الוכتاب اي دعو الناس السنسي يباتون الناس بشي الربية يجب أن يتحدث مع هذه الناس لما يجب أن يتحدث عن السلوب السلوب يجب أن يفهمون جاء الناس حسب قراءة كانت 18 يفسروا القرآن الكريم 18 يفسروا القرآن لماذا هذا؟ صنات على نهاية خوطة ونحن سعروا قد أعطابي أدعى ان يكون طويلة لم يتحدث عن السلوب بني أعطابي فيما يتحدث عن سلوب يحب أن تتكرم احاول هنا في المنشف الكتاب يقول أنك لا تكتenges من لا يفو hätte لن تكت veil يجب أن قموا بي Total 很多 أجزت في الولاسين يتحدث الشيسية متاحة ميات صفحة. Donc أنا, je vais passer toute ma vie أباش نقل القرطوبية كل آيان حول القرطوبية أيا فيها سوشتو القرطوبية فسر هالي في ثمنتاش ثمنتاش وسبو. أدنك ربي لأكمpliquer les choses. Pire encore, إلا بكوتي نفهم من اللغة العربية سفرح تالية. إذن أنا مثلا كي نكون في قسم نقري عنده un ensemble d'élèves كانوا مجتهد كانوا مجتهد بسحانا كي أستاذ لزمن نستعملوا أوسلوب تاوافوقي ده فاصون كي جمدرس لي فهم اللي ما يفهمش إذنك صعب أستاذ فقط أنا بيداغوجي عندي قست بين الأكاديمي أستعملوا في أوسرمسي ده لابداغوجي وما بالوكا لقرأة ده الغالقسي بأك Xuebe iani نهر مساء ليس نحو مدعم ل Route أنت رهما بالتقolog الثلاثة 10 أول سنة والجماعة و كل كن كانت 10 أول 10 أول 14 أول كانت 12 أول كانt 14 reappav كينا عشرة أجزاء كينا تمنى أجزاء باش نقدر نفهم واش را نكتوب دونك شفي باسي توت مافي اا موغي فيغي اسي موفي السيري الان اونا نحن 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 انا تعجبني السماوات والارض كشغول انا يا نقول لك راني خلقت ايم بلاج وحب ارمل راني خلقت السحرات على الجزائر وحب ارمل السماوات والارض يا ودي الارض راهي غبرة قدام السماوات علش تهدر عليها اسمال الاكزمبل هاذاك ما عندوش اني بالوجيك اسمال تقارن تقارن السماء مثلا حبوا يقولوا السماء هي الكون مثلا السماوات هي الكون نورمال مو السماوات وحب ارمل مقارنة زائفة اصلا علا نقول لك علا فارسكو هو هو معرش بل الارض راهي مرمية في داخل المجراء والمجراء الداخل يا ودي النجوم النجوم كان يحسب فيهم لامبات صغار وزينا سماء الدنيا بمصابيحه وجعلناها رجوم لشيء كان عن بلوب اللي النجوم هو الشمس الشمس يعتبر نجم اقرب النجم اللي هنا هو الشمس النجم هو الكوكب الملتهب اللي شاعل بالنار ويضوي يخرج منه الضو الشمس انتعناه هي نجم وكي النجوم كبار على الشمس انتعناه الشمس انتعناه كيف تقول النجوم يضرب بهم الشياطين ولا يطيحوا تكادوا النجوم وتقع على الارض اوه يسمى لي كان يتكلم هو عبارة على انسان كان عايش على كوكب الارض يظن ان الارض هي كبيرة بزاف والشمس صغيرة يشوفها مدورة صغيرة والقمر يشوفه صغير يظن باللي هما اللي يدوروا عليها وهي الكبيرة وهذا النجوم يصبح يغلوند مع الارض في السماء صغير ويطيحوا فوق الارض تفسير تقع انسان بشري مسكين لكن كو كان جال الاله ليتكلم وكاره وهضر على دواران الكوكب على الشمس وكاره وهضرنا على الكواكب وهضرنا على المشتري وعلى الزوحل وكاره وهضرنا على كواكب اخرى اللي فيها الحياة وكاره وعطانا اسرار الكون يقول لي قل اعوذ برب الناس ملك الناس شكور الناس الناس ماذا ندر بها ماذا ندر بها المسواس الخناسي جام يتلاقينا بها جام يدرنا مشاكل قاعد بها هذه رسالة هذه اوكي ما عليش زاد طلع معنا رامي رامي تفضلك اشعال ميكروفون رامي ما عليكم سي بادرو بادر اخوية سي بادرو اخوية حبيت نقول لك يعني بان كونتينياشون ماذا بك تبعد في هذا في تنوير عقول البشر لانه كون يعود صح الاجر عند الخالق يعني هو الاجر العظيم اللي يراه الانسان تنوروه في عقول البشر هو ما كانش اجر فوق من من هذا الاجر هذا اللي انسان ينور عقل عقل خوه ما كانش اجر فوق هذا ما كانش يعني عمل انساني قد ما الانسان يخلي العقل انتع اخوه ولا العقل انتع البشر اللي كيما هو يفطنوا يفطنوا من التخذير من الله نيستيجي اللي وردها من عنده عباد عندهم 15 قرن جواب الجهل وجواب الهوراء وحبوا يرقدوا عقول البشر وبالاكاذيب وبالهوراء انتحم انا حاجة واحدة اللي نعمل بها هذا انتقام الخالق من الكاذيب انتحم وش دير الخالق لانه على كل شيء قادير هو مد للعقل اللي تعال انسان العلم والعلم هي الحقيقة بالعلم والحقيقة انتع اليوم انتع الانترنت انتع التكتوك وانتع الفيشبوك وانتع العلوم التكنولوجي هذي انتع لتطور بها البشر انتع العلم انتع الانسان وخدم بها حويج اللي قدر ينور بها عقول البشر بطريقة كم انتوما بطريقة الناس هذو اللي قراؤوا وبحثوا وبحثوا عن الحقائق وجبدوا الحقائق واليوم اي انسان يشك والله عنده شوكوك ما عليش يسمع كم وروح يبحث الى في البحث هذا انتع كم حاجة انتع هورا وكذب يجي يقول لا راكم تكذبوه الى كان يلقى شيء صحيح شيء صحيح من الهورا انتع مهوما من الكذب انتع مهوما ويلقاه بلي شيء صحيح بلي راه كذب وهورا وخداع هذه الانسان لازم يستعرف ما فيهاش عيب الانسان كيكون راقد ولا يكون مخذر ويفطن ما فيهاش عيب ما فيهاش عيب الانسان كيشف الحقائق وهذه انتقام الرب انتقام الخالق الفعلي الخالق الفعلي للكون انتقام من هذا الناس هذو انتقام منهم اخلق العلم باه يوري للناس الحقيقة حقيقة لانه هما داروا دين وكلحوا وكذبوا بيه وكذبوا بالدين هذا نسبوه للخالق خليهم يتبعوهم هما هما جابونا شريعة وقال لك الرب الخالق هذا هو اللي قال ما فهمش ان الرب هذا الخالق قدر اليوم البشر يتوصل وين يدير بورتابل ويدير فيه بيه صغيرة بلسكي متبينش وقدر يدير يتصل بكل إنسان حامل البيس هذي يتصل به بيرمشة عين باسمس يبعثك اسمس ويقول لك ها وش كاينة وش كاينة غدوة كاينة حفلة غدوة كاينة كذا يعني وخالق المشر وخالق الكون موش قادر يدير بيس في الإنسان وين يقدر يبعثه بيها عن طريقها للدين انتعوه حتى هاو الشيطان هاو الشيطان يهضرنا في وذنينا ويوسوسنا في وذنينا على الشيطان يقدر يوسوس لي في وذني ورب ين يقدرش يهضر لي في وذني أعرف هذه الآية سمحتكي قرامي تعرف هذه الآية يقولك الإنسان قارب من الله كحبل الواريد عبسكي معك هذه الآية نحن مثلا نحن كبشر خلقنا الله على صورته ونحن قرام الله مثل حبل الواريد لماذا تبعث لي رسول ولا تبعث لي جبريل هذا على على تبعث لي جبريل سبع سماوات أجي هابط نازل هابط نازل هابط يطل ونحن أقرب إليه من حبل الواريد خلقنا عفسه ونحن أقرب لك ونحن أقرب لك عدد كما قال رامي عنده الحق الله هذا أعطان عقل وخلاص عقل هذا نسخدمه وخلاص هذا ما كان إذا كنا مثلا تناقض بين تعاليم الإسلام وكين تناقض كنشوف بني بزاف الناس راهم يموتوا بسبب هذا الدين ونحن في التسعينات ونحن فينا 250.000 موت 250.000 يعني ربع مليون ربع مليون يا خوتي كنا نقتلوا بنتنا نورما العادي واحد يقتلخوه واحد يقتلخوه ماذا؟ 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 هذا الدين أنا أرى هذا الدين هو الدين الشياطين ليس الدين الله إذا كان الله مثلا الله هو كلي الخير ما يمكنش من يصدر شر من كلي الخير ما كانش كيفهاش إنسان خير نعم نورما كان تناقض يا أخو يا بدرونة ما فهمتش هواي 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 ثاني ينسك بدروا ثاني ينسك بدروا هواي 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 عربي يعتك صحة كي عو طلعت يعتك صحة فرسك سبعت تدخل ديالك القبيلة كعذا رايع وداير تدخل التواجع هواي أروع يعني يعطيك صحة هواي ثاني كبارها بدرو هواي وبي وفايبر وبعض من الناس المتنورين ينوروا في المجتمع عطل الجزائري هواي ولكن هواي 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 ينخدم في المساجد وينخدم في الإعلام مثلا كي تشوفون تالير ديالة يجيب لك شمس الدين هواي يرقيل هواي 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 في المنسى 80 الكامل تتحفو كامل يجب أن يشعر الوزائرين على المحل 7800 الميات وإنه على الأفغانستان، طوربورة، أو كبول، أو كندعار يجب أن يتعرض إجلها من الأعجاب على الأرض وإنه على الأفغانستان لتحفو الأفغانيين لتصفر من الأفغانستان و تقارير تقارير تعوزار الخارجية تقول بللي 13000 و 850 جزائري دهبوا إلى إفغانستان ولا يعد إلى 9000 جزائري ونره ملخرين هذا الوقت من 13000 و 850 المترجم للتقارير هم الذين دفعوا بالجزائريين و لازم تقولوها و ما نخافش من ربو أنتم من بعدتم هؤلاء كي يموتون هناك و بعدك يقول له هذوك اللي نفميل ليقول له وش تولي صعب وغفاء اللي جابوه من أفغانستان ولو نوحوش نورمال مو هذوك الوحوش يندرو دون دي كاج هل يسرعوا من أفغانستان هالي يكملو هالي خلاصة أفغانستان جاولة زاير كم صابو ميديرو الجبل و أصلاح و الاثلاث بيحاو بمطافه نزيد لك من الشعر بيتا أين أني أمري؟ أين أمري؟ أين أمري؟ 4800 أو 4810 نزيد نعطيك إن شفرة خمسالاف جزائري وبإيحاء من علي بالحاج ومذكر اسمه ونعلط الله عليه ونرمو هذا الإنسان نعلط الله عليه هذا الإنسان مام مام دونزين كاج إلي دونجوره هذا الإنسان مام تحطه في قفص فهو خطير خطير جدا هذا الإنسان دفعه خمسالاف جزائري حوالي دبر التقرير تع وزارة الخارجية خمسالاف جزائري راحوا الوين راحوا العراق واش يديروا باش يابوي وان تيران صدام حسين الذي شنق شنقه العراقيين هو وكل نظامه قد شنق بسع نهار اللي يكتب لهم الله أكبر في العلام ولو قد يقدسوا فيه وانهار اللي يدخل المحكامة رافض معها المصحف مام الحويني هدر عليه قال لك لا لا قال لك يأمن برسكو احنا عندنا الرئيس معلش المهم كيكون يأمن معلش كيسرق قد ندراهم لا معلش ما يبنيش البلاد المهم مؤمن يصلي صلاة العيد الحاكم كيكون مسلم معلش معلش كيقتل في حلبشا في حلبشا قتل الكرديين ضربهم بلغاز معلش معلش المهم اكتبنا لا إله إلا الله في العلام معلش معلش شوف الغابة يا عبدالدين نحكيو 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 جسوما الفوديبات شوف الفوديبات اللي رامين دارو في تليميزان شوف اللي ليد بوليتيك اللي عندك دوكا جو بسكتة دنو باش ما ما تسينيالاش لقاستاك شوف لرام لابن غارد بوليتيك تانا موين راهو اسمه ونا بو اتر دكور و با دكور او بك نحنا نحنا مالغر كسيت ان اسلاميست مي سي ان غرص بانتر نحنا كي يهدر يهدر مهري كي يهدر يهدر انا جري رس بان نحنا تقدر تكون دكور معاه تكون ما تكون ما مي كان إنسان مالغر الاسلاميست يلا با دي زار جمو يلا بان كري صلللنا في الطرور صللنا في الطرور زجرا كعات مهري 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 ما رحمو السعلي تسمع مهري مهري كيف تسمعو سي سي كال كان مهري واسمو سايد سادي بو كروح ورحمو 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 هاد الناس هادوم ورحم هادو واسمو رضا مالك واسمو هادك هاشمي شريف كيف تسمعو هادو 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 الناس مهري كيف تحمد هادو تحمد ما ردي تكون عندك مآخذ سياسية معاه تسمع ونع شخصية ما تقدش تنكر الشخصية هادو 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 الناس عندهم راسيد راسيد تاريخي هادو تحمد تحمل تكر عندو تاريخ مهري عندو تاريخ واسمو هادك هاشمي شريف عندو تاريخ هادو كلناس هادو يهادرو دابر بار كون السوس دكوس انا جيبلي واحد ما نشعاف وين كان قل لات بك بك كعب و بعد دي جور لندما ي ي ي طال ما نشعاف وشو و ي ولي إلي ولي دي دي في البلاد يتوسع دنك ما أنا وين حبيت للحق وين حبيت للحق يا جماعة يا جماعة حبيتو تتعلمو روحو تقرأو روحو تقرأو البخاري روحو تقرأو التربدي روحو تقرأو قرأو بصورة متجردة صورة متجردة لا يمكنك إدارك في جوجل يجعلك الوصول يجعلك مليارات ويجعلك الوقت على الوصول يجعلك 0.01 سنة مع أنه 10 أو 100 سنة يجعلك الوصول تقرأ كتابات إذا أنت إنسان كسول في القراءة تقدر تسمعي فيديو قراءة كتاب البخاري تدير ليكوتر في وذنك سوف تسمع إذا كنت كسول في القراءة ما أنت قال لي سيبور ميدياتيك أو لي سيبور موجودين كان البيدياف كان النص وكان الصورة وكان الفيديو وكان الصوت ما أنت اليوم اللي ما يبحثش المشكلة راو فيه المشكلة راو فيه ما عليش رانفوتنا خمس سوايا نطلب منكم كلمة أخيرة ميستونغ فيبر ورامي تعطيونا كلمة أخيرة باش هذك هو نروح نرتاح ونتعشوه تفضل رامي كلمة أخيرة من فضلك سيبا درو سيبا درو أخينا نطلب منك ومن الجماعة يعني تنويريين هذو اللي راكم تنوروا في عقول البشر وراكم تنوروا فيهم بطريقة حقيقية جاية من من الحق اللي وصى عليه خالق الكون هو الحق هي العلوم العلوم التكنولوجيا من موش من الكذيب راكم تنوروا في العقول يعني عقل الإنسان من مصدر حقيقي مصدر علمي مصدر علمي مصدر علمي أما الإنسان اللي عنده شوكوك معليش احنا يروح يبحث أنا واحد من الناس نهار لي بديت نسمع فيكم بديت نبحث بديت نبحث بديت نبحث على حويج وما ما كذبتكم ما مشيت معاكم روحت بحث نلقى الشي اللي هدرتوه في كامل شي صحيح وين صحيح في الكتب انت وحم وينما الأغلبية الأغلبية انتعى الحقائق انتعى كانوا مدرجينها عليها النهار لي كنا نقراوه نعتونا غير الشي لمليح قالونا غير على الشي لمليح أما الشي اللي موش مليح جامي يجبدوه خبار وجامي يحكي وينعليه بما فيهم الأئيمان تاع الجمعان تاع الخطب اللي روحون يسمعو لهم جامي يجبدو لك مثلا ماريا القبطية كيفية صرالها جامي يجبدو لك صافية هذي كيفية كيفية تزوج بيها جامي يجبدو لك هذه هذه زيد كيفية كيفية مارت الابن كيفية كيفية تزوج بيها جامي يجبدو لك هو يعني السيرة الحقيقية يجبدو لك لكان دي بوام برك هكذا يديروك بها لاصالات أو يحشيو لك هذا ما كان مي هذي من جاية هذي جاية من الهوراء والكذيب واحد قد يكذب وعنده شريعة ما فيهاش ثقة وعلى باله بلي شريعته مزورة حاجة مزورة تجاه دايما يحكي لك كلمة وعشرة يدرقها يا اخي لكان شريعتك صحيحة وجاية من الصح أحكي لي كلش خليني أنا نخمم إلا اي مليحة نتبح إلا عاد مش مليحة ما نتبحهاش لا حتى نقعد أنا نستنى نجي دو ميل ديز ناف ولا دو ميل فان وجي تيك توك هذا وجي تيك توك هذا وجي تيك توك هذا وعودوا ناس كما أخيها هكذا من الثقفين وروحوا يبحثوا حياتهم كمان وما يبحثوا ومن بعد يجي يديرلي لايف ويفطني ويقول لي هاي في السيرة الفولانية روح أقراها هاو في الكتاب البخاري هاو في الكتاب المسلم ونرون ولينا نطالع ونهار اللي نطالع نلقيها شي صحيح اليوم حتى ونلقي كل ما برك كل ما واحدة خاطئة في الشريعة هذه إذن يقول لي عندي دوت في الشريعة وكل لأنه له الحاجة اللي تعود مبنية على حق مبنية على صواب ما تلقى فيها حتى خطأ وشكون اللي ما تكونش عنده الخطأ إلا الخالق والخالق الفعلي الخالق انتعي الكون هو اللي ما يغلطش أما حاجة اللي جاية من عند البشر لازم تلقى فيها نقائس ولو كانت العلم العلم فيه نقائس قد ما يكون تكنولوجيا طورت بس دايما فيها بتي ديفو ذوق هكذاك شريعة شريعة كامل مليانة نقائس والجي تقول لي جاية من عند الخالق خالق الكون كيف هاته؟ تمس خربية خالق الكون يغلط خالق اللي خالق الكون هذا كل يبعد شريعة خاطئة يبعد شريعة مليانة خاطئة تتشاهد ضلم غالب زوجة لها настолько الظلم خالق وغلط تذهب في الزواج أو في الطلق أو في الميراض أو في الشهادة أو تشاهد تذهب فيها مرخصة إلى واحد الدرجة تذهب في سواء أو يغلط لأنه لدي المستقس أنت من الشريعة لدينا ذكر قبيلة. قبيلة. قبيلة ذكرها. وجماعة انتها ذكور. ما معهمش نساء. كون جاءوا معهم نساء. كانت دافع على حقها. مدام داروها رجالة بركة رجالة. ويتخيل لك يا سيدي بدروب. يتخيل لك حاجة نانية. كيف خالق الكون هذا؟ يعني موش قادري يبعث الدين انتها بابسط طريقة للبشر تعوه. يعني كده يقدر يخلقنا احنا. سبعة ملاير ولا ثمان ملاير ولا عشر ملاير. موش قادري يبعث النا عشر ملاير رسالة. كل واحد رسالته وحده يفهمها وحده. احنا حسب عقله. وتطمئن القلوب. وتطمئن القلوب. وتطمئن القلوب. وهو مفرحانين. كل انسان يرقد. كل انسان يرقد. يلحق لثلاثين ولا ربعين سنة. يعود كهل. يبعث له رؤية يرقد. 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 يشوف رؤية. بل يا ربي يكلموا بحاجة هذه. كما كلم ابراهيم. وكما كلم يعقوب في المنام. كما كلم يوسف في المنام. ايه. كما بحاجة المنام. ايه. كيف يبعث. موش بيه ولا ما يشتاغلش. وش بيه خرج له روترات. والصرار. كيف هذو كاسي بدرو. يعني تامن انت. يبعث لك واحد امي. ما يعرفش يكتب. حتى حتى الناس اللي كتبوه. حتى ويك يزوروا له كتابة. ما يقدرش يكونتروليهم. ما يقدرش يتأكد منها سيفري. ما يقدرش يكونتروليها. ما يقدرش. يعني مثلا مثلا. مثلا. هو يقوله اكتب الحمد لله يا رب العالمين. ولا استيلو فيدي. نكتب. الحمد لله للشيطان الراجيم. كيف هذو كنتروليهم. ما يقدرش يقرأها صح. ثانيا. 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 كيف القرآن هذا. ما يتكتبش في وقت وهو حي. يتكتب ويجمع ثلاثين سنة. بعد ما ما bolts. وكيف كان. كان تناقض في 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 الشريعة. كان كين. كان كين السنة. وكين الشيعي. وكين كل واحد وتعدي bạn. وعنده عنده الإيمان تقرأوا. كل واحد عنده الشريعة تقرأوا. كل كل واحد عنده تفسير تقرأوا. واحد. هذا تسمى ولا يعلم به شريعة الهية. ما أولاد شريعة وولاد كوري صح وولاد فوضى وولاد فوضى وإلى يومنا هذا فوضى إلى يومنا كل واحد عنده المذهب وغرق على روحنا ورح تبع ورح تبع ورح تبع الفتاوين الكاسكيته كله نسمع في الجماعة الكاسكيته قال لك حرام قال لك لا يا جوسي وش كله قال باش تشري العراقية هو على هدر الحجاب للمرأة الجزائرية باش ترمي الحايك وتشري بالدراهم تشري الحجاب السعودي باش هما الخياط التحهم يخدم هذا ما كان الخياط الجزائري اللي كان يخدم الحايك والملايا القسنطينية والجبال القبيلية يبطل المسكين غلق قراء وقاعد شو ماش هو يريدك الإسلام وين يدخل يستعمرك بك بيمك بابك بلبستك بعقليتك بثقافتك ينحي لك ربك يرجعك وهابي هذه المهمته يستعمرك 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 يقول لي هذه الشريعة ليست تعيي هذه الشريعة أنت على الخالق أنت تقول لي خاطئ أنت تقول لي خاطئ أنت تقول لي خاطئ يقول لك يحرقك بالنار يوم الحساب والقبر والعذاب يديرك في الجيب يستعمرك يستعمرك يديرك يمثلك الرب الخالق يمثلونك مجرم أكثر من هيتلر أنت تقول لي خاطئ هذا الخالق مجرم لماذا مجرم؟ لأن كل فعاله لا يريد شكور لا يريد وينحيو القدسية من الإله يتحهم هم يخربوا الدين يتحهم بيدهم هم يخربوا حسنا شكرا لك يا رامي على المشاركة أخي بان كونتينياتيون بان كونتينياتيون بان كونتينياتيون برابو عليك برابو مرسي بك مرسي بك على كل حالة ماشي غير أنا أبر كانيني بذل في مجهود مامتوا مراكم تخليوا صوالحكم وتتطلعوا وتشاركوا نشكركم بزاف فيبر كلمة أخيرة من فضلك باشي باك وزير بدرو باشي باك الحلسان الحلسان يا أخو نروحوا الديمقراطية والعلمانية ندخلوا التاريخ ندخلوا الحضارة وفوانبار بعد الدين الدين هذاك شغلك في الدار ولا أحبي تربي ولادك على الدين الإسلام هذاك شغلك هذا ما كان وبروبلم يا أخو بدرو أنه كان شي ناس هذا كل اللي عندهم نظرة عندهم نظرة سياسية وعندهم طرق سياسي آخر عندهم هذا كل الإسلام الأصليين نظرة وعندهم نظرة نظرة مظاوية فهمت يخلطوا بالدين والسياسة وحنا عندنا الدلة أن كنت خلط الدين مع السياسة سيصلك مشاكل وعندنا الدلة وحشوف مثلا وحشوف مثلا وشرا ساري في العراق في سوريا يعني سيارة ديني طائفي فهمت وحنا عندنا طرح عندنا حل عندنا نظرة نظرة وعندنا وأثبتت تجربتها يعني أثبتت صحة أثبتت صحتها عندك عند الغرب مثلا في الغرب بكري كانوا يتقاتلوا بنتهم أكوز الدين أكوزت على روليجيون وذلك خلاص أصلا ما كان الشراعة الطائفية الدينية بين البروتستان والكاتوليك والإزارتودوكس خلاص كانت تعايش خلاص يراحوا بعيد مثلا لطائتي راسيوناليزي خلاص أنا أنا أحنش طلب الداولات كون 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 خطرح باش 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 لطائك ولينط يلط يلط للإلطار للإلطار أحنش حطرح مثلا بشكل من للعجر للإلطار للغاية حيث أنت كما نحنش لا تعطي له الحرية لكي يشعر أنه مواطن يشعر أنه مواطن لذلك ما سوف يقوله أخلاقياً أو أخلاقياً لا، أنت رأيك أنك أدلت وكي يشعر أنه مواطن لكي يشعر أنه مواطن لكي لا يشعر أنه مقصى من الدولة ولا يشعر أنه في الانتماءات والمجتمع لكي يشعر أنه مواطن لكي يشعر أنه مواطن لكي يشعر أنه مواطن وفي نفس الوقت كل الأديان تقدر تعيش في اللائكية المسلم، الكافر، الملحد، اليهودي، المسيحي، البوذي، الزردشتي كل الأديان يقدروا يعيش في اللائكية لماذا؟ لأن اللائكية هذه أو العلمانية هو نظام محايد ما عنده حتى دين، لكن الأديان كلها تقدر تعيش في العلمانية بينما لما يكون عندك قانون الثاني من الدستور الإسلام دين الدولة هي تحتم عليك باش تكون مسلم علش الخطرالي فاتي خيقرينها على مجهول الناسب باش تربي مجهول الناسب لازم تكون مسلم وباش تورث لازم تكون مسلم وباش تتزوج في الجزائر لازم تكون مسلم باش تتزوج معها مرأة لازم تدخل في الإسلام باش تتزوج معها وباش راجل يتزوج لازم مرأة جزائرية مسلمة باش تتزوج معها راجل فيرنسي ولا إسباني لازموا يدخل الإسلام تحتم عليها أنه يقول لي مسلم هذا الشيء يتناقض مع حرية البشر أو العقل يتمسخر بك وبعد يقول لك في القرآن لا إكراها في الدين أنت يا دولتي تكرهينني على الإسلام أنا ماش حب نكون مسلم حب نكون مسيحي حب نكون يهودي أنا حب نكون بلا أديان كيفش هذا تقول لي لا إكراها في الدين وباش تتزوج لازم تكون مسلم وتدي مسلمة باش تورث لازم تكون مسلم باش تربي طفل لازم تكون مسلم علاش باش نزرع لك الدين الإسلامي تاعك هذا إكراه هذا يهو هذا يعتبر من الإكراه وانتيراك يتناقضي في نفسك والقرآن يقول لك لا إكراها في الدين وش هذا التمسخير هذا يهو هذه طائفية اسمها طائفية قبلية أخي يا بضروة أنا يبالي هاداك الناس اللي كتبوا اللي كتبوا الدستور ولا الديباجة ولا قانون الأسرة قانون الأسرة نعم شغل في القانون الأسرة من في قانون العقوبات عندك بزاف قوانين انتوا عقب مثلا يقول لك في الدستور حرية المؤتقد ستحدثت القوانين الأورجانيك فللوا أورجانيك تلقى تناقض مثلا كريتيان البوباب البوباب ريشي مثلا ما عندهوش الحق ينشر بالمسيحية في الجزائر علاش خطرتهم المصدر تعتشريع في الجزائر هو الشريع الإسلاميه هو الفقن الإسلاميه يا ربك يا المشريع الجزائري انت نرمال جيب شريعب جزائل خطرتهم بعد ما تطبيقIO وتفعلوا في القانون الواحد والعشرين مع الناس مع دوش لا علاقة لمية الواقع هادات لمية الثقافة اوكى رابور لوجيك ليه استوريك ليه راسيونك كيفاش وفوزيت منورمال انتو ماء وفوزيت منورمال يا ربك مانيش كوراج 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 ست عادتك جسك كونه Europe فلا يقول لك القرآن مقدس ثم يقول لك الفقهاء مقدسين خلاص يا بريسيبون خلاص تيك توك هو المقدس تبدل اللعب يجب ان نتحدث يجب ان نتحدث يجب ان نتحدث يجب ان نتحدث وننتظر وننتظر مع الوقت نحن نكون مثل الذين يقعدون في يوتيوب والأجيال ستسمع وعندها انترنت لكي تكترون الكلام وتشاور عقولها وهذه هي النهضة الفكرية هذه لازم لها وقت وكي تكون مسلم اي بطراسي لقد تقول لي رئيس الجمهورية يجب ان تكون مسلم ده 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 اجيال القادمة الأجيال القادمة هالي راح تبدل ليس احنا نحنا نهضرو بييييييييييييييي ده 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 في سنة 2124 من على مئة سنة سوف يتضرون علينا و سوف يترحمون علينا كما يقول المسلمين سوف يقولون علينا بللي لو كان ما بديناش حنا في 2124 سوف يقولوا لو كان ما بديناش حنا هما ما يوصلوش لذا يجب أن تتصل لك حيث أن يتصل إلى خارف لكي قادر انتصل على له صديق التفاصيل يجب أن يتصل على فرش ولكننا نحن 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 لإبداعي لدينا لفرشات مجلودة وهذا هي يجب أن يتصل اولاا كان مجلس يتصل على الدعاء شكرا لليدا للمسلمين سوف يتصل على خارج للمسلمين تفضل 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 وذلك نتضحق عليهم الفرنسيين لأن الفرنسي تحب بلدكرة من رواد ce sont les leaders ديشنس fondamental أصبع الماثماتيك ديكارت وما أدركات ديكارت رضي الله عنه واردار لابوزي أبو لاشيمي أبوزي قتلوه أنا أمي قتلوه لابوزي موكتشف الوكسجين موكتشف الهدوزو موكتشف الوكسجين موكتشف الوكسجين ولا وزي هو من هو من وجد 25% من نسبة الأكسجين حتى الآن 21% في الأتلسفيرة 70% و1% ديكارت نستعمل اللفظ اللفظ الشابي نستعملوهنا في العاصمة في بلد에 في تي بازا فجد الغرفة البكبك والbecca الكلاس تراشتا بيش تخل البرميراني تراشتا بيش تخل البرميراني دلبرميراني سيقندر 9.23 دلبرم ادرولو راشا تخل البرميراني سيقندر ما تقرا لتيرير لتيرير جاب الباكة 10.03 وين رح قراخو قراف الخروبا ولاف قراف اقسنتينا ضربت لتسنين لاربع سنين دكتور ديرلو دا point ويجيني انا سيقنى سيقنى يستعمل دبرهم عندهم شيئين الاول هو الصراخ هتعدني ماذا تقالد هو يظن هو يظن كي عيط فورم عنده الحق مكبير الصوت وبعدهم اتني بش يعجزك اسمع انت تم بربي اسمع ليها بجي تفاعل بش يدي لك لتيكات اه اذا ها هو شئر البلاد ودونك اه 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 يقولك الكمبلو الكمبلو بالله عليك هذا السؤال نسأله اذا سمعته كاشنهار واحد مسيحي واحد مسيحي فجر نفسه باسم المسيح في كاشبراسا ولا طلع ولا واحد بودي يعمل بودا ولا هندوسي ايه واحدة يقوله تاني واحد يهودي طلع في طيارة دي تورنها انه يقوله انه يقوله هذا يصره من كان على سنت الله ورسول انه يقوله انه يقوله انه يقوله انه يقوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدن عليهم حقا في التوراة والإنجير والقرآن اكزاكتما اكزاكتما يدركه وراه هذا الشاب هذا يراه عنده نصوص مقدسة تقدس له في الانتحارات هذه كيف حبيته ما يروح شي انتحر من أجل الإله العظيم ويبيع نفسه للإله له الجنة والشاهد على بالك الاشفاع في سبعين واحد من عائلة تعو وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تلهيبون به عدوكم وعدو الله وعدوكم تلهيبونه تلهيبونه زيت القاتل الذين لا يؤمنون بالله وبرسوله ولا اليوم الآخر ولا يحكمون بما أنزل الله ننسيتها حتى يؤتوا الجزية عن يدين وهم عن يدين وهم صغيرون وإذا انقضت وإذا انقضت الأشر الحرمي فاقتلوا المشركين حيث ما حيث وجدتموهم واحصروهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون ما يسمح لي تبعني ملاحة ما حرم الله ورسوله سيد الرب محرم شو حدو كان وحتاني شريكو لا يقول لك السنة لازم السنة لأن الرسول هو لا سقف الإله في القرآن شريكو أطيع الله وأطيع الرسول شريكو أطيع الأصوصيتاء أطيع المؤكد حتى الغلائم يقسمها 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 20% 20% الخمس دولة الجزائرية في 2024 يقسم لك 19% والله في القرن السابع يقسم 20% عم الرأسك تبس على خير لقد أصدقى شكرا جزيلا على المشاركة على المستوى الراقي. ماذا بنا يجيونا ناس على كل حالة نستقبل كل انواع الناس كل المستويات حتى البسيط قال لي ما يعرفوا له ونستقبل ورحبه ونحب الناس يسمعوه يقدر يجيب بنا انتموانياج يقدر يجيب حاجة بسيطة لكن مهمة العود اللي تحقره يعميك كم يقولوا على كل حال هذه اللايفات هذه سوف تجبر المتدينين باش يتساءلوا مع الائمة تحهم واخراج كل الكذب المستور حتى ولو لا يؤيد هذه اللايفات ومواضيع هذه اللايفات لكن نحن نجبرهم بالذهاب الى ائمتهم والتساؤل قال رانا سمعنا عند الكفار ها مش رام يقولوا هل هذا صحيح وام رايح يجبرونهم باش يجوبوهم الشي اللي راك مخبيه يا رجل الدين ذوق احنا هنا ينحتمو عليك باش يجيك المسلم هذك مسكين الضاحية يجي عندك ويطرح لك سؤال في المسجد وسوف نجبروكم بالاجابة على الاسئلة والفتوا الناس ما يسألوكمش والفتوا الناس ما يسألوكمش على الدين وما يناقشوكمش على الدين ذوق احنا هنا نوريولهم الحقائق ونكشفوهم المستور وام راح يجيوا عندكم ويطرحوا لكم سؤال هذا ما كان هذا ما كان بكري كنتوا مرتاحين واحد ما يسألكم واحد ما يناقشكم كنت كي تطلع على المنبر الناس بقع يسكتوهم هبطر ريصانهم عبادك نخلقو لك نوع من المسلمين الاذكية اللي يجيوا لك من هار الجمعة ويقول لك يا شيخانا هاوس معنا هاوس معنا جاوبنا في السؤال هذا يا ولا السؤال هذا يا اوكي اليوم قصرنا بيان هدرنا على بزاف مواضيع قبل ما نطفي اللايف قبل ما نروح ونرقدو حبيت نجبدلكم هدرنا على الخيتان وكيفاش يهوى إله اليهود أو إله إبراهيم كيفاش نجبد معاه كيفاش نجبدله قضية الخيتان هذه سفر التكوين نرمال مو سفر التكوين سفر التكوين الإصحاح 17 سفر التكوين ولما كان أبرام بس قبل ما يبدله اسمه كانوا يسميوه أبرام عن بعد سمه إبراهيم إبراهيم معنتها أبو الجمهور أبو الجمهور ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لأبرام وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا فسقط أبرام على وجهه من تسجد وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم أبا لجمهور هي إبراهيم فلا يدع اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك الأرض الموعودة كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم هذا هو عهد الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختنوا منكم كل ذكر كل أطفال فيك عندكم لازمكم تخطنوها فتختنون في لحم غرلتكم لحم الغرلة هو البخيبيس هذه الجلدات اللي يقطعوها في الختانة فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام لهود يختنوا ولادهم العهد اللي داروا يهوى مع إبراهيم يختنوا ولادهم في اليوم الثامن لويت يامجور كيكم بيبي ينحلوا الغلفة أو البخيبيس ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك أمام للسكلاف التوأك تختنهم يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون أهد في لحمكم عهدا أبديا وأما الذكر الأغلف لماذا زال عنده الغلاف لماذا زالت عنده الجلدة لماذا زال عنده البخيبيس وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها ما نسحقش هذا كلمة ختنوش إنه قد نكث عهدي وقال الله لإبراهيم ساراي امرأتك لا تدع اسمها ساراي بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا هنا يرى ويوعد فيه بإسحاق أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة تكيف هنا عندي مئة سنة يزيد عندي تفل وهل تلد سارة وهي بنت تسعين سنة هنا تفهم اللي ما بين سارة وابراهيم كان عشر سنين هو عنده مئة وهي عندها تسعين النهار اللي زاد عنده إسحاق سارة كان عندها تسعين سنة إماجيني عجوزة عندها تسعين سنة تولد وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك هنا إبراهيم مش فهم فهم بل الله يهوى قاعد يهضر له إلى إسماعين وليد هاجر فقال الله زاد عاود له بش ينسي استيله بش يفهمه بل سارة امرأتك تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه هنا تفهم بل يهوى العهد التعوى ما يديروش مع بنت ليسكلاف هاجر يهوى العهد التعوى دارو مع أوليد الحرة مع أوليد المعلمة اللي هي صارة وأقيم عهدي معه مع إسحاق عهداً أبدياً لنسله من بعده وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً إثني عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك صارة في هذا الوقت في السنة الآتية العام الجاي رأي راح تولد صارة فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وَخَتَنَا لَحْمَ غُرْلَتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَيْنِهِ كَمَا كَلَّمَهُ اللَّهِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بِنَا تِسْعٍ وَتِسْعِينَ سَنَا حِينَ خُتِنَا فِي لَحْمِ غُرْلَتِهِ معنة إبراهيم خَتَنَروحوه وعندو تسعة وتسعين سنة وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاثة عشر سنة معنة إسماعيل كان عندو ثلاثة عشر سنة قبل ما يزيد خوه إسحاق إسحاق قلنا يزيد العام الجاي كي يقول لي إبراهيم عندو ميت سنة نظركا عندو تسعة وتسعين إسماعيل عندو ثلاثة عشر سنة كيفاش يقولون باللي صارة في السردية الإسلامية يقولون باللي صارة زعفة من هاجر كي يقول لي عندها إسحاق كي صارة ولدة إسحاق زعفة من إسماعيل علش بسكو صابت إسماعيل يجري مرخوه الصغير ويعين فيه بالفليشة برسكو إسماعيل كان صياد هو الأول اللي يخدم القوس يقولوا عليه هكا بدأ يخوف فيه أخوه يلعب معاه يعين فيه بلا فلاش ويجري موراه ويعين فيه شافتوا صارة قلت له تا دونج يا ربك يا عيطة الإبراهيم قلت له يخرج علي الجارية وخرج علي إسماعيل ماس حقهمش في هذه الضربة كي زاد إسحاق ولا يجري معنتها أبري عامين ولا ثلث سنين معنتها إسماعيل ولا عنده هنا عنده 13 قبل ما يزيد خوه إسحاق ولا عنده 14 15 16 إسماعيل عنده 16 سنة كيف السردية الإسلامية بعد ما صارة حاوزة هاجر وإسماعيل يقول لك هبطهم المكة ضرب 1500 كم ولا 1200 كم حتى المكة خلاهم وعاود رجع 1200 كم ضرب 2400 كم قال يولوتور وهي يقولوا عليها هاجر باللي الطفل بيبي بدأ يبكي وخرج له الماء زمزمة بين رجليه الطفل في عمره 16 سنة ماشي بيبي دونك السردية الإسلامية غريبة كيف أنتم ما تحكيوا في حكاية تقولوا على إسماعيل كان بيبي حطته يماه هاجر في مكة وبدأت في الصفا والمروة تروح وتجي تحوس له على الماء ومن بعد خرج الماء ما بين رجليه هو بيبي لا لا إسماعيل عنده 16 سنة هذا الماء ماشي بيبي وإبراهيم ميت مشاش 2400 كيلومتر سمحونا كيفاش هبطتوا سيد حتى المكة واختارعتوا مكة واختارعتوا الكعبة واختارعتوا الحج واختارعتوا كل شيء المهم هذه قصة خيتان العهد اللي داروا يهوى مع إبراهيم وحكاية الخيتان وكاين قصة وحدة أخرى ما بين أولاد يعقوب أولاد إسرائيل معه قبيلة حامور قبيلة حامور الحمير هذا وما الملك انتحهم حامور وولده شاكيم شاكيم وشدار حكم بنت حكم دينا بنت يعقوب فيولاها هذا شاكيم خرجوا البنات وخرجت دينا البنت الوحيدة انتع انتع يعقوب اللي ولدتها له ليئة ليئة هذه الطفلة الكبيرة انتع خالنا لابان ولدت له رأوبين ولدت له شمعون ولدت له لاوي ولدت له يهوذة ومن بعد ذات جابت له ياساكر وجابت له زابولون ولدت له ست ولاد وولدت له دينا الطفلة ومن بعد جات راحيل غشال ولدت له يوسف وبنيامين والجارية تعليئة ولدت له دان ونفتالي والجارية تع راشال زالفا وبالها هم زوج جارية ولدت له جاد وأشير دونك ثناش هذوما الأصباط الاثنى عشر وعندهم خطهم دينا معنتها عنده طفلة واحدة يعقوب دينا واحد النهار دينا خرجت سننا نحاوس لكم معلار مليون لا اغفر دينا دينا نحاوس لتقطع ترانت كات الإصحاح الرابع والثلاثون في سفر التكوين وخرجت دينا ابنة ليأة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض فرآها شاكيم ابن حامور الحوي رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلها عندها اغتاصبها وتعلقت نفسه بدينة هذا شاكيم هذا يا أعشق في دينة بعد ما فيولاها وتعلقت نفسه بدينة ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة فكلم شاكيم حامور أباه قائلا خذ لهذه الصبية زوجة قال له زوج لي الطفلة دينة هذه رأي عجبتني بزاف وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته وأما بنوه عندها الأصباط في ثناش فكانوا مع مواشيه في الحقل فسكت يعقوب حتى جاءوا فخرج حامور أبو شاكيم إلى يعقوب ليتكلم معه راح حامور بابة شاكيم عند يعقوب باش يهدر معاه باش يخطب دينة للشاكيم وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب الرجال واغتاضوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنت يعقوب وهكذا لا يصنع هذا ما يشخد ما هذا وتكلم حامور معهم قائلا شاكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وهي أنت ناسبوا بناتنا نتزوجوا مع بناتكم وتتزوجوا مع بناتنا أولور تكيت سمع بناتكم تقول وش من بناتكم معك هنا طفلة واحدة يسموها دينة علش التورات تهدر على بناتكم يعقوب عنده طفلة واحدة وش من بناتكم هذه وصاهرون معنا تناسبون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم وسكنوا وتجروا فيها وتملكوا بها ثم قال شاكيم لأبيها هذا الطفل الضركاء ليفيولا دينة يهدر مع يعقوب وقال شاكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في أعينكم هذه دايما نتصيبها أجد نعمة في عينيك معنى تها ترضى عليها دعوني أجد نعمة في أعينكم فالذي تقولون لي أعطي الشي اللي تطلبوه نعطيه لكم كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي وعطوني الفتاة زوجة فأجاب بني يعقوب شاكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دينة أختهم فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف تتمركش مخطا شاكيم لأنه عار لنا إحنا يا عار عندنا باش بنتنا نزوجها الواحد ماشي مخطا غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بخطنكم كل ذكر معناتها لازم كنتا يا شاكيم تتخطن وباباك لازم يتخطن وقع للمدينة تاك قع الرجال اللي فيها لازمكم قع تتخطنوا نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصيروا شعبا واحدا وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي نديوا بنتنا ونروحوا لكما تختنوا شقع كمراكم فحسنا كلامهم في عيني حمور وفي عيني شاكيم بن حمور ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه كان فحشوش كما يقولوا فأتى حمور وشاكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلما أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها وهو ذا الأرض وسعة الطرفين أمامهم نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا جاءوا المدينة التحهم وبدوا يخطبوا على الغاشي أجمعا هذا الناس هذا ما ولدي عقوب رهم جيراننا وحبابنا يسكنوا معنا رنا حابين نتزوجوا من عندهم ويتزوجوا من عندنا ونقسموا معهم الأرض ويعيشوا معنا ويشاركونا غير أنه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختونون لازمنا الشرط الواحد باش يشاركونا لازمنا قاعد نتختنوا ومبعد طمعوهم ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نواتيهم فقط فيسكنون معنا أو ما عندهم بزاف لهويش برسكو علاش برسكو وولاد يعقوب رعات رعات غانموا بقر والأخرين باينين باللي فلاحين يخدموا الأرض دونك حنا علينا الفلاحة وولاد يعقوب وولاد إسرائيل عليهم المواشي وما رأنا راح نترفه قاعد كما رأنا فسمع لحمور وشاكيم ابنه جميع خارجين من باب المدينة ما تقع الغاشير يسكنوا في المدينة واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ملختانة كل واحد فيهم عنده استر في بشولتو أن ابن يعقوب شمعون ولاوي ما فهم ليه على شمعون وعلى لاوي ولاد الكبيرة ولاد ليأ خواتات دينة الحقيقيين يعني أشقاء انتحا فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ولاد حمور ولاد الحمير أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا كل ذكر وقتلا حمور وشاكيم ابنه بحد السيف وأخذا دينة من بيت شاكيم وخرجا ثم أتى بن يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت فقال يعقوب لشمعون ولاوي كدر تماني بتكريه كما إيايا عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين وأنا أغفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي فقال معنتها شمعون ولاوي أنظير زانية يفعلوا بأختنا وليد الفاجرة قالوا له يجي يلعب بأختنا يسمح شوالهم بأختنا خدتنوا وقالوا فيلوج ومع التالية راحوا طاحوا عليهم الأخرين يجري وشدين في البشولات التحهم بالسطر والأخرين بالسيف قتلوا قتل قطع قطع قتلوا قتل كملوهم قال الداول هم النساء والذرارية والحمير والبيغال والذهب والفضة وقال وشكا هذا سفر التكوين 34 يهضر على قصة شمعون ولاوي زوج خاوة اللي راحون تاقمول خدهم دينا وكاين كاين ان تابلو تسيبو في موسيه دي لعوه يسميوه لفضل لفضل دينا لفضل دينا تابلو لفضل 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 دينا سننوره هلكم ووالا احفف لفضل احفف لفضل لفضل احفف لفضل 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 دينا اشقاري انا احمار وكاين راح يقرأ ورح يتعلم تصيب الكتابات مكتوبة تقراها وتزيد تصيب التفسير التحف كاين تفسير التوراد كاين تفسير الاناجيل كل حاجة عندها التفسير التحف اوكي نشكر الناس اللي سهروا معنا نشكر لزان ترفين نشكر دقدوغ نشكر هشام نشكر مسيم وبابها يوبا نشكر الأخت آنيا وزوجها الكريم وبنتها نشكر ليلي كاستافيار نشكر مايا نشكر كابيزا أمين نشكر خريف العرب نشكر رامي من ستيف وابن جيمي وبنته العزيزة نشكر أنيس نشكر ميستونج على المستوى الراقي ونالي تكتب الكتاب بتاعك جيب قراننا شوية نشكر فيبر نشكر أكسيل إيناس وقع الناس اللي صهروا معنا جيسبر فوتو صهروا مفيدة وممتعة في نفس الوقت نتمنى لكم كل الخير نتمنى لكم السعادة نتمنى لكم الحب نتمنى لكم الوعي نتمنى لكم حياة كريمة وجميلة وفي الأخير نقول لكم ليلة سعيدة أحلام جميلة وتصبحونا على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حياة APPLAUSE اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة